اشتركوا في القناة الاهداء الى حديفة ابن اليمان شكرا لك يا سيدي لانك كنت تسأل وشكرا لك لانك علمتنا ماذا نسأل وكيف نسأل ومن نسأل شكرا لك مني ومن كل جيل اخر الزمان الذي تلطمه فتن كقطع الليل المظلم شكرا لك عزيزي شكرا لك من كل الذين ولدوا وهارموا في قرن الشيطان من الرازحين تحت سلطان الحكم الجبري من الغرباء القابضين على الجمر من كل الذين يأتيهم الموت وهم يعضون على جذع شجرة ومن كل الذين لا يستطيعون ان يقولوا مه مه في اقفاص سايكس بيكو شكرا لك لان اسئلتك جعلتنا نميز الخيط الابيض من الاسود لان اسئلتك جعلتنا نعرف موقعنا على شريط الزمان لان اسئلتك جعلتنا نعرف من هم الدعاة على ابواب جهنم الذين من جلدتنا ويتكلمون لغتنا ونعرف من هم الذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ان نصدقهم في كذبهم او نعينهم على ظلمهم وإلا لكان تبرأ منا قائلا لستم مني ولست منكم ولن تارد علي الحوم شكرا لك لانك كنت سببا في ان نحافظ على انتمائنا الثمينة الى امة محمد في زمن كاد ان لا يبقى فيه من الاسلام في زمن كاد ان لا يبقى فيه من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه شكرا لك يا حبيبي لان كلماتك اعطتنا اليقين بان ثمت خلافة على منهاج النبوة تلوح في اخر النفق المظلم جمعني الله بك وبكل الصحابة والصالحين من جيلكم العظيم ومن سائر المسلمين على حوض حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الاطهار وعلى صحابته الابرار وسلم وغدا نلقى الاحبة محمدا وصحبة نور تمهيد هذه السلسلة من الكتب ليست كغيرها من الكتب التي انتشرت مؤخرا وتتكلم عن فتن آخر الزمان وكلما كانت تقدمه أنها تزرع اليأس في نفوس الناس بإخبارهم أن النهاية قريبة كي يختبئوا في جحورهم منتظرين الكارثة أما ما سوف تقرؤونه هنا فهو تجربة حياتية مختلفة ستغير الكثير من قناعاتكم الدنيوية ونظرتكم إلى الأحاديث النبوية إلى الأبد وهذه الكتب هي للذين يؤمنون أن الله هو في السماء إله وفي الأرض إله هي لمن يثقون بأن الله سبحانه وتعالى فعال ولن يترك خلقه هملا ولن يدعى قويهم يأكل ضعيفهم هي لكل من يؤمن أنه إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها نعم كل العلامات تؤكد أننا واقفون الآن على أعتاب النهاية وربما البعض يعلم أن هناك مؤامرة ماسونية ضخمة جدا وأكبر بكثير مما يمكن أن تستوعبه عقول الأغلبية العظمى من الناس وأن هناك مكر صهيوني تزول منه الجبال مكر عظيم لا يهدف إلى تفتيت العالم العربي فحسب بل يخطط لإبادة العرب واستئصال شأفتهم والجميع يرى أنه قد تداعت علينا الأمم وتكالبت علينا الذئاب الجائعة ونحن الآن غثاء كثير في زمن كثر فيه الخبت نحن أمة مهزومة ممزقة وتكاد تكون ميتة سريريا أمة أضاعت من عمرها حقبة طويلة وهي اليوم تلعب في الوقت بدل الضائع لكن لا تنسوا أبدا أن الحكم في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى وهو وحده الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فإذا كنا مع الله سيكون الله معنا وإذا كان الله معنا فمن علينا يجب أن نؤمن أن كل شيء بيد الله ولو كان أمر هلاكنا بيد الأعداء لكانوا أبادون منذ زمن بعيد لكنهم ينتظرون اللحظة التي سيتخلى فيها الله عنا بسبب ذنوبنا اللحظة التي سنخرج فيها من كنف الله وعندها لا تسأل عن هلكة العرب أحد أهم أهداف هذه المجموعة من الكتب المتسلسلة هو أن نفهم القوانين التي وضعها الله الحكيم لتنظيم حركة الخلق قوانينه في الإبتلاء قوانينه في النصر والتمكين قوانينه في الاستبدال وقوانينه في هلاك القرى والأمم هذا هو الهدف الأساسي الأول لهذه الكتب أن نفهم الله سبحانه وتعالى يجب أن نؤمن أن قوانين الله سبحانه وتعالى أزلية وسننه نافدة وثارية المفعول وصارمة ولن تجد لسنة الله تبديلا فالله لا يحاب أحدا وليس بينه وبين عباده نسبا إلا الطاعة والتقوى لكن في آخر الزمان عندما يعم الفساد ويحدث انقلاب في الموازين الكونية وعندما يضطارب مناخ الأرض ويختل كل شيء وعندما تتغير القيم والأخلاق فما كان معروفا صار منقرا وما هو كان منقرا صار معروفا عندما تصبح الحشمة والعفة تزمتا والإنحلال حضارة وعندما تعل التحوت ويكون زعيم القوم أرذلهم ويسود القبيلة فاصقها في هذا الزمن الاستثنائي ستكون أيضا تصاريف الله في خلقه وفق قوانين إلهية استثنائية أو وفق ما اصطلحت على تسميته بقانون الطوارئ الرباني وفق هذا القانون ستكون الأولويات مختلفة وتصاريف الله مع عباده في هذا الزمان ستكون أيضا مختلفة عما اعتاد المسلمون عليه في الأزمينة العادية الرسول صلى الله عليه وسلم هو من بشرنا بأن أجر العامل منا بطاعة الله في هذا الزمن الصعب يعدل أجر سبعين من الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدف الأساسي الثاني من هذه المجموعة من الكتب هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان فهم رسائله العابرة للأجيال وقد في ثمارة أحاديث آخر الزمان الموجهة إلى جيلنا نحن لأنه وبالرغم من أننا نغوص أكثر وأكثر في فتن كقطع الليل المظلم إلا أن المؤمنين بإذن الله لن يفتنوا ولن يفاجأوا بالأهوال القادمة التي تشيب لها الولدان فالرسول الرحيم ترك لنا كنزا تمينا من الأحاديث المتعلقة بآخر الزمان كي تنير لنا الطريق وأعطانا علامات دقيقة في قمة البلاغة أحيانا بلغة صريحة يستطيع أن يفهم معانيها ومدلولاتها الجميع بغض النظر عن مستوى الذكاء أو درجة الإيمان وفي أحيان الأخرى ذكر العلامات بلغة رمزية أو مشفرة لا يفهمها إلا أصحاب البصائر ولذلك حكمة بالغة سنشرحها في الكتاب الأول من هذه السلسلة وفي كل الأحوال نحن الجيل الذي يقع على عاتقه أن يقف ثمرة هذه الأحاديث النبوية لأنها موجهة بالأصل لنا نحن والأجدر بنا أن ننفذ غبار الإهمال عن هذا التراث النبوي العظيم وهذا هو أحد أهم أهداف هذه السلسلة من الكتب والمقالات تهتم هذه السلسلة من الكتب أيضا بالتحليل الأكاديمي البعيد عن الإنحياز العاطفي للأحداث المتسارعة في الشام خصوصا وبقية العالم من وجهة نظر علم آخر الزمان والشيء الفريد في هذه الكتب أن التحليل سيربط بين مئات الأحاديث النبوية وعشرات الآيات القرآنية التي تتحدث عن علامات تتعلق بآخر الزمان وبينما يجري حاليا على الأرض وكذلك سنستأنس في بعض حلقات هذه المجموعة من الكتب بما ذكر من نبوآت عند باقي الأديان ولا سيما ما جاء في الكتاب المقدس عن أحداث آخر الزمان في عهدين الجديد والقديم وغيره من المصادر عند اليهود والنصارى وكذلك عند الشيعة ولهذا الإذطلاع هدفان الهدف الأول هو أن نعرف كيف يفكر الآخر لأن المعارك القادمة ستكون معارك أيديولوجية دينية فمن الطرف الآخر سيكون الحلفاء في بعض المراحل وسيكون أيضا الأعداء بطبيعة الحال والهدف الثاني هو أنه ليس كل ما ورد في الكتب السماوية الصابقة هو محرف ولا أساس له لذلك الإطلاع الحاذر على بعض التفاصيل مما جاء في كتبهم والذي لا يتناقض مع ما تبث من صحيح السنة قد يضيف على صورة العالم في آخر الزمان بعض الرتوش لذلك عندما أستشهد أحيانا في بعض المقالات ببعض الفقرات أو النصوص من التوراة والإنجيل والمنتقات بحكمة وضمن السياق معين ومحدد وضيق ويكون هناك ما يصدق تلك الفقرات من القرآن والسنة فأرجو أن لا يصيبكم الامتعاض أو الخوف أو القلق على عقيدتنا الإسلامية القوية والنقية فالبضاعة الجيدة تزيح دائما البضاعة المخشوشة وفي المقابل أيضا عندما أعرض مخططات الحلف الصهيوني اليهودي المسيحي والخلفية الدينية التوراتية التي بنى عليها مشروعه فإني أفعل هذا من باب اعرف عدوك عندما أعرض لكم جزءا بسيطا من مكرهم الذي تزول منه الجبال لا أقوم بذلك بقصد التخويف أو إحباط المعنويات وإنما كي نعرف مدى دناءة وحقارة العدو وإلى أي ذارك هو منحط أخلاقيا ووضيع العمود الفقري لمجموعة الكتب هذه هو عدة سلاسل من المقالات زادت عن 300 مقال دسم تم نشرها على صفحة أحاديث آخر الزمان على الفيسبوك منذ إطلاقها مطلع سنة 2014 ستجدون أصل معظم المقالات مع تعليقات القراء حسب تسلسل نشرها التاريخي في قسم الصور على صفحة الفيسبوك صفحة أحاديث آخر الزمان أو في الموقع الأرشيفي مبدئيا هذه السلسلة من الكتب ستتألف من الكتب الآتية أولا كتاب كيف نفهم النبي في آخر الزمان وهذا هو الكتاب الأول والأبسط وهو مجرد تأصيل للمنهجية الصحيحة لدراسة الأحاديث النبوية المتعلقة بآخر الزمان وسأرفق هذه المنهجية ببعض التطبيقات العملية البسيطة كي تتضح الفكرة أكثر الكتاب الثاني آخر جيل من العرب وهذا الكتاب يتحدث عن علامة مهمة جدا تواتر ذكرها في الأحاديث النبوية ستحدث في سياق فتنة الدهيماء وقبل ظهور المهدي وعودة الخلافة على منهاج النبوة والعلامة هي هلكة العرب وهل هو هلاك حقيقي يتمثل بالفناء وتناقص حاد في أعداد العرب أم المقصود بالهلكة هلاك معنوي وتراجع التأثير العربي في العالم ومتى سيهلك العرب ولماذا وكيف وكم سيبقى من العرب بعد الهلكة وما هي تعليمات النجاة النبوية للقلة التي ستبقى بعد الهلاك سواء طوق النجاة الفرضي أو سفينة الإنقاذ الجماعية الكتاب الثالث عمر الأمة بعد النبوة في أربع مراحل وأربع فتن هذا هو الكتاب الأهم والأكبر في السلسلة كتاب عمر الأمة هو إعادة لكتابة التاريخ والحاضر والمستقبل من خلال أحاديثي رجل كان يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم كتاب عمر الأمة هو رحلة في الزمان مع أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث عندما تقرؤونها في هذا الكتاب سوف تحرركم من حالة غسيل الدماغ الثقيل والتشفير الذي أنتم عليه اليوم وحدها كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الأمي سترقيكم وتفك السحر وتفك سحر الجامعات العلمانية عن عقولكم وحدها أحاديث آخر الزمان ستفك التشفير عن بصائركم وتجعلكم تقرؤون التاريخ كما يجب أن يكون وتكتشفون الحاضر بدون أقنعة وبذون مساحيق التجميل بعيدا عن دجل وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم المدجنة وعندما تفهمون ماضيكم وحاضركم عند ذلك فقط يسهل عليكم فهم مستقبلكم فلابد أن نعود إلى التاريخ كي نفهم العصر الحاضر ونستشف المستقبل ولابد أن نفهم نبينا صلى الله عليه وسلم ونطيعه كي نغير الحاضر ونصنع المستقبل الكتاب الرابع الجهات الأربع في آخر الزمان هي محاولة لمقاربة أحاديث آخر الزمان من منظور جغرافي هي جولة قصيرة في المكان أتحدث فيها عن أهم أحاديث آخر الزمان المتعلقة ببعض الأقاليم الجغرافية كان على حدة كل على حدة والأقاليم التي اخترتها لتسليط الضوء عليها من وجهة نظر علم آخر الزمان هي الحجاز اليمن الشام السودان مصر المغرب الكبير نجد الإمارات والخليج العراق أفغانستان إيران تركيا وأمريكا الكتاب الخامس قانون الطوارئ الرباني هذا الكتاب هو الأهم في هذه السنوات إن استطعت أن أختصره بجملة واحدة سأقول كتاب قانون الطوارئ الرباني هو مساهمة متواضعة من قبل عبد فقير لكتابة المواد الأساسية في دستور المرحلة الانتقالية قبل أن تولد قريبا دولتنا العظمى التي تملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملؤوها ظلما وجورا المواد الأساسية في دستور المرحلة الانتقالية هي عشر مواد وسأسبق الحديث عن مواد قانون الطوارئ عن قوانين الله في الأزمينة العادية قوانينه في التأديب وقوانينه في التدمير الكتاب السادس مقالات وخواطر أدبية متفرقة والله ولي التوفيق دكتور نور عنوان سامحنا يا رسول الله ولم تقوم الساعة حتى تروا أمورا يتفاقم شأنوها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض هذه العبارة الخطيرة والهامة جدا والتي تمسنا الآن بشكل مباشر جاءت في نهاية خطبة طويلة للرسول عليه الصلاة والسلام استعرض فيها الملاحم والفتن في آخر الزمان والأحداث العظام التي تسبق قيام الساعة وهي جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام سوف ترون قبل أن تقوم الساعة أشياء تستكترونها عظاما فتقولون هل كنا حدثنا بهذا لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنوها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا أنه في آخر الزمان سوف نرى أمورا يتعظم شأنها في أنفسنا حتى نتساءل فيما بيننا إن كان نبينا أخبرنا عن شيء منها أو ذكر لنا منها شيئا يطمئننا أو يدلنا على الطريق الصحيح فهل نحن اليوم نرى أهوالا وأمورا عظاما تجعلنا نلوذ بأحاديث آخر الزمان لعلنا نجد فيها ما ينتشلنا من حيرتنا أو يطمئننا هل نحن اليوم في زحمة هذه الفتن سرنا ننقب في أقوال وأحاديث رسولنا الكريم ونتساءل فيما بيننا إن كان نبينا قد ذكر لنا شيئا يعطينا بصيص نور في هذه الظلمة نعم يا رسول الله نحن الآن كذلك نحن الآن في حيرة وتخبط ودائما ما نتساءل إن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا شيئا عن أصحاب الرايات السود مثلا هل هم إرهابيون كما يقول عنهم مجلس الأمن ووسائل الإعلام هل هم خوارج ضالين كما يقول عنهم مفتي السلطان أم هم مجاهدون يدعون للحق هل نأتيهم ولو حبوا على الثلج أم نلزم الأرض فلا نحرك أيدينا ولا أرجلنا أم نحاربهم وطوبى لمن قتلهم هل راياتهم السود هي رايات هدى أم رايات ضلال أم هي رايات مختلطة ونحن كذلك ذائما ما نتساءل عن أصحاب الفخامة والسيادة والسمو حكام أنظمتنا الجبرية وحراس الأقفاص التي صنعتها سايكس وبيكو هل هم ولاة الأمر الذين لا يجوز الخروج عليهم أو الثورة ضدهم ما لم يؤخر الصلاة ويبدو منهم كفر بواح أم هم أولئك الأمراء الظلمة الذين يتكادمون على السلطة تكادم الحمير والذين أمرنا نبينا بالجهاد ضدهم وحذارنا من تصديقهم بكذبهم أو إعانتهم على ظلمهم كي لا يتبرأ منا يوم القيامة ونحرم من الورود على حوضه وهل ما يحدث الآن في أرض العرب هو ربيع ثوري أم هو مؤامرة أم هو يا ترى تمهيد الأرض لعودة الخلافة على منهاج النبوة نحن دوما نتساءل إن كان نبينا قد ذكر لنا شيئا عن زوال أمريكا أو إسرائيل أو عن زمن هلكة العرب أو زمن ظهور المهدي ونقرأ ما قد يصل إلى أيدينا من تلك الأحاديث وننقب فيها كمن يبحث عن كنز ثمين لكن مشكلتنا الآن أننا لم نعد نفهم رسولنا وهو أفصح العرب بل سرنا لا نفهم عمق وبلاغة اللغة العربية التي تكلم بها هذا النبي المبين الذي أوتي جوامع الكلم سرنا نقرأ بعض الأحاديث المكذوبة والموضوع والمصاغة بطريقة ركيكة تفوح منها رائحة أيدي المحرفين ورغم ذلك لا نميز بينها وبين الأحاديث الصحيحة المصاغة بأسلوب النبي البليغ المعهود لكن لماذا لا نفهم؟ حسنا هناك ثلاثة حواجز رئيسية تعيقنا في هذا الزمان السيء عن فهم نبينا المبين الحاجز الأول هو ضمور وتلف أعضاء تذوقنا للغة التي تكلم بها الله وتكلم بها رسوله الأمين فاللغة العربية في مناهجنا المدرسية هي في آخر سلم الأولويات بينما جامعاتنا مصابة بعقدة الخواقة وتتابع نظم تعليم متخلفة وتدرس نفايات العلوم بلغة المستعمرين أما وسائل إعلامنا فهي منحطة وخبيثة تغسل أدمغتنا ليل نهار بلهو الحديث الركيك وسفيه الكلام اللغة العربية في الإعلام العربي الذي صبق واليبه موارنة لبنان المستعربين صار يتكلم بها شبابنا فقط في معرض السخرية والاستهزاء هذا هو حال لغة القرآن في عصر العولمة الثقافية It's not called تحكي عربي man كل هذه العوائق جعلتنا نقطع روابطنا الثقافية وعلاقاتنا اللغوية مع نبينا لكن هناك حاجز آخر غير اللغة يجعلنا لا نفهم نبينا في هذا الزمان إنه مفتي السلطان ذكا الذي يلوي عنق أحاديث نبينا ويلونها بالألوان التي ترضي ذوق الحاكم الجبري مفتي السلطان وخطباء المنابر الذين يفرغون الأحاديث النبوية من مضمونها ويقدمونها بطريقة مشوهة هم أكبر وسيلة تشويش على البث القادم من قمر الهداية النبوية وهناك أيضا حاجز ثالث أكثر خطورة من الحاجزين السابقين إنه كسلنا وتقاعسنا واللامبالات التي نتعامل بها مع هذا التراث النبوي الكثيرون ممن يفترض بهم أنهم منتمون إلى أمة محمد يجادلون اليوم وماذا سيفيدنا معرفة أحاديث آخر الزمان حتى لو كانت صحيحة فرضا هل المعرفة المسبقة بالحدث المستقبلي الذي أخبرت عنه الأحاديث ستمنع وقوعه أجبهم يا رسول الله أخبر هذا الجيل الأخير من أبناء أمتك فسر لهم السبب الذي جعلك تتكلف عناء إبلاغنا بتلك الأحداث والعلامات هل كان ذلك لتسلية الجيل الأول من الصحابة بأخبار المستقبل وملاحمه وفتنه أم هو فقط مجرد دليل على صدق نبوتك للجيل الأخير من أمتك ما أشد وقاحتهم هل نحتاج بعد أكثر من 1400 سنة إلى دليل كي يثبت لنا اليوم أنك المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى أليست 1400 سنة مضت من عمر الأمة صدقت خلالها بكل حرف قلته هي فترة كافية كي لا يتسلل إلى قلوبنا أدنى شك بأنك الصادق الأمين ماذا نريد أكثر من ذلك هل سرناك بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرة لماذا إذن أخبرتنا بكل هذه التفاصيل الدقيقة لماذا رسمت لنا ملامح المهدي وشكل أنفه الأقنى وعرض جبهاته الجلية والشام التي على خده وحتى الفرجة أو الفراغ الصغير الذي بين ثناياه لماذا حددت لنا إحداثيات المكان الذي سيبايع فيه بدقة تصل إلى السنتيمترات فلم تكتف أن تقول لنا أنه سيبايع بمكة أو بالمسجد الحرام وإنما ما بين الركن والمقام حتى قطرة العرق التي تسيل من جبهة المسيح ابن مريم عليه السلام وصفتها لنا وكذلك لون ثوبه وهو ينزل عند المنارة الشرقية البيضاء في مسجد دمشق وأخبرتنا عن طيور السماء التي تحلق فوق حلب بعد الملحمة وعن أشجار الزيتون التي سيعلق من سيفتحون القسطنطينية أسلحتهم على أغصانها لماذا كل هذه الدقة المدهشة؟ أنت تعلم أن جيل أصحابك والأجيال التي تليهم لن يشهدوا هذه الأحداث فلمن إذن كل هذا الوصف الدقيق والمعلومات الغزيرة؟ هل هي لنا نحن الذين لم نعد نكترث بتراتك ولا نبال به؟ هل هي لجيلنا الذي لم يعد يفهم حتى بلاغة لغتك ولا يقدر الدقة المذهلة لاختياراتك اللفظية؟ للأسف نعم إنها لنا نحن إنها لجيل آخر الزمان الجيل الوحيد الذي ينبغي له أن يقطف ثمرة هذه الأحاديث هل كنت تفكر فينا يا سيدي وحبيبي وجميع جامعاتنا وحكوماتنا الجبرية ومراكز بحوثنا ووسائل إعلامنا كلها طوال القرن الماضي لم تكن تبالي بتراتك ولا تأبه له وها نحن الآن ندفع ثمن هذا العقوق وسيتفاقم الأمر أكثر في السنوات القادمة وستكون كلماتك هيطوق النجاة الوحيد لنا ولي يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى سامحنا يا رسول الله السنة النبوية التي يعلوها غبار الإهمال اليوم تضم مئات الأحاديث المأتورة عن رسول صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بعصرنا الراهن ونبينا الرؤوف الرحيم بنا كان حريصا على أن يكشف لنا أسرار عصرنا هذا تحديدا لأننا الآن في العصر المخادع الذي يختلف فيه الظاهر عن الباطن اختلافا كبيرا في هذا العصر ما سيبدو للعين على أن فيه الجنة والنعيم سيكون في حقيقته النار والجحيم وما سيبدو لك نار هو في الحقيقة جنة في هذا العصر ستنقلب الموازين لأننا في السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويكون فيها زعيم القوم أرذلهم ويرأس القبيلة فاسقها وتعلو فيها التحوت لا يوجد على هذه الأرض كلها الآن من يستطيع أن يفسر لنا حقيقة هذا العالم المتناقد الغامض غير رجل واحد فقط وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم لم تنقل لنا قناة العربية الإخبارية أو فوكس نيوز أو الجزيرة صورة حقيقية لما يحدث في هذا العالم ولا أي شبكة أخبار أخرى ستفعل أولئك الذين يعرفون أحاديث أخر الزمان ويفهمون اللغة البليغة المبينة وكذلك الرموز والرسائل المشفرة التي قد تحتويها ويستطيعون تأويل وإسقاط الرموز على الواقع المعاصر وحدهم يستطيعون أن يكونوا على نور وعلى هدى دون أن تبلبل أفقارهم أجندات وسائل إعلام الدجال المختلفة أو يغسل أدمغتهم نظام مخابراتي شمولي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وضع بين أيدينا كنزا ثمينا من الأحاديث وتم توارث هذا الكنز جيلا وراء جيل حتى وصل إلى جيلنا هذا وهو الجيل الذي يعاصر آخر الزمان وهو الجيل الوحيد الغني وهو الجيل الوحيد المعني بقطف الثمرة إن دراسة معمقة لأحاديث آخر الزمان ونحل اليوم في زحمة هذه الفتن التي أضلت كجباه البقر ليس طرفا ثقافيا لمن أراد أن يتسلى في أوقات فراغه إن دراسة معمقة لأحاديث آخر الزمان اليوم هو أمر أكبر من مسألة ربح أو خسارة وأكبر من قضية حياة أو موت إنه جنة أبدية أو نار أبدية إنه نكون أو لا نكون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم هل تستطيع أن تفهم ماذا كان يقصد النبي الذي أوتي جوامع الكلم بعبارة إلا من أحياه الله بالعلم نعم أنت بدون هذا العلم الحقيقي ميت أنت الآن بدون علم آخر الزمان مجرد جثة تتحرك جثة تتنفس جثة تأكل وتشرب بل حتى جثة تصلي وتصوم وتحج ولكي تعرفوا معنى الحياة في هذه الفتنة العامة يجب أن تستجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم يجب أن تستجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صورة الأنفال أما الفائدة الثانية من معرفة الأحاديث التي تتعلق بآخر الزمان فهي الثبات عندما تعصف رياح الفتن سيزداد إيمانك وتصديقك لنبيك لأن ما أخبر به قبل 1400 سنة تجده يتحقق الآن أمامك وهذا سيعطيك مناعة إضافية ضد الفتن وهناك فوائد أخرى لا تحصى سوف تكتشفونها في سياق هذه السلسلة تباعا يقول حبيبي حديث بن اليمان هذه فتن قد أظلت كجباه القبر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك ولكي تعرف الفتن قبل أن يصيبك الهلاك يجب أن تدرس أحاديث آخر الزمان مستعينا بالمنهجية الصحيحة للدراسة وببصيرة المؤمن أيضا هناك حالتان اثنتان يصاب بهم الإنسان بالعمى أو عدم القدرة على الرؤية الحالة الأولى هي في الظلام الدامس عندما لا يوجد هناك أي بصيص من نور الحالة الثانية هي في النور المبهر عندما يكون الضوء ساطعا جدا في كل مكان ويخطف الأبصار وكثير من الناس اليوم لا يرون علامات آخر الزمان لأن النور ساطع جدا لكن هناك حالة ثالثة أيضا وهي ما قاله السيد المسيح عليه السلام لا يوجد هناك من هم أشد عما من أولئك الذين لا يريدون أن يصروا أربعة اتجاهات مختلفة من يقرأ أحاديث آخر الزمان في السنة النبوية بشكل سطحي ومتعجل ومجتزئ سيلاحظ بدون شك أنها تبدو للوهلة الأولى كأنها مليئة بالتناقضات وفيها بعض الأمور الغامضة التي تنافي العقل كمثال على ذلك ما جاء في أخبار فتنة الدجال مثلا وجنته وناره أو حمار الدجال الذي يسير بسرعة الريح وعرض ما بين أدنيه أكثر من أربعين ذراعا أو الطريقة التي ينتهي بها الدجال حيث يدوب كما يدوب الملح في الماء أو يأجوج ومأجوج الذين سيشربون مياه بحيرة طابرية ويرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء أو الحرب الكبيرة على كنز نهر الفرات التي تبلغ نسبة ضحاياها 99% في بعض الروايات أو سبعة من أصل تسعة في روايات أخرى رغم أن المشاركين فيها يعرفون ذلك مسبقا وكل واحد يقول لعلي أنا الذي ألجو وكذلك أحاديث الرايات السود القادمة من المشرق والمتناقضة مع بعضها ظاهريا هل هي رايات هدى أم رايات شر هل نأتيها ولو حبوا على الثلج أم نلزم الأرض فلا نحرك أيدينا أو أرزلنا من أجل ذلك انقسم علماء أهل السنة والجماعة المعاصرون والباحثون إلى ثلاث مدارس أو ثلاث اتجاهات فكرية أو ثلاث فرق في مقاربة أحاديث آخر الزمان وتفسير الأمور الغريبة فيها الاتجاه أو الفريق الأول حكم العقل لوحده في هذه الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم فرفضوها كلها جملة وتفصيلا حتى لو جاء ذكرها في الصحيحين بحجة أنها تنافي العقل وملئة بالتناقضات فرفضوا أن المسيح عيسى بن مريم سيعود في آخر الزمان إلى دمشق وقالوا أنه توفي وانتهت رسالته ولن يعود فالله سبحانه وتعالى يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة سورة آل عمران ورفضوا كذلك وجود شخصية المهدي والمسيح الدجال وفتنته لأنهما غير مذكورين بالقرآن بشكل صريح وكذلك كل ما يتعلق بملاحم آخر الزمان هم يزعمون أنهم يعتبدون القرآن وحده ففيه تبيان كل شيء ومن أبرز هؤلاء العلماء الأقدمين ابن خلدون ومن المعاصرين محمد إقبال وهناك شخص ظهر مؤخرا اسمه عدنان إبراهيم التحق بهذا الاتجاه وتطرف به كثيرا ولديه أتباع في صفوف الشباب اليافع حدثاء الأسنان عدنان إبراهيم الذي يعمل في قنوات الوليد ابن طلال التلفزيونية يرفض بنعوانة وجود الدجال والمهدي وعودة المسيح ويزعم أن مئات الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن هذه الشخصيات هي من نبوآت النصارى التي تسللت إلى الفكر الإسلامي مع الزمن ويقول إن عيسى عليه السلام مات ولن يعود وهو يلتزم الصمت تجاه يأجوج ومأجوج المذكورين في القرآن هذا الفريق المتعلق بالدنيا رفض كل شيء يتعلق بعلم آخر الزمان ورغم قناع الإجتهاد الظاهري وإعمال الفكر في التراث النبوي إلا أنهم على درجة كبيرة من قلة الأدم هم يبدون كأنهم مجتهدون بلا شك ويعملون العقل في الوحي وأخبار الغيب والملاحم والفتن لكن اجتهادهم أوصلهم إلى الوقاحة التي ترتدي ثوب العلم فعندما لا تحتارم قدسية النص النبوي وتنسف بمنتهى الرعوانة أحاديث آخر الزمان لمجرد أن عقلك لا يفهمها أو لا تصل إلى إدراكك وعندما تقتلع هذا التراث النبوي المتوارث جيلا وراء جيل من جذوره وتنكر الأحاديث الصحيحة المحفوظة في أمهات الكتب والتي روعي في جمعها أدق معايير الأمانة الأخلاقية والعلمية والتقوى لمجرد أن بعض الشوائب تصربت إليها تكون كالرجل الذي هدم بيته ودكه دكا كي يقتل صرصورا تسلل إليه هل تعرفون ما هو أسوأ وأفضع من انتحال أحاديث موضوعة ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأسوأ من هذا هو أن تنفي أو تخفي حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن تزعم بكل وقاحة واستهتار أن معظم ما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث يجب أن يرمى بالزبالة هذا هو أقدر أنواع التكديب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وبغض النظر عن مضمونها الذي قد يوافق الشرع أو يخالفه وبغض النظر عن غايات واضعيها إلا أنه من السهل جدا كشفها من ناحية الأسلوب والصياغة فلنبي في كلامه بصمة بلاغية وبيانية يصعب جدا الاقتراب منها التكديب الفعلي للنبي يكون عندما يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا تكشف لنا حقيقة عصرنا فيأتي أحد المتأخرين كي يكتم صوت النبي العابر للأجيال أو يقعد آخر متكئا على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وحتى لو حكمت سلة من علماء الحديث الأقدمين بدعف سند بعض الأحاديث وفق معايير اجتهاد بشرية تتعلق بسلسلة الرواس فهذه المعايير تختلف بصرامتها من عالم إلى آخر فقد يكون الحديث ضعيف السند وفق شروط البخاري لكنه صحيح السند وفق شروط ومعايير الإمام أحمد أو الترمذي فلا يجوز لك أن تحكم بالإعدام عن الحديث النبوي الضعيف السند أو إنكاره بالمطلق لأن الواقع قد صدق مئات الأحاديث التي صنفها العلماء البشر على أنها ضعيفة ثم أثبت الواقع صحتها وأثبت أيضا أن الحكم البشري بدعف حديث نبوي ما قد يكون هو ذاته حكما ضعيفا أو حكما خاطئا وفي أحيان الأخرى قد يكون الوضع معكوسا فيكون الحديث صحيح السند لكن في متنه ربما بعض الشوائد نتيجة أخطاء بشرية غير مقصودة سواء في الحفظ أو النقل كحديث تميم الداري عن الدجال والذي روته فاطمة بنت قيس مثلا يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله إذا لم يكن الشيء موجودا في إدراكك أنت فهذا لا يعني أنه غير موجود في الإدراك بمعنى آخر إذا كنت يا عدنان إبراهيم تعجز عن فهم هذه الأحاديث ولا تقدر قيمة هذا الكنز العظيم فغيرك يستطيع أن يفهمها ويفسرها ويقدرها حق قدرها وإذا كنت لا تستطيع أن تفهم النبي فيما يتعلق بآخر الزمان فهناك غيرك يفهمه ولا يحق لك أن تلغي علما لأنه يتعارض مع قناعاتك العقلية الحالية موسى عليه السلام لم يفهم لماذا خرق الخدر سفينة المساكين الذين يعملون في البحر لأنه فوق كل ذي علم عليم فيديو لعدنان إبراهيم بعنوان الدجان والمهدي وعودة المسيح خرافة رابط اليوتيوب الاتجاه أو الفريق الثاني التزموا بالنص الحرفي للأحاديث النبوية وآمنوا بنزاهة جميع الأحاديث الصحيحة المتعلقة بآخر الزمان وفسروا ما استطاعوا فهمه منها تفسيرا حرفيا وساكتوا عن الأمور الأخرى التي لم يفهموها وكثير من علماء السلف الأقدمين كانوا من هذه المدرسة الفكرية في فهم أحاديث آخر الزمان وهناك أيضا كثير من المعاصرين الذين خاضوا غمار أحاديث آخر الزمان من شيوخ المدرسة السلفية كالعاريفي ومحمد حسان وعمر عبد الكافي على سبيل المثال لا ألحصر وجميعهم لم يجتهدوا في تأويل هذه الأحاديث واكتفوا بنقل المعنى الظاهري الحرفي لما فهموه لما فهموه وكانوا وسيلة نقل أمينة فقط وساكتوا عن الأمور الغامضة التي لم يفهموها وحجتهم بذلك أن الأيام القادمة كفيلة بكشف المعنى المقصود من الأمور الغامضة الغائبة عن فهمنا الآن وكأنهم يحتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يفسر أكثر من ألف آية كونية تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن فلو فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وفق معطيات عصره وبلغة بسيطة بحيث يستطيع جيل الصحابة أن يفهمها لما أعطاها حقها وقدرها الإعجازي وأيضا سينكر عليه جيلنا المتقدم هذا التفسير المبسط ولو أنه فسرها على حقيقتها العلمية الإعجازية لأنكر عليه أصحابه ولما فهموها بسبب المعطيات العلمية المحدودة في عصرهم لذلك تركها للزمن ودون تفسير وكلما تقدم العلم يكشف لنا جانبا من الإعجاز العلمي في تلك الآيات القرآنية هذه هي حجتهم ولكنهم ينسون أو يتناسون أننا سرنا في آخر الزمان وظهرت جميع العلامات وأزف الأمر فإلى متى المماطلة وإلى متى تبقى الأمور الغامضة في تلك الأحاديث بدون تفسير مقنع أصحاب هذا الإتجاه الفكري لا يزالون ينظرون إلى يأجوج ومأجوج في عصر جوجل إيرت والأقمار الصناعية على أنهم شعوب بدائية من البشر كثيرة العدد ما تزال محبوسة حتى الآن خلف رد من ماء موجود في مكان ما على سطح الأرض وأنهم ينتظرون نزول عيسى عليه السلام من السماء حتى يخرجوا ويشربوا مياه بحيرة طوارية والمسيح الدجال بالنسبة لهم هو شخص فقط من لحم ودم وعنده قدرات خارقة وليس فكرة رمزية أو أيديولوجيا لنظام عالمي جديد هم لا يرون فيه سوى رجل يهودي أعور سينتحل شخصية المسيح الحقيقي ثم يدعي الألوهية وعنده مهارة هائلة في الخداع وتزييف الحقائق وسيحكم الدجال الأرض أربعين يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم كما جاء في الحديث الصحيح ويفسرون هذا الجزء من الحديث تفسيرا حرفيا أي بالنسبة لليوم كسنة هو حسب رأيهم يوم كسنة فعليا أي سوف تتباطأ فيه حركة الأرض حول نفسها بحيث تتم دورتها حول نفسها خلال مدة زمنية تقدر ب365 يوما بدلا من 24 ساعة وبالنسبة لليوم الذي كشهر حسب رأيهم سوف تتم الأرض دورة واحدة حول نفسها خلال شهر من أيامنا الحالية وكذلك الحال بالنسبة لليوم الذي كجمعة أي أنهم يفسرون هذا الحديث بمعناه الظاهري وهذا هو منهجهم في بقية الأمور التي يفسرونها بمعناها الحرفي وبذلالتها اللغوية الظاهرة فقط أصحاب هذا الفريق الثالي يحترمون قدسية النص لذلك فهم تلاميذ مؤذبون في المدرسة النبوية لكنهم يكتفون بوصف روعة بحر السنة النبوية والتسكع على شاطئه دون الاجتهاد للغوص في لجته أو حتى تبليل أقدامهم بأمواجه هذا فيديو للشيخ محمد حسان يؤجل فيه إسقاط فتنتي الأحلاس والصراء اللتان وقعتا فعلا في مراحل تاريخية سابقة إلى مرحلة مستقبلية في آخر الزمان ويظهر فيه منهج المدرسة السلافية بأسرها في الدوران حول ظاهر معاني الكلمات دون الربط مع معطيات التاريخ أو الحاضر هذا فيديو لصالح الفوزان يتحدث فيه عن الفتن الأربع الكبرى في عمر الأمة التي ذكرها النبي وكالعادة يؤجل تحقق الحديث إلى المستقبل ويعتبر أن فتنة الأحلاس والصراء والدهيماء هي ثلاث فتن متعاقبة ستحدث وراء بعضها البعض في آخر الزمان ولم تحدث بعد حتى الآن حسب رأيه ويعتبر أن فتنة الدهيماء ستقود الأمة إلى فتنة الدجال مباشرة ولا يستطيع أن يرى أن هذه الفتن الأربعة الكبرى هي فتن تحدث كل واحدة منها في مرحلة من مراحل الأمة وتنقل الأمة إلى المرحلة التي تليها كما سأبين بتفصيل واضح في كتاب عمر الأمة الاتجاه أو الفريق الثالث وهم أصحاب الخيال الجامع والتأويلات الهليودية وهذا الفريق بدأ ينتشر مؤخرا مع تقدم معطيات العلم وتتابع ظهور العلامات الصغرى للساعة يزعمون أن مواضيع وشخصيات آخر الزمان فيها رمزية كبيرة وأن هذه الأحاديث مليئة بالإشارات غير المباشرة وباللغة الرمزية والشفرات التي تحتاج إلى فك وتفسير ومن أبرز هؤلاء الشيخ عمران حسين المسيح الدجال على سبيل المثال بالنسبة لعمران حسين هو النظام الأمبريالي العالمي وهو يفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن أيام حكم الدجال في الأرض على أن الدجال في اليوم الذي كسنه كانت بريطانيا العظمى هي مقر حكمه وفي اليوم الذي كشهر كانت أمريكا مقر حكمه وفي اليوم الذي كأسبوع والذي سيبدأ قريبا حسب رأيه ستكون إسرائيل هي مقر حكمه أي أن الدجال في هذه الأيام هو كناية عن نظام سياسي يحكم الأرض أو فكرة رمزية أو أيديولوجيا ثم سيتجسد في آخر الزمان كرجل من البشر ويدخل بعدنا الزمني فينتحل شخصية المسيح عيسى بن مريم لمدة 38 يوما كأيامنا الحالية وفيها ستكون فتنته العظيمة هناك اجتهاد واضح في تفسير هذه الأحاديث وإسقاطها على الواقع المعاصر وهذا ما يجعلها تبدو كأنها منطقية وتقدم إجابات تحترم العقل وتحترم النص أيضا فلا تشكك بقدسية النص النبوي وترفضه جملة وتفصيلا كما يفعل أصحاب الفريق الأول المشاغب كما أنها لا تلتزب بالمعنى الظاهري للكلمات وإن كانت منافية للمنطق والعقل وللوقائع كما يحدث مع الفريق الثاني وإنما يحاول أن يوافق بين النص المقدس وبين العقل وبين الواقع المعاصر الذي تتحدث عنه الأحاديث وكالمة السر في ذلك هو أن هذه الأحاديث مليئة بالرموز التي تتطلب من علماء آخر الزمان فك تشفيرها وهو ما يقوم به لكن في مخاطر هذا الأسلوب أن أصحاب هذا الفريق يتطرفون كثيرا بالرمزية أو يشطحون أحيانا في خيالهم في التأويلات للرموز التي تحويها الأحاديث فيحملون النص أكثر مما يحتمل كما أنهم في موضوع الدجال خاصة ينحون أكثر باتجاه أن الدجال هو فكرة رمزية أو نظام أيديولوجي وليس شخصا من لحم ودم من بين عشرات المحاضرات التي ألقاها عمران حسين عن الدجال لم أسمعه يوما يتطرق لتفسير الأحاديث المتعلقة بابن صياد التي تفصح بوضوح أن الدجال هو أيضا شخص من لحم ودم كما أنه لا توجد آلية واحدة تضبط التأويل للرموز بين أتباع هذا الاتجاه أنفسهم فعمران حسين يفسر حمار الدجال الذي يطير أسرع من الريح بأنه رمز للطائرة بينما غيره قد يفسره بشيء آخر عمران حسين يقول عن يأجوج ومأجوج أنهم قد خرجوا من زمان وهم العرق القوقازي الأبيض يأجوج هو أمريكا والمعسكر الغربي ومأجوج هي روسيا والمعسكر الشرقي فيما يفسر بسام جرار مثلا يأجوج ومأجوج بأنهم العرق الأصفر الآسيوي كثير العدد في الصين وشرق آسيا وهناك ثالث يفسر يأجوج ومأجوج بأنه عرق خليط بزعامة اليهود الخزر القوقازيين والذين انتشروا في كل بلاد العالم ويسيطرون على مراكز صنع القرار وفرضوا عولمة ثقافية واقتصادية لنظامهم المفسد في الأرض واندمجت فيه كل أعراق الأرض فالعملية إذن أشبه بتفسير الأحلام كل شخص قد يفسر الحلم بشكل مختلف فيديو للشيخ عمران حسين بعنوان الدجال والرمزية في آخر الزمان الاتجاه الرابع أما طريقة القراءة والدراسة التي يحاول العبد الفقير أن يقوم بها فهي مختلفة النعو عن ما الطريقة والمنهجية التي لا أزال أحب في بدايتها والتي أتبعها في التحليل توصلت لها بفضل الله بعد الطلاع على عشرات الكتب والمحاضرات والخطب بعد الطلاع على عشرات الكتب والمحاضرات والخطب لكل واحد من المدارس الثلاث السابقة وهي الطريقة التي أحترم فيها قدسية النص كما هو الحال مع الشيخ الأفاضل المؤذبون من الفريق الثاني وأعمل العقل فيه وأحلله وأرفض أي تأويل يناقض القرآن كما الفريق الأول وأؤمن بوجود لغة رمزية في تلك الأحاديث أو رسائل مشفرة عابرة للأجيال كما الفريق الثالث لكنني أحاول أن أفق تلك الشيفرات وفق منهجية دقيقة بعيدا عن تطرف أصحاب الفريق الثالث الذين جنحوا كثيرا في الخيال وأحيانا بالهوى فليس كل ما هو موجود في الأحاديث النبوية هو رسائل رمزية أو مشفرة الجزء الأكبر منها يجب أن يؤخذ كما هو على ظاهره وباللغة الحرفية التي صيغ بها أي أنه يشبه الآيات المحكمات في القرآن الكريم لكن هناك جزء آخر في أحاديث آخر الزمان يشبه الآيات المتشابهات أو بمعنى آخر هو مشفر أو مصاغ بلغة رمزية هنا يجب أن تدخل المعرفة الموسوعية والذكاء والبصيرة وقبل كل ذلك التوفيق من الله لتحديد ما هو صريح أو محكم وبالتالي يؤخذ بمعناه الحرفي وتحديد ما هو مشفر أو رمزي وبالتالي يحتاج إلى تأويل وأنا أحصر هذه الشفرات في مواضيع معينة تتطلب منطقيا أن تقال باللغة المشفرة ولا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصل لنا الرسالة بغير هذه الطريقة وسأخبركم لاحقا أين يجب أن تبحثوا عن الرسائل المشفرة في أحاديث النبي المتعلقة بآخر الزمان وهناك شيء آخر أعتمده في تحليلي للأحاديث النبوية وهو أني لا أنسى وأنا أتعامل مع كل كلمة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل البليغ الفد قد أوتي شيئا لم يعطى لإنسان سواه لقد أوتي جوامع الكلم ماذا تعني عبارة جوامع الكلم جوامع الكلم لا تعني فقط البلاغة والإيجاز وإنما تعني أيضا شيء أعمق من ذلك فالكلمة الواحدة من كلام النبي تجمع في ذاتها طيفا واسعا من المعاني وبعض تلك المعاني قريب من السطح أي قريب من المعنى الظاهري الأولي الذي يتبادر فورا للذهن عندما نسمع الكلمة والبعض الآخر من المعاني عميق ودقيق ولا يستطيع أن يغوص في لجته أو يتذوقه إلا ذوي إحساس لغوي المرهف أو بثيرة حادة وجميع المعاني سواء كانت الظاهرية أو العميقة صحيحة وتصب في نفس الفكرة ويكمل بعضها بعضا دون أن يكون بينها أي تناقض أو تنافر إنما بعث فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر للحديث اختصارا البيهقي وهذه هي السمة المميزة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي عدم وجود أي تنافر أو تناقض بين المعنى الظاهري والمعنى العميق الذان يجتمعان في الكلم النبوي ويكملان بعضاهم البعض وسأضرب لكم أشرات الأمثلة في الفصول اللاحقة إن شاء الله كما أنني أعتمد في تحليلي للنصوص المقدسة على النظرة البانورامية الشاملة فلا أخذ حديث أو أثر بمفرده وأبني عليه فكرة ما أو استنتاجا ما وسأشرح لكم الطريقة التي أتابعها في قراءة وتحليل أحاديث آخر الزمان وبالتفصيل في الفصول التالية من هذا الكتاب ليست الغاية أن أقدم لكم وجبة سمك تسد رمقكم ليوم واحد وإنما أن نتعلم سوية كيفية استياد الأسماك بل استياد الجواهر من بحر العلم النبوي وستتضح الطريقة تدريجيا في سياق المنشورات القادمة وأقدم تجربة الشخصية لوجه الله تعالى لكل إنسان شغوف بهذا العلم كي يكمل المشوار عسى أن يوفر عليه جهد سنوات من البحث لأنني كما سبق وشرحت لكم لا أؤمن بوجود شيء اسمه رجال دين في الإسلام وكل شخص مسؤول عن خلاصه الذاتي وليس منا إلا عالم أو متعلم والعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة عنوان الجوهرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجاهله من جاهله عن حديفة رضي الله عنه لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجاهله من جاهله إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه وعن عمر بن أخطب للأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حافظه ونسيه من نسيه عن حديفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما أخبرنا بما يكون فيه إلى قيام الساعة عقله فينا من عقله ونسيه من نسيه وعن أبي زيدن الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فخطبنا إلى الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم خطبنا إلى العصر فنزل فصلى العصر ثم صعد فخطبنا إلى المغرب وحدثنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا وعن حديفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء فإنه سيكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يعرف الرجل وجه الرجل غاب عنه هذا صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح البخاري أخرجه الحاكم في المستدرك صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك في المستدرك ووفقه الذهبي في التلخيص صحيح سنن أبي داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وصححه الأرباني صحيح وضعيف سنن أبي داود وأخرج قريبا من هذا اللفظ البخاري ومسلم وقال حديفة بن اليمن رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالفتن والملاحم وعلم آخر الزمان والله ما ترك رسول الله من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمئة فصاعدا إلا قد سماه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسم أبيه وإسم قبيلته إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصر أبدا في تبليغ الأمانة ونصح الأمة وقد أخبرنا بكل الفتن والأحداث والأشخاص وبكل ما هو كائن ويؤثر على ديننا حتى قيام الساعة ولكن إذا دققنا بكم الأحاديث المتعلقة بآخر الزمان التي وصلت إلينا وقارناها بالمدة الزمنية التي استغرقتها الدعوة النبوية طيلة ثلاثة وعشرين سنة وأيضا بالمدة الزمنية التي استغرقتها خطبة طويلة مخصصة لآخر الزمان امتدت من طلوع الشمس إلى غروبها نجد أن ما وصلنا ولا يزال مدوا في كتب الحديث الصحيح عن آخر الزمان هو النزر اليسير فقط ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون هناك أحاديث نسية أو موجودة في كتب الحديث الأخرى أو في بطون الخاصة من العلماء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حديثة بأسرار لم يخبر بها أحدا غيره وكذلك الحال مع علي بن أبي طالب فهل كشف حديثة تلك الأسرار لبعض اتقاط قبل وفاته أم أنها ماتت معه نسيان أكثر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الأحاديث التي تخص الفتن والملاحم المستقبلية فيه حكمة بالغة وذلك كي لا يفشو الحديث عنها لأنها أمور تمس المستقبل وتشير إلى فتن وبها أسماء أشخاص بأعينهم ومواجهات ومنازعات فشاء الله العليم أن يقتصر العلم بها على أفراد قلائل من الأولين والآخرين من الأولين والآخرين وليس كل ما يعلم يقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء فأما أحدهما فبثثه وأما الآخر فلو بثثه قطع هذا البلعوم هذا كان في الزمن الماضي أما الآن ونحن في ثورة المعلوماتية فإننا بحاجة لمعرفة تلك الأسرار لأننا الجيل الأخير أي الجيل المعني بقطف ثمرة تلك الأحاديث والجيل الموجه له أصلا تلك الأحاديث لقد أقبلت الفتن التي كقطع الليل المظلم ونحن الجيل الذي يتخبط في زحمة هذه الفتن كل شيء يمكن أن يزور الآن كل شيء في هذا الزمان يبدل ويغير وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفرق والآراء والمذاهب والتفسيرات وتعددت الاتجاهات ما من نعمة أعظم أن تكتشف الحقيقة ولا شيء أثمن من أن نكون حلى حق فعلا ولن نكون على حق إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا والعلماء هم ورثة الأنبياء لكن عصرنا هذا وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عصر كثير خطباؤه وقليل علماؤه معظم ما لدينا هم خطباء منابر يجيدون فقط التحكم بحبالهم الصوتية واستحضار دموع التماسيح شأنهم شأن ممثلي المسرح أصحاب السماحة والنيافة مجرد ممثلين يؤدون أو يقرؤون النص المكتوبة المعد مسبقا لهم في مكاتب المخابرات فيرققون الصوت أو يفخموه حسب الضرورات الأمنية وكلما كانت قدراتهم على التمثيل والكذب أكثر سترتفع أسهمهم في شباك دار الإفتاء نجم الإفتاء والإمام الأكبر هو ذلك السوبرستار المتعدد الأدوار والقادر على الهمس الناعم بالأثيون المخدر في مشاهد معينة أو التطبيل والزعيق بحماسة في مشاهد أخرى أما بقية الكومبارس من خطباء المنابر فهم ظاهرة صوتية فقط للتأثير على العواطف وطوبول جوفاء خالية من العلم والهدى إلا القليل القليل فماذا نفعل؟ لأن في عصر الضلالات فلن ينجينا شيء الآن إلا إذا تمسكنا بالكتاب والسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوم الكتاب والسنة هما المقياس للحكم على مصداقية أي مقال تطالع عليه وأي خطبة تسمعها وأي تعليق تقرأه وأي تحليل تقف عليه لكن ما هي الطريق المتلى لدراسة الكتاب والسنة وتحديدا ما هو الأسلوب الأفضل لقراءة وتحليل أحاديث آخر الزمان التي تزخر بها كتب السنة خصوصا قبل أن نبدأ بالقراءة والتحليل يجب أن نقدر قيمة هذه الأحاديث فما وصلنا من أحاديث آخر الزمان هو أصلا النزر اليسير لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الكم القليل كمن يتعامل مع جواهر نادرة لذلك عالجوا أنفسكم من فوبيا عدم الاقتراب من الأحاديث الضعيفة لأن قسما كبيرا منها تم الحكم عليه بالضعف بسبب مناخ الصراع السياسي بداية العصر العباسي وبعد هذه الأحاديث سيكون لها دور تكميلي عندما نتعامل معها ونفهمها وفق المنهجية المناسبة التي سأشرحها لاحقا حيث يمكن أن تضيف تفاصيل ثانوية للصورة النهائية التي ترسم ملامحها الرئيسية وخطوطها العريضة الأحاديث الصحيحة فلا تكن أرعنا أو سفيها وترفض أي حديث وترفض أي حديث يضيف رتوش صغيرة للصورة حتى لو فيه احتمال واحد في المئة أن يكون من كلام النبوة بنفس الطريقة التي لا يرفض فيها الباحثون عن الألماس التنقيب في أرض نسبة الألماس فيها واحد من مليون هل تعلم كم التراب الهائل الذي يزيلونه كي يستخرجوا ماسة صغيرة ينبغي أن تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لك كذلك أما المنهجية المناسبة للتعامل مع هذا الكنز فهي ما سأتحدث عنه في المقالات القادمة وأستطيع أن ألخصها الآن في مثلث ذو ثلاثة أضلاع وهذه الأضلاع الثلاثة هي أولا العلم أي الثقافة الموسوعية الواسعة التي ستصب في خدمة أحاديث من لا ينطق عن الهواء ثانيا منهجية القراءة والبحث الصحيحة التي تعتمد على النظر البانورامي الشاملة في جميع التراث النبوي وفهم الرسائل النبوية المشفرة العابرة للأجيال ثالثا البصيرة للتمييز بين الأجزاء المشفرة وبين الأجزاء الصريحة في الأحاديث وأيضا لفك تلك الرسائل المشفرة وسأفصل في كل ركيزة من الركائز الثلاث عنوان النظرة البانورامية الشاملة إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله كما ذكرت في نهاية المقال السابق أن هناك ثلاث شروط رئيسية يجب أن تتوفر في المسلم الذي يريد أن يرى ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أو بمعنى أصح هناك ثلاثة شروط كي تستطيع أن تفهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته التي أخبرنا بها عن آخر الزمان وهذه الشروط الثلاث هي أولا العلم والثقافة الموسوعية العامة ثانيا منهجية البحث الصحيحة التي تعتمد على النظر البانورامي الشاملة وعلى رصد الرسائل النبوية المشفرة العابرة للأجيال وفك شفرتها ثالثا البصيرة للتمييز بين العبارات الصريحة والعبارات الرمزية أو المشفرة أولا العلم والثقافة الموسوعية العامة علم آخر الزمان هو ناقيض التخصص الأساس هو العلم الشرعي طبعا ولكن يجب أن يكون عندك إضافة إليه نصيب وافر من العلوم في شتى المجالات أي خلفية معلوماتية غزيرة في شتى فروع المعرفة ولسيما اللغة العربية فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلم العربية فهي من الدين وكذلك يجب أن يكون عندك إلمام مقبول بالتاريخ والجغرافيا وعلوم الاقتصاد والسياسة وحتى العلوم التطبيقية كالفيزياء والطب والفلك والمناخ ويجب أيضا أن يكون عندك الطلاع على نبوآت آخر الزمان عند أهل الكتاب فالتخصص هو عدو علم آخر الزمان في صدر الإسلام والعصر الذهبي للحضارة الإسلامية كان علماؤنا الأفذاد ذوي ثقافة موسوعية هائلة فابن سين الذي عاش في القرن العاشر وظل كتابه القانون في الطب هو الكتاب الرئيسي في جميع كليات الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر كتب أيضا في الأدب والفلسفة وحتى الموسيقى والخوارزمي الذي وضع الخوارزميات التي تشكل أسس أنظمة تشغيل الكمبيوتر كان عالما في الرياضيات والفلك واللغة أيضا والجاحد كان عالما في الحيوان والأدب والتاريخ وغيره أما أنظمة التعليم الغربي المعتمدة اليوم في جامعاتنا العربية فهي لا تنتج إلا أجيالا من الجهلة محدودي الأفق وإن كانت أسماؤهم مسبوقة بحرف دال فهم يعلمون جانبا من العلم في مجال اختصاصهم لكنهم في أمية مخشلة فيما عدا ذلك وهناك شيء آخر خطير جدا لا ينتبه إليه معظم الناس يتعلق بأنظمة التعليم طول مرحلة الحكم الجبري وهو أحد أسباب عدم نبوغ خريجي كليات الشريعة في العالم العربي في علم آخر الزمان بل ولا حتى في الدعوة الإسلامية هي أن النوابغ والأذكياء في المرحلة الثانوية يتوجهون عادة إلى كليات الطب والهندسة ولا يتبقى للكليات والمعاهد الشرعية إلا ذوي معدلات النجاح المتدنية فضلا عن طريقة التلقين المقدسة في جميع الكليات الشرعية الحكومية ومحاربة من يحاول أن يخرج عن السرب وهذه السياسة التعليمية الخبيثة إن صح تسميتها تعليمية هي متعمدة وعن سابق إصرار ومتفق عليها في كل البلدان العربية التي نادرا ما تتفق على شيء إلا إذا كان ضد الإسلام العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإن أعطيت العلم بعضك لم يعطيك شيئا لذلك إذا أردت أن تقترب من فهم مدينة العلم النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تقرأ لكن متوسط ما يقرأه الفرض العربي شهريا لا يتجاوز بضع دقائق فمعظمنا يريد الحقيقة المطلقة في كابسولة وطريقة تفكيرنا وتحليلنا للأمور أيضا تأثرت بالنظام الأمريكي لأسئلة الامتحانات ذات الخيارات المتعددة والمعتمد في معظم جامعاتنا فأصبحنا نبحث عن الحكمة من خلال أربع إجابات وكأننا في برنامج من سيربح المليون لذلك ليس غريبا أننا لا نفهم نبينا في آخر الزمان عليك أن تقرأ لكن بنفس الوقت عليك أن تعرف كيف تقرأ أي عليك أن تعرف المنهجية الصحيحة في ذراسة أحاديث آخر الزمان ثانيا منهجية البحث الصحيحة كما سبق وأخبرتكم في المقال الثاني أن هناك ثلاثة اتجاهات أو ثلاث فرق في مقاربة أحاديث آخر الزمان ولكل اتهاج ولكل اتجاه محاسنه ومساوئه أما المنهجية الرابعة والصحيحة برأيي أنا العبد الفقير فهي ما تحاول أن تجمع بين محاسن كل طريقة وتتجاوز كل مساوئها وتضيف بصمتها الخاصة وتضيف بصمتها الخاصة اعمل العقل والتحليل في الأحاديث وارفض أي تأويل يخالف القرآن كما يفعل الفريق الأول احترم قدسية النص وتعامل معه كمن يتعامل مع جوهرة نادرة كما يفعل الفريق الثاني توقع وجود لغة رمزية في الأحاديث تحتاج إلى تأويل كما يفعل الفريق الثالث يجب أن تضع المبادئ الصابقة في الحسبان قبل أن تبدأ بآلية التنفيذ وآلية التنفيذ بدورها تتكون من أو تعتمد على أمرين اثنين الأمر الأول هو النظرة البانورامية الشاملة الأمر الثاني هو رصد وتمييز الرسائل المشفرة العابرة للأجيال لكن تعون الآن نتحدث عن الأمر الأول في المنهجية الصحيحة لدراسة أحاديث آخر الزمان وهو النظرة البانورامية الشاملة أحاديث آخر الزمان هي كقطع الفوسيفساء كل حديث في موضوع معين كموضوع المهدي أو الرايات السود أو الروم مثلا كل حديث يرسم جزءا من الصورة رتب الأجزاء مع بعضها بطريقة منطقية كي ترتسم لديك الصورة الكاملة لا تأخذ أي حديث نبوي بشكل منعزل وتستنبط منه معلومة ما أو حكما عقليا وإنما يجب أن تجمع كل البيانات المتعلقة بموضوع البحث من القرآن والأحاديث والآثار ثم تحاول أن تجد الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي يربط فيما بينها جميعا دون أن يكون هناك تنافر أو تناقض في المعنى مستفيدا من ثقافتك الموسوعية في عملية الربط إذا أردت أن تبحث في موضوع معين فعليك أن تبدأ بحثك من القرآن أولا وعليك أن تبحث في كل القرآن فمن الخطأ أن تأخذ آية واحدة تتحدث عن موضوع معين وتبني عليها لوحدها حكما أو استنتاجا عقليا حاول أن تجمع جميع الآيات القرآنية ذات الصلة والمتعلقة بموضوع البحث وضعها جميعها على الطاولة ثم حاول أن تدمجها مع بعضها أو ترتبها بشكل متجانس ومتناسق حتى تجد نظام المعنى الذي يربط جميع الآيات مع بعضها دون أن يكون هناك أي تناقض أو تضارب في المعنى البرمجيات المزودة بمحركات البحث سهلت المهمة على الباحثين كثيرا هذه بالنسبة للقرآن الكريم وهو الكتاب الذي تعهد الله بحفظه من التحريف وفيه نوعين من الآيات آيات محكمات أي صريحة وواضحة وأخر متشابهات وهذه تحتاج لتأويل ولا يعلم تأويلها إلا الراسخون في العلم لذلك ستحتاج للبصيرة في هذه المرحلة وأيضا الاستعانة بأهل الذكر وسنتحدث لاحقا في المقال السادس من هذه السلسلة عن الكيفية التي يمكن فيها أن يكون قلبك جديرا بتلقي نور البصيرة وكيف تقوي إبرة بوصلتك الداخلية فالفرص متاحة للجميع ولا كهنوت في الإسلام عند أهل السنة ولكن هناك جهد يجب أن يبدل وثمن يجب أن يدفع كي يشرق في قلبك نور البصيرة لترى ما لا يراه الآخرون فالبصيرة لا تكتسب بالتعلم وإنما بالمجاهدة وكما قال الإمام الغزالي جاهد تشاهد بعد ذلك انتقل للأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع بحثك ولكن يجب أن تتذكر أن الأحاديث ليست جميعها على نفس درجة القوة فهناك أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وهذا التصنيف لا علاقة له غالبا بمثل الحديث أو مضمونه وإنما فقط يتعلق بالسند فأحيانا يكون المضمون صحيح أي المثل صحيح ويصدقه الواقع لكن علماء الحديث بسبب منهجهم الصارم تعف الحديث بسبب السند أي بسبب وجود ضعف في سلسلة الرواه الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة أم منقطعة جميعهم ثقات عدول أم فيهم واحد عرف عنه النسيان أو دون ذلك إلى آخره لكن في جميع الحالات إذا وجدت فرضا حديثا يناقض صريح القرآن ويخالف نظام المعنى الذي تكون لديك من الآيات القرآنية فلا تأخذ به حتى لو كان موجودا في صحيحي البخاري ومسلم الذين روعي فيهما أشد معايير الصرامة العلمية والضبط فالقرآن هو الحكم على الحديث وليس العكس في منهجية النظرة البانورامية الشاملة نحن عادة لا نهمل أي حديث أو أثر طالما كان منسجما مع نظام المعنى لأن ما وصلنا هو أصلا لا يمثل إلا النظر اليسير مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فعليا لذلك نتعامل مع أي أثر وكأننا نتعامل مع جواهر نادرة لذا أي حديث له علاقة بموضوع بحثك حتى لو كان من الأحاديث الضعيفة الضعيف وليس الموضوع ربما يكون له محل من الإعراب وقد يضيف رتوش أو تفاصيل صغيرة للصورة الكبيرة التي رسمت ملامحها الرئيسية الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة إذن هناك حبل منطقي يجب أن يتشكل في البداية من القرآن أو صحيح السنة ثم تأتي بقية الأحاديث التي لا تتناقض مع هذا الحبل المنطقي الذي تشكل سابقا لتوضيف تفاصيل صغيرة للموضوع وفي المقالة السابعة من هذه السلسلة سنضرب أنثلة على ذلك وسنقوم بإجراء تطبيق عملي بعد ذلك انتقل رصد وتمييز الرسائل المشفرة العابرة للأجيال كي تكتمل معها كل تفاصيل الصورة ولكن وبما أنني تطرقت لموضوع الرسائل النبوي المشفرة لابد أنكم تتساءلون لماذا لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأمور المتعلقة بآخر الزمان بطريقة صريحة واستخدم بدلا عنها الترميز والتشفير وما هي المواضع التي نشق باحتوائها على رسائل مشفرة وأين يجب أن تتم عمليات التنقيب لكشف تلك الرسائل ترجمة نانسي قنقر عنوان الرسائل النبوية المشفرة العابرة للأجيال تحدثنا في المقال السابق عن الشروط الثلاثة التي يجب أن يتمتع بها كل من يريد أن يفهم النبي في آخر الزمان وهي العلم والثقافة الموسوعية ولا سيما في علوم الحديث واللغة العربية والتاريخ وباقي العلوم منهجية صحيحة في البحث تعتمد على أمرين نظرة طانورامية شاملة في جميع النصوص المقدسة ورصد الرسائل المشفرة في الأحاديث وفك شفرتها البصيرة للتمييز بين العبارات الصريحة التي تأخذ بمعناها الحرفي والعبارات المنطوقة بلغة رمزية أو مشفرة وقلنا إن أحاديث آخر الزمان هي كقطع الفسيفساء كل حديث في موضوع معين يرسم جزءا من الصورة رتب أجزاء الصور مع بعضها بطريقة منطقية مستفيدا من ثقافتك الموسوعية كي ترتسم لديك الصورة الكاملة ولا تهمل أي حديث أو أي أثر طالما كان منسجما مع نظام المعنى أو الحبل المنطقي الذي يربط قطع الصورة فما وصلنا هو أصلا لا يمثل إلا النزر اليسير مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فعليا لذلك تعامل مع أي أثر وكأنك تتعامل مع جوهرة نادرة الحبل المنطقي يجب أن يتشكل في البداية من آيات القرآن الكريم أو صحيح السنة ثم تأتي بقية الأحاديث التي لا تتناقض مع هذا الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي تشكل سابقا لتضيف تفاصيل صغيرة أو رتوش للموضوع بعد ذلك انتقل لرصد وتمييز الرسائل المشفرة العابرة للأجيال وفك شفرتها كي تكتمل معك كل تفاصيل الصورة وهنا يجب أن نتساءل لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأمور المتعلقة بآخر الزمان بطريقة صريحة واستخدم الترميز والتشفير وما هي المواضع التي نشك باحتوائها على رسائل مشفرة وأين يجب أن تتم عملية التنقيب لكشف تلك الرسائل في البداية يجب أن نميز ونفرق بين ثلاثة أمور أو ثلاثة مصطلحات اللغة الرمزية جوامع الكلم والرسائل المشفرة اللغة الرمزية التي قد يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في أحاديث آخر الزمان وغيرها من الأحاديث جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بصمته البلاغية المستمرة في أحاديث آخر الزمان وغيرها من الأحاديث الرسائل المشفرة العابرة للأجيال التي تخص فقط أحاديث آخر الزمان إذن هناك ثلاثة أمور ينبغي أن لا نخلط فيما بينها وهي اللغة الرمزية وجوامع الكلم والرسائل المشفرة العابرة للأجيال اللغة الرمزية هي أسلوب بياني بليغ يوصل الفكرة بطريقة أعمق وأسهل ويعتمد التشبيه وضرب الأمثلة بدل اللغة الحرفية الصريحة وهذا شيء معظم الناس تستطيع أن تميزه بسهولة والرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب أحيانا وعند الضرورة في جميع أحاديثه ومن بينها تلك المتعلقة بآخر الزمان مثال على ذلك العبارة التي وصف فيها الفتنة الأولى الكبرى أو فتنة الأحلاس حيث شباهها بأنها تموج كموج البحر وهذا التشبيه بموج البحر يكشف بعضا من خصائصها فهو كناية عن أنها تدوم طويلا ومستمرة وذات جولات فكلما وصلت موجة إلى الشاطئ تابعتها موجة أخرى مثال آخر عن استخدام اللغة الرمزية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشبيهه للحاكم الديكتاتور في مرحلة الحكم الجبري بأنه رجل كورك على ضلع كناية على عدم أهليته للحكم وأن حكمه لا يستقيم وأنه مثبت فوق كرسيه بسبب عمالته للنظام الجبري العالمي فعظم الوركي الثقيل لا يمكن أن يستقر على عظم الضلع الدقيق إلا إذا كانت هناك أيدي خارجية تسنده في مكانه لكن هناك شيء آخر في اللغة النبوية وهو أن الرسول العربي عليه الصلاة والسلام أوتي شيئا لم يعطن إنسان غيره قط لقد أوتي جوامع الكلم وقد شرحت لكم في المقال السابق ماذا تعني عبارة جوامع الكلم فالكلمة الواحدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحمل طيفا واسعا من المعاني بعضها قريب من السطح أي قريب من المعنى الظاهري الأولي الذي يتبادر فورا للذهم عندما نسمع الكلمة وبعضها الآخر عميق ولا يستطيع أن يتذوقه إلا ذوي الإحساس لغوي مرهف أو بصيرة حادة وجميع المعاني سواء كانت الظاهرية أو العميقة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا بل على العكس تدعم بعضها بعضا وهذا ما يميز كلمات النبي عليه الصلاة والسلام تظهر هذه الخاصية بوضوح في التسميات التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على المراحل والفتن على سبيل المثال فكلمة الملك العاض أو العضود فيها طيف كبير من المعاني أعمق بكثير من مجرد العض على الحكم بالنواجز والأسنان والتي تشير إلى شدة تمسك الملوك بالحكم واللسوق به وهذا ما كانت عليه حالة الملك في المرحلة الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية فكل أسرة حاكمة كانت ملتسقة بالحكم حريصة على بقائه في أسرتها لكن كلمة عاض أو عضود تفيد أيضا أن هذه المرحلة ستدوم طويلا وبالفعل لقد استمرت مرحلة الملك العاض بحقابها الأربعة ألف ومائتين وخمسة وخمسين سنة وهناك غير ذلك من المعاني الأعمق والتي سأشرحها في فصل الملك العاض من كتاب عمر الأمة بعد النبوة في أربع مراحل وأربع فتن في أربع مراحل وأربع فتن وكذلك الحال في كلمة الملك الجبري وقد شرحت لكم تلك المعاني التي تدل على خصائص هذه المرحلة الجبرية والتي وثقني الله لكشفها في هذه العبارة وقد تجاوزت العشرة معاني والتي تغوص أعمق بكثير من المعنى الظاهري للكلمة بأنه حكم يقوم على الجبر والإكراه وانعدام حرية الاختيار ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه حكام هذه المرحلة بالجبابرة والطواغيت في فتنة الدهيماء على سبيل المثال شرحت لكم في المنشورات والمقالات السابقة حتى الآن أربعة معاني فقط من أصل سبعة توصلت لهم بتوفيق الله لهذا الإسم البليغ الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلام الذي أوتي جوامع الكلم على الفتنة الثالثة الكبرى وسأتوسع أكثر في شرح المعاني التي يجمعها هذا الإسم في كتاب عمر الأمة بعد النبوة في أربع مراحل وأربع فتن الدهيماء من الدهب فهذه الفتنة ليست كسابقتيها الأحلاس والصراء التي رأينا أن لهم إرهاصات سبقت اندلاع كل منهما بينما فتنة الدهيماء فهي مختلفة إنها تدهم بغته دون سابق إنذار لقد دهمت هذه الفتنة المجتمعات العربية دهما في عام 2011 والتي كانت لاهية في سرائها وتعيش عيشا رتيبا كرتابة المسلسلات التركية الطويلة فحدثت فجأة ثورات شعبية كبيرة أطاحت في سنة واحدة بأربعة حكام من مرحلة الحكم الجبري الدهيماء كذلك هي تصغير دهماء وهم عامة الناس فهي فتنة عامة لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا وتلطمه لطمة وآذاها سيصيب الجميع والدهماء هم الشعوب وهم أقود الثورات الشعبية الدهيماء أي المظلمة والسوداء فالناس كأنها تتخبط في الظلام الرؤية ضبابية والمستقبل غامض مظلم والمرء يصبح مؤبنا ويبسي كافرا وأيضا صفة مظلمة تأخذ بمعناها الحرفي حيث سيسود الظلام كوكب الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة في سياق فتنة الدهيماء وهذا هو رأيه الشخصي وستحدث العلامة الأولى الكبرى للساعة أي الدخان المبين الذي سيحجب نور الشمس والقمر لأربعين يوم وليلة كما جاء في الأثر الصحيح المنقول عن سيدنا حذيفة والدهيماء هي أيضا من الدهيم وهواس مناقة صارت مضرب مثل للدهاء عند العرب فالدهاء والمكر والمؤامرات ستكون صفة ملازمة في سن فتنة الدهيماء السوداء وهناك معاني أخرى كلها مستنبطة فقط من الإسم العبقري الذي أطلقه عليها أعظم رجل في العالم والذي لتفهمه أمته المصابة بعقدة الخواقه بل ولم تعد تفهم لغته لكن بالإضافة للغة الرمزية والبصمة البلاغية للرسول الذي أوتي جوامع الكلم هناك شيء خاص بأحاديث آخر الزمان فقط وهذا الشيء هو الرسائل المشفرة العابرة للأجيال الأحاديث المتعلقة بآخر الزمان أي زماننا هذا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة وكان عليه أن يستخدم اللغة والمصطلحات التي يفهمها الصحابة في زمنه لأنهم الوسيلة التي ستنتقل عبرهم هذه الأحاديث إلى بقية الأجيال لكن الجيل المقصود بتلك الأحاديث والمعنية بقطف ثمرتها هو جيل متأخر جيل آخر مختلف ثقافيا ولغويا وسيأتي بعد 1400 سنة أو أكثر وفي زمن آخر تغيرت فيه وسائل النقل والاتصالات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تصوير فيديو بالصوت والصورة كي يسجل لنا الرسول التعليمات الخاصة بزمننا باللغة الركيكة التي نفهمها الآن ولأن تلك الأحاديث ستتحدث عن زمننا فلابد أن تكون المعلومات المقدمة فيها أحيانا بلغة مشفرة وفي أحيان أخرى بلغة واضحة وصريحة لكنني أحصر تلك الشفرات في أمور تتطلب منطقيا أن يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام في رسالة مشفرة ولا يستطيع أن يوصل الرسالة بلغة صريحة مباشرة وهذه الأمور الثلاث هي الإشارات المتعلقة بالتقدم التكنولوجي والمستقبلي والمخترعات الجديدة التي لم تكن موجودة في عصره الإشارات المتعلقة بالتكتيكات العسكرية والخطط الاستراتيجية التي يجب أن تكون سرية ولا يعرفها إلا المعنيون بها مباشرة أسماء الشخصيات الرئيسية في فتن وملاحم آخر الزمان الرسائل المشفرة هي رموز معناها الباطني ليس بعيدا عن المعنى الحرفي والظاهري فلا مجال للشطاحات الواسعة في الخيال كما يفعل الفريق الثالث وقد تكون هذه الشفرات أحيانا صحيحة سواء أخذناها بمعناها الحرفي أو الرمزي كالرسالة المشفرة الموجودة في عبارة تلد الأمة ربتها فهذه العبارة التي تتحدث عن إحدى علامات الساعة الصغرى وهي صحيحة في كل المستويات الحرفي والرمزي وسنشرحها جميعها بالتفصيل لاحقا إن شاء الله الرسائل المشفرة المتعلقة بالتقدم التكنولوجي المستقبلي والمخترعات الجديدة التي لم تكن موجودة في عصره من السهل جدا أن نعرف الحكمة من هذا التشفير في هذا الموضع عبارة البراذين الشهب المحدوفة التي وردت في أحد الآثار في كتاب الفتن مثلا وفي المرويات الشيعية كذلك هي كناية عن المركبات العسكرية السريعة كالشهب مثل الدبابات والمدرعات كما جاءت الإشارة إلى المركبات المدنية السريعة من سيارات فارهة ووسائل النقل السريعة في بعض الأحاديث على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات وفي رواية عند الحاكم سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم فقلت لأبي وما المياثر قال سروجا عظاما وكلمة مياثر أو سروج عظيمة أو سروج كأشباه الرحال لا تؤخذ هنا بمعناها الحرفي لأنها إشارة إلى السيارات الحديثة وعلى سبيل المثال أيضا ما جاء في هذا الأثر عن كعب الأحبار حيث قال يأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح يزينون الحديث بالكذب تزيين الذهب بالجوهر الألواح التي تروج الأحاديث الكاذبة هنا هي كناية عن الشاشات وما تبثه من كاذب تحرص على تزيينه للجمهور المتلقي وعبارة ينادي مناد من السماء يسمعه أهل الأرض التي ترد في عدة أحاديث تتعلق ببيعة المهدي تشير أيضا إلى الإعلام الفضائي وليس مناد من الملائكة الرسائل المشفرة المتعلقة بالتكتيكات العسكرية والخطط الاستراتيجية كما تعلمون أن السمة الرئيسية لأحداث آخر الزمان هي الملاحم والفتن وفي آخر الزمان سنشهد المعركة الأخيرة في الصراع الأزلي بين الحق والباطل وستكون هناك حروب كبيرة جدا والمسلمون هم الفسطات الأول فيها وسيكون هناك فسطات آخر يضم الأعداء المتربصين والذين يحاولون أن يكشفوا خطط المسلمين ولا سيما في الأحداث المفصلية لذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم توجيهات استراتيجية وتكتيكات عسكرية بطريقة رمزية يصعب على الأعداء فهمها لكنه بنفس الوقت يرفقها بعلامات يقدمها بلغة صريحة وحرفية يستطيع أن يفهم المعنيون بهذا الموقف أنهم هم من يقصدهم الرسول بشكل مباشر بالحديث وقد سابق وضربت لكم أمثلة كثيرة على ذلك وسأضرب لكم المزيد لاحقا فعبارة بطن الأرض خير لكم من ظهرها التي وردت في سياق حديث يخص معركة مصيرية حول دمشق بين الرايات السود والرايات الصفر والتي سبق وشرحتها على أنها كناية لحفر الأنفاق والملاجئ تحت الأرض واتخاذ الأرض كدروع إذا التقت الرايات السود والصفر في سرة الشام دمشق فبطن الأرض خير من ظهرها فالعدو سيكون متفوق في سلاح الجو وسوف يستخدم أسلحة الضمار الشامل في تلك المعركة المحددة وقد قلت ذلك منذ عدة سنوات وقبل أن يوجه بشار أسد أول ضربة بالأسلحة الكيموية ضد أهل غوطة دمشق الأمر الثالث والأخير المتعلق بالرسائل المشفرة هو ذلك الذي يخص أسماء الشخصيات الرئيسية في أحداث آخر الزمان إياكم أن تظنوا للحظة واحدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيعطي الإسم الحقيقي للمهدي مثلا كي يشيع بين الناس وأجهزة المخابرات والأعداء في الخارج والداخل أو كي يسمي بعض الآباء مواليدهم الجدد بهذا الإسم الأسماء دائما 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 هي شفرة وليست الأسماء الحقيقية حتى إسم الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور بالإنجيل وهو أهم رجل على وجه الأرض خاتم الأنبياء الذي ستكون رسالته موجهة لكل إنسان من كل لسان فيه كل زمان ومن كل مكان وفي كل مكان وحتى آخر الزمان رسالة عظيمة بهذا الحجم لم يأتي إسم الرسول الذي سيبلغها كالإسم الذي سماه به جده عبد المطلب إسم الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنجيل الغير محرف ليس محمدا بل أحمد طبعا كل الإسمين يعنيان نفس الشيء ولكن المقصود أن الأسماء التي تعطى بالنبوآت لم يحدث ولو لمرة واحدة أن كان الإسم هو الإسم الحقيقي الذي يطلق على الشخص عند ولادته إنما إسم الرمزي أو صفة لهذا الشخص أو شفرة وهذا ينطبق على جميع الشخصيات الأخرى في آخر الزمان كالمهدي والسفياني ودي السويقتين وصالح ابن شعيب واليماني والأبقع وكمثال على ذلك أيضا اسم الحارث ابن حرات الذي جاء في حديث مرفوع ضعيف لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه سيقيم القاعدة التي سيبني عليها المهدي دولة الخلافة ويوطد لآل محمد صلى الله عليه وسلم وقد تكون فيه إشارة للشيخ أسامة بن لادن والله أعلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث ابن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته أو قال إجابته منطقة وراء النهر هي المنطقة التي تطلق على أفغانستان الحارث هو من أسماء الأسد وكذلك أسامة من أسماء الأسد الحراث هو ما يستخدم لحراثة الأرض ويسمى بلغة الحضارمة لادن وعائلة بن لادن هي أصلا من حضر موت طبعا هذا مجرد مثال لإيضاح الفكرة وليس رأيا نهائي أو إسقاطا نهائي مثال آخر من الإنجيل هذه المرة رقم أو رمز الدجال كما ورد في سفر الرؤية 666 وقد يدل هذا الرقم والله أعلم على قيمة اسمه في حساب الجمل لكن لماذا لا يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام الأسماء بطريقة صريحة وخاصة أن آخر الزمان هو زمن الفتن الذي تكون فيه الرؤية ضبابية وغير واضحة حسنا لهذا السبب بالذات أي بسبب أننا في زمن فتن الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم الرسائل المشفرة الفتنة بكل بساطة هي امتحان هي اختبار لتمحيص الناس وكما أن الامتحان هو وسيلة لتمييز الكسول من المجتهد فإن الفتنة هي امتحان للإيمان لتمييز الخبيث من الطيب المنافق من الصادق فإذا عرفت جميع الأسئلة والأجوبة قبل أن تدخل قاعة الامتحان فهذا لا يسمى امتحانا هذا يسمى غشا لأنك يجب أن تتوصل إلى الحلول وإلى الجواب الصحيح وأنت داخل الامتحان وليس خارجه لكنك يجب أن تكون دائما على استعداد لهذا الامتحان قبل مجيئه ومحضرا له بشكل جيد لأن امتحان الفتن في آخر الزمان يأتي بغته ودون سابق انذار خبيرنا الاستراتيجي في تلك الفتن سيدي وحبيبي حذيف بن اليمان رضي الله عنه يقول هذه فتن قد أظلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك إلا من كان يعرفها قبل ذلك رسولنا الرحيم يعرفنا قبل ذلك بصفات تشرح خصائص صاحب الاسم ويقدم لنا علامات للفتنة لكن كل ما يقدمه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا ليس هو الجواب النهائي على الأسئلة التي ستطرح في الامتحان إنه مجرد وسائل مساعدة أو آلية أو طريقة مختلفة للتفكير أو منهجية للدراسة تسهل علينا الوصول للجواب الصحيح أو الاسم الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته لم يأته وحي صريح بالاسم الذي سيخرج به الدجال وبشخصيته كل ما أوحي له هو علامات كثير منها محاط بالرمزية وكذلك الحال بالنسبة للمهدي فهو لم ولن يخبركم صراحة باسم المهدي ولا أسماء أعدائه ولا أسماء أنصاره ولا الذين يمهدون لقدومه لأنك أنت من يجب أن يعرف الجواب وأنت يجب أن تختار أين تريد أن تكون وأين تحب أن تكون هذا هو امتحانك أنت بل إسرائيل كانوا ينتظرون على أحر من الجمر المسيح المخلص الذي سيقيم الهيكل ويعيدهم إلى الأرض المقدسة ويحكموا من خلاله العالم لو صدقوه وآمنوا به طبعاً فجاءهم المسيح عيسى بن مريم العذراء عليهم السلام فرفضوه لأنه لا يمكن أن يولد طفل بدون أب فقالوا أنه ابن زنا قاتلهم الله أن يؤفكون فماذا فعل اليهود لقد حكموا العقل لقد اتبعوا المنطق العلمي البيولوجي وزاد مكرهم رغم ما أيد الله به نبيه من معجزات تتحدى المنطق البيولوجي وتثبت صدق رسوله خاصة أن مصالح الكاهنة اليهود تضرنت بالتشريعات الجديدة التي جاء بها عيسى عليه السلام ولم تكن على هواهم لقد استشعروا خطورة هذا الرجل على مصالحهم ومكروا فشوهوا صورته وأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه كانوا يحون لشعب إسرائيل أنهم يتبعون منهجية علمية ودينية صحيحة لأن الذي يموت على الصليب لا يمكن أن يكون صالحاً فضلاً أن يكون هو المسيح مستندين لما ورد حرفياً بنصوص في كتابهم المقدس وسنة أنبيائهم السابقين كان اليهود إذن يظنون أنهم يطبقون الكتاب والسنة لكنهم استخدموا الدين من أجل الدنيا جاءهم الحق فرفضوه فأضلهم الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأنتم تعرفون البقية وتعرفون أيضاً القانون الإلهي الذي يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل ما ابتلي به اليهود من اختبارات وما أصابهم من امتحانات تمتحن صدقهم مع الله ستبتلى بها أمته أيضاً فإذا كنت تظن أن المهدي مثلاً هو فارس وسيم يشبه براد بيت وسيأتي على حصان أبيض فأنصحك بالاستمرار بمتابعة أفلام هوليوود لأن المهدي عندما سيظهر ستقول كل وسائل الإعلام في العالم أجمع أنه إرهابي، مجنون، همجي، متخلف، غير حضاري ومتوحش، متطرف، ضال ومضل إلى آخره ستكتب الصحف قصصاً عن تطرفه المقيت وستبث وسائل الإعلام برامجاً وتحقيقات وستجلب شهود ظهور كي يتحدثوا عن إرهابه ستوضع سيناريوهات كثيرة ستجعلك تكرهه بالتأكيد وربما تكون في الجيش الذي سيحاربه وأقول لك من الآن أن هذه السيناريوهات جاهزة ومحضرة وإذا كنت تظن أيضاً أن أعظم فتنة في الأرض إلى قياب الساعة سيكون بطلها رجل قبيح أعور فيفتاتن به الرجال والنساء ويعبدونه على أنه الله أنصحك أن تحجز غرفة في مشفى للأمراض العقلية وابق بها حتى تموت لكن كيف نعرف الحقيقة وكيف نميز بين الصريح والمشفر في الأحاديث النبوية حسناً هذا ليس صعباً فأنت مزود بما يلزمك كي تجتاز هذا الامتحان لكنك ستحتاج إلى شيء ينير لك الطريق ستحتاج هنا لنفس الجهاز الكاشف الذي سبق لك واستخدمته في رحلتك الأولى من العدم إلى الوجود ستحتاج نفس البوصلة التي هدتك الطريق في ذلك الحين من الدهر الذي لم تكن فيه شيئاً مذكوراً ستحتاج نفس جهاز الإرشاد الفطري المغروس فيك عندما كنت مجرد نطفة صماء عمياء تلهث في سباق الحياة ستحتاج البصيرة عنوان البصيرة ذكرت في المنشور السابق أنه هناك رسائل نبوية مشفرة عابرة للأجيال في أحاديث آخر الزمان وأن تلك الشيفرات برأي محصورة في الأمور التي تتطلب منطقياً من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوجهها للجيل الأخير في رسالة مشفرة ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل الرسالة بلغة صريحة قاطعة ومن بين تلك الرسائل المشفرة الإشارات المتعلقة بالتكتيكات العسكرية في معارك آخر الزمان والخطط الاستراتيجية التي يجب أن تكون سرية ولا يعرفها إلا المعنيون بها مباشرة وأسماء الشخصيات الرئيسية في فيتن وملاحم آخر الزمان فوجود الأعداء المتربصين والذين يحاولون أن يكشفوا خطط المسلمين ولا سيما في الأحداث المفصلية هو أحد الأسباب الكثيرة التي جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل توجيهاته الإستراتيجية وتكتيكاته العسكرية بطريقة رمزية يصعب على الأعداء فهمها ولكن هل حقاً لا تستطيع تكنولوجيا الأعداء اليوم اختراق هذه الرسائل وتحليلها ألا تستطيع مراكز البحوت التابعة لهم أن تفك هذه الشفلات المصاغة بلغة عربية مبينة والمتاحة للجميع في كتب الحديث منذ عصور فتعرف مضمونها وتستبق الأحداث وتفصد خطط المسلمين ألا يستطيعون اتباع نفسي منهجية النظرة البانورامية الشاملة التي ذكرتها هنا في تحليل تلك الأحاديث وقد في ثمرتها مثلنا وفهم النبي في آخر الزمان الجواب هو لا لا يستطيعون لأن هذه الشفلات محمية بكود سري أو بكلمة مرور وكلمة المرور تلك لا يمكن أن يمتلكها إلا من يشاء الله له من المؤمنين حصراً هي شيء خاص بالمؤمنين فقط ولن يستطيع أن يفك الرسائل النبوية المشفرة غير المؤمنين بالله حتى لو قرأوها آلاف المرات وكلمة السر هي البصيرة لكن ماذا نعني بالبصيرة؟ البصيرة هي علم باطن لا يكتسب بالتعلم كبقية العلوم الظاهرة فلا يمكن لك أن تتحصل عليه بالدراسة ولا يمكنك الاستحواذ عليه عن طريق الحواس أو عن طريق القراءة أو أن يخبرك إياه أحد أو أن تقرأه في كتاب أو تستمع إليه في محاضرة ولا يمكنك أيضا استنتاج هذا العلم الباطن عن طريق الاستدلال العقلي أو التحليل حتى لو فاق مقياس ذكائك أينشتاين لأن البصيرة هي علم إشراقي أي هي إشعاع يشرق من القلب أو هي نور يقذفه الله في القلب وثمنها تقوى الله عز وجل وطاعته الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور من الله فإن آمنتم بالله حقا وأطعمتموه وتحببتم إليه قدف في قلوبكم نورا ترون به ما لا يرى الآخرون يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته هل تعرف ماذا يعني أن يكون الله عز وجل هو بصرك الذي تبصر به وسمعك الذي تسمع به البصيرة إذن لا تنتقل عن طريق التعلم ولا تنتقل كذلك عن طريق الوراثة أو النسب أو بالنسب والإمام علي انكرم الله وجهه حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس يا آل بيته فقال الإمام علي انكرم الله وجهه لا ما خصنا بشيء والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه يقول الشيخ النابلسي البصيرة هي أن تبني علاقة متينة مع الله تجعلك تفهم كتاب الله وقوانينه التي تسير الكون وتطلع على بواطن الأمور وترى الخلفيات وتقرأ ما بين السطور وتعرف المدلولات والقصد البعيد البصيرة هي أن تضع الأمر في موضعه أن تضعه في حجمه ودون زيادة أو نقصان وفي أوانه دون تعجيل أو تأخير عندما يمنحك الله البصيرة سيسمعك الله عز وجل ما لا يسمع الآخرين ويريك ما لا يري الآخرين عندئذ تستطيع أن ترى الأشياء في صورتها الحقيقية وليس كما تبدو ظاهريا سترى الوجوه خلف الأقنعة ومساحيق التجميل وتنفذ إلى الجوهر وستعرف لماذا خرق الخضر السفينة التي كانت لمساكين يعملون في البحر وستقرأ كافارا على جبهة المسيح الدجال سواء كنت متعلما أو أميا كاتبا كنت أو غير كاتب لكن ما هي الشروط التي ينبغي للمؤمن أن يستوفيها كي يمن الله عليه بنور البصيرة الشرط الأول لتلقي هذا النور هو ما يقوله هذا الأثر من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم هذا العلم الباطن الخفي هو ثمرة من ثمرات العبودية لله عز وجل وهو جزاء الصدق مع الله فإذا عملت بما علمت عن دين الله وإذا طبقت كل ما عرفته هناك شيء ثمين جدا سيتوارد إليك وهذا الشيء هو العلم الباطن أو البصيرة فإذا علمت أن الصلاة مثلا هي عماد الدين وأن الكذب والنميمة والغيبة والحسد هي أخلاق وسلوكيات محرمة تغضب الله وتحجبك عنه وأن المال الذي يأتي عن طريق الربا هو مال حرام وأن الصدقات وخدمة الناس وقيام الليل والنوافل تقربك إلى الله أكثر إذا علمت بكل ما علمت إذا عملت بكل ما علمت عندئذ سيعلمك الله علم ما لم تعلم ثانيا الشرط الثاني هو القلب الطاهر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالبصيرة لا تشرق إلا في القلوب الطاهرة وهذا العلم الباطن لا يمسه إلا المطهرون جاء في الحديث القدسي قوله تعالى عبدي طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة ومنظر الله عز وجل هو القلب فقلب فيه غل فيه حقد فيه حسد فيه كبر فيه استعلاء هذا القلب لن يقدف الله به نورا أبدا لن يتجلى عليه أبدا لن يتحف صاحبه بمعرفة إشراقية أبدا طهر قلبك ليكون بيتا رب طهر قلبك ليكون أهلا أن يقدف الله به نورا الشرط الثالث البدن الزكي أي أن يكون جسدك قد غدي بالحلال وما أكل مالا حراما قد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقدف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به فمن كان مأكله من حرام وملبسه من حرام فأنا يستجاب له مهما دع الله سيكون هناك حجاب بينه وبين الله ونن يستجاب له ولن يقدف الله في قلبه نور البصيرة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له الشرط الرابع مجاهدة النفس والهوى الإمام الغزالي يقول شاهد تشاهد المجاهدة هي غض بصر وضبط لسان وضبط جوارح هل تريد علما يكون في قلبك نورا؟ هل تريد علما هاديا وكاشفا؟ تشعر معه أنك أسعد الناس وقد تكون أقل مالا وقد تكون أقل جاها هل تريد اتصالا بالله؟ حسنا الاتصال بالله ليس ثمنه المعلومات الاتصال ثمنه الاستقامة والمجاهدة جاهد تشاهد ومن أراد الوصول إلى الله فليطعه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا سورة العنكبوت الشرط الخامس هو رياضة خالصة لله عز وجل الرياضة تعني تدريبات شاقة من ذكر لله عز وجل من صلاة النوافل من قيام الليل من تلاوة القرآن ومن خدمة الخلق هذه سماها بعض علماء القلوب الرياضة والرياضة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل أي أن تصلي قيام الليل سرا لا ليعرف الناس أنك صليت قيام الليل أن تتصدق إلى الفقراء دون أن تعلم شمالك ما أنفقت يمينك لا ليعرف الناس أنك أحسنت إلى فلان الرياضة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل وبعد أن تقوم بكل ذلك مع القلب الطاهر والبدن الزكي والمجاهدة والهمة العالية عندئذ أصغي السمع جيدا عندئذ سيسمعك الله عز وجل ما لا يسمع الآخرين ويريك ما لا يرى الآخرين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي أعدته وبالبصيرة ستعرف كيف ترتب قطع الفسيفساء التي تتكون منها أحاديث آخر الزمان ترتيبا منطقيا صحيحا حتى كي تتشكل لديك الملامح الرئيسية للصورة وستعرف كذلك أن ترصد الرسائل المشفرة وتفك شفرتها أيضا وأن تميز بين العبارات الصريحة وتلك المنطوقة بلغة رمزية أو مشفرة وستعرف كيف تصبر الأغوار العميقة لكلمات وعبارات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الجوامع الكلم وستعرف كذلك أين وكيف تستخدم معرفتك الموسوعية العامة في خدمة أحاديث آخر الزمان سنتابع نفس المنهجية في المقالات القادمة من الكتاب الرئيسي في هذه السلسلة عمر الأمة بعد النبوة في أربع مراحل وأربعة فتن سنتدرب سوية على هذه المنهجية وسنصطاد معا الجواهر الثمينة من بحر العلم النبوي وسنكتشف معا كيف يكون العلم ممتعا وبعدها تستطيع أن تزور المسجد النبوي الشريف وتقف أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته أنا أفهمك الآن يا حبيبي وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاء ولا تنسى أن تخبر سيد الرسول عليه الصلاة والسلام أني أحبه للحديث بقية التطبيق العملي الأول متى يمكن أن يبايع المهدي تقريبا سنطبق الآن هذه المنهجية عمليا من أجل الوصول للإجابة على سؤال هذا البحث متى سيبايع المهدي الحقيقي تقريبا والجواب سترسم ملامح صورته الرئيسية ثلاثة أحاديث فقط الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ثلاثة مشاهد متعاقبة وهي المشهد الأول يبايع لرجل ما بين الركن والمقام رجل مجهول يبايع في الحرم المكي ما بين الركن والمقام فالرسول عليه الصلاة والسلام قال رجل بصيغة التذكير ولم يعرف لنا ذاك الرجل أو يسميه أو يصفه لنا هل هو المهدي الذي طالما ذكره في أحاديث كثيرة أخرى ووصف لنا شكله ونسبه أم هو عبد الله بن الزبير الذي لاذ بالحرم في مطلع العهد الأموي وحكم مكة والحجاز كخليفة للمسلمين مدة عشر سنوات أم هل هو رجل آخر لننتظر قليلا المشهد الثاني ولن يستحل البيت إلا أهله استحلال الحرم من قبل أهله أي ستحدث في البيت الأمين خلال هذه البيعة أمور منكرة وسفك للدماء تنتهك قدسية هذا المكان الطاهر ومن سيقوم بهذه الأمور هم مسلمون من أهل بلاد الحرمين وليس غزاة من الخارج المشهد الثالث فإذا استحلوه لا تسأل عن هلقة العرب أي أنه بعد هذه الحادثة ستكون هلكة العرب قد اقتربت كثيرا وصارت قابق وسين أو أدنى ماذا تحقق إلى الآن من المشاهد الثلاثة السابقة المشهد الأول مع بزوغ فجر اليوم الأول من محرم أي في رأس السنة الهجرية وبداية القرن الهجري الجديد عام 1400 هجرية الموافق لـ 21 نوفمبر 22 1979 ميلادي دخل كل من محمد بن عبد الله القحطاني ونسيبه جهيمان العتيبي مع أكثر من مئتين رجل آخر من جماعتهم في الحرم المكي يحملون لعوشا مليئة بالأسلحة الخفيفة والدخائر وما أن انفضت صلاة الفجر حتى قام جهيمان وصهره أمام المصلين في المسجد الحرام ليعلنوا للناس نبأ ظهور المهدي المنتظر وفراره من أعداء الله واعتصامه بالمسجد الحرام يؤمن المسلمون من أهل السنة والجماعة بقدوم مجدد للدين كل مئة عام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لأمة دينها كما يؤمن أتباع السنة والجماعة بقدوم المهدي المنتظر والذي سيكون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه على الأغلب محمد واسم أبيه على الأغلب عبد الله كما في بعض الروايات ويعود المهدي بالمسجد الحرام هاربا من أعداء الله في سنة 1399 هجرية قامري أخبر محمد بن عبد الله القحطاني نسيبه جهيمان العتيبي بأنه يرى في منامه أنه هو المهدي المنتظر وأنه سوف يحرر الجزيرة العربية والعالم كله من الظالمين محمد بن عبد الله القحطاني هو من دعاة الإصلاح في الأمة الأسلامية وكان هو وجهيمان من طلاب الشيخ ابن باز وهو أيضا يزعم أن نسبه يعود إلى بيت النبوة وربما هو كذلك فعلا عن طريق الأم وهو من حيث الشكل قريب من الصفات المتخيلة لشكل المهدي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة وأقنى الأنف هنا بدأت أطراف المعادلة تكتمل في ذهن جهيمان الذي كان ضابطا في الحرس الوطني السعودي اقتراب حلول القرن الهجري الجديد وكثرة الجور والفساد في الأرض وصهر يسمى محمد بن عبد الله ولم يكن ينقص المعادلة إلا بيت الله الحرام ليعوذ إليه المهدي المنتظر جهيمان كان يفكر بنفس منطق نظرية القميس مسبق الصنع في تحقيق النبوة الإسلامية أي السعي إلى تحقيق النبوات القدرية بشكل مخطط له ومصنوع سلفا وفرض إرادة البشر وجدوله بالزمني على حركة التاريخ وبدل أن تلبس قميصا يناسب مقاس جسدك في هذا الوقت تسعى إلى تفصيل حجم جسدك وشكله بما يناسب مقاس النبوة الجاهز الصنعي سابقا وهو نفس المنطق الذي يتبعه حاليا اليهود الصهاينة لتسريع ظهور مسيحهم الدجال والمسيحيون البروتستانت الداعمين لإسرائيل لتسريع عودة يسوع وكذلك منطق بعض المتطرفين من الشيعة الذين يحفرون الأنفاق تحت حرستة من أجل مشهد الخسف وذلك لتعجيل فرج المهدي من سردابه وفي ذاك اليوم من بداية العام الهجري 1400 قدم جهيمان صهره محمد بن عبد الله القحطاني بأنه المهدي المنتظر ومجدد هذا الدين وقام وأتباعه بمبايعة المهدي المنتظر وطلبوا من جموع المصلين مبايعته وتمت البيعة ما بين الركن والمقام ورغم أن الرجل المبايع لم يكن هو المهدي الحقيقي لكن ما يهمنا هنا أن المشهد الأول من الحديث قد تحقق المشهد الثاني تدخلت قوات الأمن السعودية وحاصرت المسجد الحرام ثلاثة أيام ثم جرت محاولة لاقتحام الحرم وحدث اشتباك بالأسلحة النارية وسفك الدماء المصلين والرهائن وقتل الرجل المبايع محمد بن عبد الله في ذلك اليوم وقتل كذلك كثير من الناس الأبرياء الذين تصادف وجودهم وقت الحادثة وبعد مقتل المهدي المزعوم انهارت معنويات عناصر جماعة جهيمان وانتهت عملية احتلال الحرم بعد 16 يوما ففي يوم السادس عشر محرم عام 1400 تمكنت القوات السعودية مدعومة بعناصر من الجيش الأردني وخبراء فرنسيين من اقتحام الحرم والقبض على جهيمان وإعدامه بقطع الرأس وحدث السحلال الحرم من قبل أهله وتحقق المشهد الثاني من الحديث أيضا المشهد الثالث لا تسأل عن هلكة العرب بعد هذه الحادثة تكون هلكة العرب قد اقتربت كثيرا وصارت قاب قوسين أو أدى فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا إشارة لتحديد زمن هذه الحادثة أو البيع التي سيستحل فيها البيت الحرام من قبل أهله ويخبرنا بشكل غير مباشر أن تلك الحادثة ستتزامن مع العصر الذي يكثر فيه الخبط ويؤدي إلى هلاك العرب حتى لو كان لا يزال فيهم بعض الصالحين كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقض النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وذهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردمي جوج ومأجوج مثل هذه وعمل حلقة بين إصبعيه الإبهام والتي تليها قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبط وبالفعل بعد هذه الحادثة شهد العالم العربي انحدارا متسارعا على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والأخلاقية وكأن العرب صاروا جاهزين لتلقي الضربة الأولى من هلاك الاستئصال وستكون الضربة الأخيرة قبل خروج الدجال عندئذ سيكون العرب قليل وفي جملة فلا تسأل عن هلاكة العرب هناك إشارة غير مباشرة أيضا إلى أن هذا العائد المبايع قبل حدوث هلاكة العرب ليس هو المهدي الحقيقي لأن هناك أحاديث أخرى وآثار تشير إلى أن مبايعة المهدي الحقيقي سوف تحدث بعد هلاكة العرب وليس قبلها ففي أثر مرفوع عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث لنستمع الآن إلى حديث آخر ضمن منهجية النظرة البانورامية الشاملة كي تتضح لنا معالم الصورة أكثر الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود بهذا البيت يعني مكة قوم ليس لهم منعه ولا عده يبعث لهم بجيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم وفي هذا الحديث يرسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدين اثنين المشهد الأول سيعود بهذا البيت يعني مكة قوم ليس لهم منعه ولا عده المشهد الأول في هذا الحديث يتحدث أيضا عن بيعة تتم في بيت الله الحرام لكن العائدون بهذا البيت هذه المرة ليسوا مسلحين إنما هم أناس عزل ليس لهم مناعة ولا عده وهذه أيضا نصيحة نبوية عابرة للأجيال يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم للمبايعين للبهدي الحقيقي ألا يدخلوا معهم أسلحة للحرم ويكونوا بلا عده ولا سلاح عند المبايع حتى تكون بيعة سليمة وصحيحة وأن لا يتابع نظرية القميس الجاهز مسبق الصنع فيما يتعلق بالوحي والنبوآت حتى لا تتكرر مأساة محمد بن عبد الله القحطاني السابق ذكره لأن الله كفيل لوحده أن يحقق وعده وهو وحده من يحدد التوقيت وهو وحده من يملك القدر المشهد الثاني يبعث لهم بجيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا المشهد أن هؤلاء العائدين العزل من السلاح سيتم غزوهم من قبل جيش كبير لكن الله سبحانه وتعالى سيخسف بهذا الجيش قبل أن يتمكن من الوصول إلى مكة ولن يقتل الرجل المبايع هذه المرة ولن يقتل الرجل المبايع هذه المرة كالمرة السابقة لأنه هو المهدي وهناك روايتان عن الجهة التي سيأتي منها جيش النظام الجبري الأخير والذي سيحارب المهدي في مكة واحدة تقول أن الجيش سيأتي من الشام وهي الأشهر والأقوى والثانية تقول جيش من الشرق والروايات الأخرى تعطين تفاصيل أكثر عن ما هي هذا الجيش وأنه جيش دوزي عسكري نظامي جيش حكومة أو حكومات جبرية وجنوده فيهم المستبصر الذي يعرف ماذا يفعل ومن سيقاتل وفيهم من هو مجبر ومرغم على هذا الأمر ولنلتقل الآن إلى حديث ثالث كي يكمل لنا الصورة ونعرف متى ستتم بيعة المهدي الحقيقي تقريبا وهو في الواقع أثر مرفوع وقد تفرد في روايته نعيم بن حماد في كتاب الفتن وهو ذو سند حسن الحديث الثالث أو الأثر سيعود بمكة عائد فيقتل ثم يمكت الناس برهة من دهرهم ثم يعود عائد آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف وهذا الأثر يقدم لنا أربعة مشاهد متعاقبة المشهد الأول سيعود بمكة عائد رجل يعود بمكة فيقتل بالحرم المكي وقد حدث هذا عام 1979 كما سبق وذكرنا في حادثة جهيمان وقتل العائد الأول محمد عبد الله القحطاني وتحقق هذا المشهد في الزمن الماضي القريب المشهد الثاني ثم يمكث الناس برهة من دهرهم يمكث الناس فترة زمنية من دهرهم ونحن الآن لا نزال نعيش في هذا المشهد في الزمن الحاضر المشهد الثالث ثم يعود عائد آخر بعد انتهاء البرهة من دهر هؤلاء الناس سوف يعود عائد آخر بالحرم المكي وهذا المشهد المستقبلي لم يتحقق بعد المشهد الرابع فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه للأفراد في العالم الإسلامي ولقوات الأمن داخل الحرم وخارجه وعناصر مكافحة الشغب وكل الذين سيدركون هذا الحدث سيوصيهم بعدم اقتحام الحرم وعدم الانضمام للجيش الغازي القادم من الشام أو من الشرق وفي كل الأحوال أيا كانت الجهة التي سيأتي منها ذلك الجيش فسيخسف الله به الأرض والخسف هو أكبر العلامات التي ينتظرها عوام الأمة ليتأكد أن هذا العائد الآخر هو المهدي والذي سيؤيده الله بنصره وليهزم بمعركة مهما حاولت وسائل الإعلام أن تشوه صورته أو تعتم على خبر الخسف ولكي نعرف في أي عام سيظهر المهدي بالضبط علينا أن نركز على المشهد الثاني في هذا الحديث ففيه كلمة السر يمكث الناس برهة من دهرهم كم يبلغ طول البرهة من دهر الناس بمقياس السنين فكروا قليلا قبل أن أعطيكم الجواب دعونا نحلل هذا الأثر لنتأكد من مصداقيته وأنه حرفيا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ والمعنى وليس فقط مجرد نقل للمعنى قام به أحد الصحابة فهذا الأثر ذو سند حسن وهو أيضا محقق وصحيح تاريخيا ولكن هدان العاملان لا يكفيان لوحدهما كي نأخذ به ضمن منهجية النظرة البانورامية الشاملة التي نتبعها فعليه أن ينسجم مع الحبل المنطقي الذي تشكل من الأحاديث الصحيحة السابقة وكي نأخذ به يجب أن نتأكد أيضا أنه تنطبع عليه البصمة البيانية للنبي الذي لا ينطق عن الهواء وأنه صنع في معامل النبي العربي اللغوية وموشوم بختم من أوتي جوامع الكلم ويستوفي معايير البلاغة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لنقرأ مرة أخرى هذا الأثر سيعود بمكة عائد فيقتل ثم يمكت الناس برهة من ذهرهم ثم يعود آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف لنسأل أنفسنا الآن هل هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ والمعنى سيعود بمكة عائد يبدأ الأثر بدخول مباشر إلى الهدف وهذا الأسلوب هو قمة البلاغة والعبارة فيها إيجاز البلاغة بأعلى صوره لو حدفت حرف لاختلف المعنى ولو غيرت ترتيب الكلمات لاختلف المعنى إذا قدمت فرضا كلمة عائد على كلمة بمكة لاختلف المعنى أي لو قلت فرضا سيعود عائد بمكة بدلا من سيعود بمكة عائد سيختلف المعنى لأن غاية العائد الأول هي مكة وليس مكان آخر فلا أهمية لعائد إلى مكان آخر غير مكة فالعنصر المفقود من معادلة جهيمان الذي يطبق نظرية قميسي المسبق الصنع هو مكة من أجل ذلك جاء تقديم الجار والمجرور بمكة على الفاعل عائد كما أنه لو استخدم كلمة أخرى غير اسم الفاعل عائد أيضا لا اختلف المعنى سيتغير المعنى لو استخدم مثلا صيغة المبالغة من اسم الفاعل مثل عواد على وزن فعال أو معواد على وزن مفعال أو غيرها لأن العائد بمكة سيعوذ لمرة واحدة فقط وهذا المعنى لا يعطيه إلا الوزن فاعل أي عائد كما أنه لو استخدم قائل الحديث كلمة أخرى من الكلمات المرادفة أو الكلمات القريبة من المعنى مثل لاجئ أو هارب أو فار أو مستنجد أو لائذ أو غيرها أيضا لما تحقق المعنى المراد لأنه سواء القحطاني أو المهدي فإنهما سيعوذان بالحرم ليس فرارا أو لجوءا وإنما عوذا عواد العوذ هو التوجه إلى جهة ذات سلطان لتحقيق أمر ما وللتحصن من ردة فعل أو خطر متوقع سيكون ويعتقد الفاعل أنه لن يحقق غايته ولن يتمكن من التحصن من ردة الفعل إلا بالتعود بهذه الجهة أو بهذا المكان لذلك فإن عبد الله بن الزبير لم يكن عائدا أبدا بالحرم إنما كان هاربا من ملاحقة يزيد له في المدينة عبد الله بن الزبير كان مستنجدا بعشيرته من أهل مكة ولاذ بالحرم مستنجدا بالله تعالى وبحرمة بيته الحرام عند محاصرة الجيوش الأموية له وبيعة عبد الله بن الزبير كخليفة سابقت عملية تحصنه ببيت الله الحرام كما أن عبد الله بن الزبير لم يكن غريبا عن مكة بل إن حكمه فيها استمر عشر سنوات وهذا بخلاف العائدين الأول والثاني فيقتل قمة الإختصار والإيجاز مع دقة التعبير فالعائد الأول سيقتل سريعا بعد أن يعود بمكة استخدم قائل الحديث حرف العطف الفاء للإشارة إلى أن العائد الأول سيقتل سريعا وقد حدث هذا في حادثة القحطاني فقط الذي قتل بعد ثلاثة أيام أما عبد الله بن الزبير الذي هو أصلا ليس بعائد فلم يقتله الحجاج إلا بعد أن استمر حكمه في الحجاز لعشر سنوات ثم يمكث الناس حرف العطف ثم هنا هو للإشارة للتراخي في الزمن فالناس بعد قتل العائد الأول سينتظرون مدة زمنية ليست بالقصيرة واستخدام الفعل يمكث وليس يلبث أو يبقى أو يظل أو يستمر أو ينتظر أو غيرها هو إشارة إلى أنهم سيستمرون يرتقبون وينتظرون حدوث أمر مرغوب أي هناك استمرار في الرجاء وفيه إيحاء أن الناس يرجون حدوث الأمر راغبين التخلص من تسلط الحكم الجبري وظلمه كما أنه لم يقدم كلمة الناس على الفعل يمكث أي لم يقل ثم الناس يمكثون بل قال ثم يمكث الناس وهذا فيه إشارة إلى أن التركيز على مكث الناس وهذا فيه إشارة إلى أن التركيز على مكث الناس وليس على الناس أنفسهم كما أنه ذكر الناس بألأ التعريف ولم يقل ناس بدون ألأ التعريف أو أناس وهذا ذلل أن رغبة الخلاص إن غرست لدى الجميع وهذا يؤكده أيضا عدم استخدام كلمات مثل قوم أو جماعة أو أمة أو غيرها بل الناس أي جميع بني آدم وفيه إشارة إلى أن الأرض امتلأت ظلما وجورا وجميعهم يتوقون إلى الخلاص سواء أعلنوا ذلك أو أسروه برهة من دهرهم البرهة هي فترة زمنية أو حين من الدهر فيه دليل أو برهان على حدوث تغيير حقيقي وبما أنها مرتبطة هنا بالناس لذا فالمعنى الأولي الذي يقفز إلى الدهن مباشرة أنها قد تعني الجيل أي البرهان الزمني لحدوث تغيير جوهري في الناس والمجتمع بظهور جيل جديد لذا فإن البرهة من دهر الناس قد تعدل وسطيا أربعين عاما ولأنها جاءت نكرة دون التعريف حيث قال يمكث الناس برهة من دهرهم ولم يقل يمكث الناس البرهة من دهرهم فهذا فيه إشارة إلى أنها قد تكون غير مكتملة أي قد تكون أقل بقليل من أربعين عاما ثم يعود آخر حرف العطف ثم يوحي أن بين العائدين فترة زمنية ليست بالقصيرة ولم يكرر في عبارة ثم يعود آخر كلمة العائد أدى التي على الفاعل فلم يقل ثم يعود عائد آخر واكتفى بعبارة ثم يعود آخر وهذا يعني أن كلا العائدين يحملان دعوة واحدة ورسالة واحدة متشابهة ظاهريا واكتفى بكلمة آخر كما أنه لم يكرر مع فعل العائد الآخر شمه الجملة بمكة فلم يقل ثم يعود بمكة آخر وهذا يعني أن العائد الأول الذي عاد بمكة قد فعل هذا الأمر دون هداية ربانية ودون توكل على الله والاستعاذة به وحده فهو عاد بمكة لا يقصد بيت الله الحرام في قرارة نفسه وإنما كان يقصد أن تكتمل معه كل شروط المعادلة فقد كان يسير حسب نظرية القميس مسبق الصنع لذلك فإن أسلوب العائد الأول هو أسلوب بعيد عن الحكمة والاستعاذة بالله وحده وركن إلى الشروط والأسباب المادية كحشد الأعوان وتجهيز السلاح ومحاولة إجبار الناس على التأيين أما العائد الآخر فإنه سيعوذ قاصدا الله وحده وبيته الحرام الموجود جغرافيا داخل مكة ولا يقصد موقع مدينة مكة بذاتها لأنها مكة وهو لن يحمل السلاح ولن يجبر أحدا ولن يحشد الأعوان قبل العود بل سيبايع مكرها فإن أدركته في هذه العبارة إشارة لطيفة إلى أن الذي يخبر بهذا الحديث لن يدرك أمر العائد الآخر بل وكذلك من سيليه من أجيال ولكن لا بد أن هناك جيلا ما ممن سينقل لهم هذا الحديث هم من سيشهدون الحدث ويدركونه فلا تغزونه إذا أدركت أمر العائد الثاني ستشهد جيشا غازيا يريد القضاء على هذا الإرهابي وسيتم تجنيد المسلمين وجعلهم يلتحقون بهذا الجيش عبر مؤسسات النظام الجبري العسكرية وربما الإعلام ومفتي السلطان وهنا إشارة إلى أن الجيش سيأتي إلى هذا العائد من مكان بعيد وليس من داخل مكة وسيتم الإعداد لهذا الجيش جيدا من قبل النظام الجبري لذلك راوي الأثر أو الحديث يحذرك أن تكون من بينهم لأن هذا الجيش هو الجيش الذي سيخسف الله به الأرض فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف استخدام الضمير المتصل ألهاء ثلاث مرات في هذه الجملة هو في قمة البلاغة وجوامع الكلم وفصل الخطاب فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف الهاء الأولى في كلمة أدركته هي للزمن الذي ستتم فيه البيعة والهاء الثانية في كلمة تغزونه هي للعائد والهاء الثالثة في كلمة فإنه هي لغزاة العائد جزالة وفصاحة تشع منها بصمة من أوتي جوامع الكلم أي إن أدركت زمن بيعة العائد الثاني فلا تنظم للجيش الغازي لذلك العائد الثاني فإن الجيش الغازي هو جيش الخسف لكن متى ندرك ذلك الزمن الذي ستحدث فيه بيعة العائد الثاني بمعنى آخر متى يمكن أن يبايع المهدي تقريبا؟ الجواب كما قلت لكم يكمن في جملة يمكث الناس برهة من دهرهم ففيها رأس الخيط لمعرفة عام الظهور الحادثة الأولى حدثت عام 1979 الحادثة الثانية ستحدث عام 1979 زائد مرهة من دهر نفس الناس الذين كانوا أحياء وقت الحادثة الأولى فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يمكث الناس برهة من الدهر بل قال يمكث الناس برهة من دهرهم السر هو في الضمير المتصل بكلمة دهرهم البرهة من دهر الناس كما سبق وشرحنا هي فترة زمنية تعادل جيل وتكون برهان على حصول تغيير حقيقي في المجتمع هذا هو مفهوم البرهة من دهر الإنسان أو دهر الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخرى التي استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبارة برهة من دهره تبين هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظة البرهة من الدهر كقطعة طويلة من عمر الإنسان يكون فيها عمله الذي هو مكلف به وهذا يقرب لنا أكثر مفهوم لفظة البرهة عند النبي صلى الله عليه وسلم فسن التكليف والعمل يبدأ بعد البلوغ والرشد وسن الرشد والبلوغ يبدأ عادة ما بين عمر الأربعة عشر أو السابعة عشر سنة ومتوسط عمر الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستونة وهو عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضرته الوفاة لذلك البرهة من دهر الإنسان في هذا الحديث تشير إلى مدة زمنية تساوي ثلاثة وستين سنة مطروحا منها أربعة عشر سنة أو سبعة عشر سنة أي فترة زمنية تتراوح بين خمسة وأربعين وتسعة وأربعين سنة كحد أقصى كحد أقصى ولأنها جاءت نكيرة دون ألأ التعريف حيث قال يمكث الناس برهة من دهرهم ولم يقل يمكث الناس البرهة من دهرهم فهذا قد يكون فيه إشارة إلى أنها قد تكون غير مكتملة أي قد تكون أقل بقليل من تسعة وأربعين عاما وهناك رأي آخر هام أيضا ومنطقي كذلك وسبق وعاردته يقول أن البرهة من دهر الإنسان هي فترة زمنية قد تعادل جيل والجيل يعدل أربعين سنة فاليهود بقوا في صحراء التيه أربعين سنة حتى تغير الجيل القديم وظهر جيل جديد كما أن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند البعثة كان أربعون سنة وهو قد ولد في عام الفيل أي السنة التي هاجم فيها أبرهة الحبشي البيت الحرام وحاول استحلال حرمته وهناك أحاديث أخرى رغم أنها ضعيفة لكنها تذكر أن عمر المهدي عند البيعة سيكون أربعون سنة مثل عمر جده صلى الله عليه وسلم عند البعثة وهو قد يكون ولد في سنة 1979 والله أعلم أي السنة التي تمت فيها استحلال الحرم من قبل أهله وتلك السنة تشبهها في كثير من صفاتها بعام الفيل كما أن العالم كله شهد في سنة 1979 أحداثا مفصلية هامة جدا غيرت مجرى التاريخ وكلها لها علاقة بشكل أو بآخر ببيعة المهدي وكأن الله يمهد ساحة العالم لهذا الحدث فمن أحداث سنة 1979 الهامة التي لها علاقة ببيعة المهدي مثلا الانتصار المفاجئ والسريع لثورة الخميني في إيران التي تدعو إلى آل محمد وهم أبعد الناس عنهم وأيضا وصول صدام حسين إلى السلطة في العراق وأيضا اندلاع الانتفاضة السنية ضد حكم حافظ الأسد في الشام ومتلاها من مجازر حماه إلى توقيع السادات اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر إلى غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وبدء تشكل نواة تنظيم القاعدة حملة الرايات السود إلى الإصلاحات الاقتصادية الجدرية في الصين التي جنبت النظام الشيوعي هناك الانهيار وجعلت من الصين ماردا اقتصاديا بعد ذلك إلى وصول كل من مارغريت تاتشر والبابا يوحن بورس الثاني إلى السلطة في بريطانيا والفاتيكان وذورهم الكبير في تسريع سقوط النظام الشيوعي في شرق أوروبا إلى إطلاق بيل جيتس لفكرة شركة مايكروسوفت وما نتج عنها من ثورة الرقمية غيرت نمط حياتنا وبث العلم في آخر الزمان إلى بدء حمى تطاول الحفاة رعاة الشاه العالة في البنيان إلى غيرها من الأحداث إذا أردنا أن نحول عبارة برهة من ذهرهم إلى أرقام ستكون مدة زمنية تتراوح في حدها الأدنى أربعين سنة وفي حدها الأقصى تسعة وأربعين سنة والله تعالى أعلم لذلك المهدي والله أعلم متوقع أن يبايع في عام ألف تسعمائة وتسعة وسبعين زائد أربعين أو تسعة وأربعين أي في إحدى السنوات ما بين ألفين وتسعة عشر وألفين وثمانية وعشرين ميلادي وحسب التقويم الهجري القمري ما بين ألف أربعمائة وأربعين وألف أربعمائة وتسعة وأربعين لكنني أرجح أن تكون بيعته أو ظهوره في سنة ألفين وإثنان وعشرين ميلادي الموافقة لسنة ألف أربعمائة وثلاثة وأربعين هجري أو ألف وأربعمائة هجري شمسي لأسباب سأشرحها إن شاء الله في السلاسل والكتب القادمة وفي كل الأحوال يجب أن لا تنسى أن الترجيح لا يعني اليقين وأن هذا البحث هو مجرد اجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب والله تعالى أعلم كل ما هو آت قريب ألا إن البعيد ما ليس بآت لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الله أمرا ويريد الناس أمرا ما شاء الله كان ولو كره الناس لا مقرب لما باعد الله ولا مبعد لما قرب الله ولا يكون شيء إلا بإذن الله المعجم الكبير للطبراني التطبيق العملي الثاني القدس المدينة حلب إسطنبول التطبيق العملي الثاني في التطبيق العملي الأول حاولنا أن نجيب على سؤال واحد هو متى سيبايع المهدي تقريبا ورأيتم أنه قد رسم الملامح الرئيسية لصورة الجواب ثلاثة أحاديث نبوية فقط أما في التطبيق العملي الثاني فإننا سنأخذ حديثا نبويا واحدا فقط كمنطلق لرحلة نحاول فيها أن نفهم العلاقة التي تربط بين أربعة أحداث متلاحقة يذكرها هذا الحديث وهي أحداث متسلسلة ينبغي أن تحدث في آخر الزمان وقبل خروج الدجال في أربع مدن هي القدس والمدينة وحلب وإسطنبول وسنحاول أن نفهم الجدول الزماني للأحداث الذي يقدمه لنا هذا الحديث وسنطبق عمليا المنهجية النظرية التي تم شرحها سابقا لحل بعض المشاكل التي تعترضنا أثناء عملية فهم هذا الحديث الشريف القدس المدينة حلب إسطنبول وآخر الزمان النبوءة عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يترب وخراب يترب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب معاد بن جبل بيده على فخد أو منكي بعمر بن الخطاب ثم قال إن هذا لحق كما أنك قاعد ها هنا حديث حسن الحديث الشريف السابق يذكر أربع أحداث متلاحقة ستحدث في آخر الزمان وقبل خروج الدجال في أربع مدن هي القدس الشريف أي بيت المقدس المدينة المنورة أي يترب حلب الشهباء أي أرض الملحمة ورابعا مدينة إسطنبول أي القسطنطينية وستتابع الأحداث وراء بعضها البعض وفق ترتيب زمني بحيث يكون آخر تلك الأحداث المتتابعة هو خروج المسيح الدجال هذا الحديث هو من أحاديث آخر الزمان القليلة التي تقدم لنا جدولا زمنيا بهذا التسلسل الدقيق والوضوح لذلك هو هام لترتيب جميع أحداث آخر الزمان الأخرى والغير مذكورة هنا والتي قد يترافق بعضها مع الأحداث المذكورة هنا أو يأتي قبلها أو بعدها راوي هذا الحديث هو معاد بن جبل رضي الله عنه الذي شاهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أعلم أمتي بالحلال والحرام معاد بن جبل ولد في يترب وأسلم وعمره ثمانية عشر سنة ومات وعمره ثلاث وثلاثون سنة في سنة سبعة عشر هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقول لو لا معاد بن جبل لا هلك عمر معاد وهو يخبرنا بهذا الحديث الفريد كان قاعدا إلى جواره عمر بن الخطاب وبعد أن أنهى رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم درب بيده على فخد عمر قائلا إن هذا لحق كما أنك قاعد هاهنا أي إن هذا التسلسل في الأحداث هو حق وسيقع بهذا الترتيب كما أنك الآن قاعد هاهنا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة والطحاوي في شرح مشكل الآثار وأخرجه أبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن وأخرجه كذلك الألباني وقال حديث حسن وحسنه كذلك أبو داود في السنن وقال القاري عن هذا الحديث في شرح سنن أبو داود استيلاء الكفار على بيت المقدس وقطرة عمارتهم فيها هو أمارة أو علامة سيعقبها خراب يذرب وخراب يذرب هو أمارة أو علامة مستعقبة بخروج الملحمة وخروج الملحمة هو أمارة أو علامة مستعقبة بفتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية هو أمارة أو علامة مستعقبة بخروج الدجال وحسنه الحافظ بن كثير في النهاية حيث قال وهذا إسناد جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وجلالة النبوة وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال وإنما ذلك في آخر الزمان كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة بل تكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة النبوية فإنه قد تبث في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لا يقدر على دخولها يمنع من ذلك بما على أبوابها من الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلطة انتهى كلام ابن كثير إذن هذا الحديث هو سلسلة متتالية من النبوات المستقبلية والنبوة هي قصص وأخبار يرويها الأنبياء تصف أحداثا مستقبلية تكون عادة دليل صدق هؤلاء الأنبياء للأجيال المتأخرة الذين تتحقق في زمنهم النبوة والنبوة عند المسلمين هي أمر إلهي بحت لا يد للأنبياء ولا لأحد في إيجاده لا من حيث الإخبار به ولا من جهة وقوعه فالأحداث تجري وفق قادر الله تعالى الذي يعلم الغيبة وهو سبحانه من أخبر الأنبياء بأنها ستقع ثم تتجمع عناصر القصة المستقبلية التي ترويها النبوة على توالي الزمن ودون تعمد وغالبا دون دراية من أبطال هذه القصة المستقبلية ثم تقع النبوة تماما على أرض الواقع كما وصفها الأنبياء في كلماتهم التي أوحاها الله لهم دون أي خلل أو نقص أو زيادة هذا هو موقف المسلمين بشكل عام من النبوات وإن كان للنبوات وظائف شرعية أخرى وظائف شرعية أخرى ليس هنا موضع شرحها أما اليهود وكذلك المسيحيون البروتستانت خصوصا وإلى حد ما الشيعة أيضا وأحيانا الدولة الإسلامية فنظرة هؤلاء للنبوات مختلفة فهم يعتبرون أن النبوات الواردة في كتبهم هي مزيج من أوامر وأخبار مستقبلية فهي تفرض عليهم القيام بأعمال واصطناع أحداث تتشكل بها الظروف المناسبة حتى تقع النبوة بفعل وتعمد وترتيب بشري ويكون الفعل الإلهي بتحقيق النبوة مجرد تتويج لجهودهم البشرية أنا أسمي هذا السعي لتمهيد الظروف المناسبة عمدا كي تتحقق النبوة بنظرية القميص المسبق الصنع أي موقف شخص عنده قميص جاهز مسبق الصنع لا يناسب مقاس جسده حاليا لكنه بدل أن يذهب للخياط كي يفصل له قميصا جديدا يناسب شكل وحجم جسمه الآن نجده يذهب إلى الجراح كي يكيف جسده قصرا لارتداء ذلك القميص الجاهز عن طريق عملية جراحية أو حمية غدائية أو حمية غدائية لتكبير أو تصغير أو تعديل شكل جسمه كي يتناسب مع مقاس قميص النبوة المصنع مسبقا يعتقد اليهود أن استعمار القدس وإعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى وإشعال حرب هرمجدون التي يأملون أن تفني معظم المسلمين وثلثي البشر وكذلك ولادة بقارة حمراء خالصة هي شروط لا بد منها كي يظهر مسيحهم المخلص ويحكم العالم ومن أجل استيلاء هذه البقرة أسسوا في إسرائيل مختبرا للأبحاث الوراثية للبقر له هدف وحيد هو إنتاج بقارة حمراء تماما وهم كذلك يسعون بكل قوتهم ونفوذهم من أجل الاستيلاء على الأقصى وإشعال نار ملحمة هرمجدون أو الحرب العالمية الثالثة لقد سعى أسياد الديانة اليهودية قصرا وعن سبق إصرار وتصميم إلى تحقيق بعض النبوآت بأيديهم وفرض إرادتهم وجدولهم الزمني على حركة التاريخ ولا سيما في هذا العصر الذي يتمتعون به بنفوذ إعلامي وتكنولوجي واقتصادي وثياسي كبير جعلهم بالفعل هم من يتحكموا ويذيروا أحداث العالم من خلف الستار هناك تطابق أو تلاقي أحيانا بين النبوآت الإسلامية والتوراتية عن آخر الزمان وعندما يحدث هذا التلاقي تجد أن القرآن أو الحديث يشيران إليه وكمثال على ذلك النبوآت الموجودة في صورة الإسراء أو صورة بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فهذه النبوآت موجودة عند اليهود وكلمة الكتاب الواردة في هذه الآية المقصود بها هو الكتاب المقدس أو التوراة والقرآن الكريم يذكر النبوآت أيضا ويبينها وأيضا النبوآت الموجودة في هذا الحديث عن عمران بيت المقدس وخراب يترب فهذا الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل هو سلسلة من النبوآت وبعضها متعلق فينا كمسلمين وبعضها متعلق باليهود وبعضها متعلق بالنصارى فماذا تحقق من نبوآت هذا الحديث حتى الآن وكيف تحققت وهل تحققت على الطريقة الإسلامية أم على الطريقة اليهودية للحديث بقية المقال الثاني بعنوان القدس عمران بيت المقدس نعيد الحديث عن معادن بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يترب وخراب يترب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب معاد بن جبل بيده على فخد أو منكي بعمر بن الخطاب ثم قال إن هذا لحق كما أنك قاعد ها هنا الحلقة الأولى من سلسلة الأحداث التي تقدمها لنا هذه النبوءة تبدأ بعمران بيت المقدس أو أورشاليم القدس المفسرون التقليديون لهذا الحديث من علماء السلفي اليوم يقولون أن عمران بيت المقدس ليس العمران الذي يقوم به اليهود حاليا وإنما المقصود به عمران المسلمين للقدس عندما تنزل الخلافة الأرض المقدسة طبعا لا يوجد أي دليل من الأحاديث على هذا التأويل وعلى العكس مما يقولون القرآن يقول صراحة أن أعلى عمران ستصله القدس سيكون على أيدي اليهود أما الخلافة التي ستنزل الأرض المقدسة وستتخذ القدس عاصمة لها فإنها ستارت ما تبقى من ذلك العمران بعد حرب التحرير ولن تتوسع في عمران جديد لأن الكل حينها سيعلم أن الساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع كفه على رأس ابن حوالة يبن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك صححه الألباني في صحيح أبي داود القرآن كذلك يخبرنا أن عباد الله أولي البأس الشديد القادمين من الشرق عندما سيدخلون المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة سوف يهدمون ويتبرون العمران الذي على به اليهود تتبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تثبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صورة الإسراء يتبر ما علوا تثبيرا أن يهدموا ويدمروا والمعنى هنا هو عكس العمران تماما في سنة تسعمائة وسبعين قبل الميلاد حسب التوراة تم بناء أول هيكل في أورشاليم القدس بواسطة النبي سليمان عليه السلام الذي سأل الله أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لذلك سمي هذا الهيكل الأول بهيكل سليمان وسمي ذلك العصر بالعصر الذهبي وفي سنة تسعمائة واثنان وعشرين قبل الميلاد وبعد وفاة سليمان انحرف اليهود وفسدوا في الأرض المقدسة فانقسمت في تلك السنة مملكة سليمان إلى مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة أو نابلس ومملكة يهودا في الجنوب وعاصمتها أورشاليم القدس ثم ما لبثت أنزالت بعد ذلك مملكة إسرائيل الشمالية بحوالي قرن ونصف وفي سنة 587 قبل الميلاد أشعل الملك اليهودي صدقيا حربا ضد بابل انتهت باجتياح جيوش نبوخة نصر القادمة من المشرق عاصمة مملكة يهودا أورشاليم وتم تدمير الهيكل وسبي اليهود إلى العراق وتسمى هذه المرحلة بمرحلة السبي البابلي لكن عندما سقطت بابل والعراق بيد الفرس بعد ذلك سمح الملك الفارسي كورش لأبناء يهود السبي بالعودة مجددا إلى أورشاليم لكن لم يعد وقتها إلا خمسون ألف فقط وبقي معظم اليهود في فارسة والعراق وبعد عدة محاولات فاشلة استطاعت الأقلية اليهودية التي عادت من بابل أن تعيد بناء الهيكل لكنهم ظلوا مجرد أقوام يعيشون في أورشاليم في كنف الدول والإمبراطوريات التي تعاقبت على المنطقة من فرس ويونان ورومان وخلال حكم الرومان في سنة 66 ميلادي قامت ثورة يهودية ضد حكم الرومان فاستطاع اليهود أن يستقلوا لفترة وجيزة حتى عام سبعين ميلادي عندما اجداح تمانون ألفا من جنود الحاكم الروماني تيتوس أورشاليم وقمعوا التمرد وهدبوا الهيكل الثاني حجرا حجرا ولم يتبقى من الهيكل الثاني إلا ما يسميه اليهود اليوم بحائط المبكى وفي سنة 638 ميلادية خمسة عشر هجرية تسلم عمر بن الخطاب مفاتيح القدس من باتريارك القدس سفرونيوس الذي طلب في المقابل أن يتعهد له عمر بعدم السماح بهجرة اليهود إلى القدس هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يدار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود هذا بعض ما جاء في نص العهدة العمرية ولم يعود اليهود مجددا للإستيطان في إيلياء القدس إلا في العقود الأخيرة من عمر الدولة العزمانية رغم أنه كان يسمح لهم بزيارة القدس والحج إليها طيلة مراحل الحكم الإسلامي السابقة وبقي اليهود مجرد أقلية صغيرة لا تتجاوز بضع آلاف تعيش بين المسلمين والمسيحيين حتى قيام إسرائيل ثم احتلال القدس سنة 1967 وإعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ومصادرة أراضي العرب حيث تسارع الاستيطان اليهودي ونشطت حركة البناء في القدس ومحيطها بشكل غير مسبوق في التاريخ تجاوز عدد سكان القدس في إحصاء عام 2012 عتبت المليون نسمة أغلبيتهم الصاحقة من اليهود وهو رقم لم تبلغه القدس في كل تاريخها والمخططات العمرانية المستقبلية للقدس تكشف أن أدرع المستوطنات الأخطبوطية الجديدة في القدس ستمتد حتى البحر الميت إذن عمران بيت المقدس هو ما نعيشه حاليا مع مجيء ملايين المهاجرين اليهود من الشتات إلى أرض الميعاد إلى أرض حتفهم إن شاء الله والقدس اليوم ليست فقط في حالة عمران مادي يتمثل بزيادة البناء وكثافة الاستيطان فحسب بل هي أيضا في حالة عمران معنوي فأخبارها تتصدر واجهة الاهتمام العالمي وكل القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام تركز على القدس الإسرائيليون يعدون أورشاليم لتصبح قريبا جدا مركز القرار الدولي في النظام العالمي الجديد وتقريبا لم يبقى أمامهم إلا خطوة وحيدة فقط وهي هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل الثالث على أنقاضه ليكون المقر الذي سيحكم منه المسيح الدجال أولاد إسرائيل جاهزون لإقامة الهيكل كما يقول هذا الإعلان في التلفزيون الإسرائيلي هنا الدكتور نور نشر رابط فيديو يوتيوب لهذا الإعلان وستكون إقامة الهيكل اليهودي الثالث أو رجسة الخراب كما سماه يسوع المسيح في الإنجيل أو رجسة المخرب أو رجسة المخرب كما سماه النبي دانيال في العهد القديم هي الإشارة الأخيرة لخروج حرب الملاحم هرمجيدون والتي سيفنى فيها حسب الكتاب المقدس ثلثاء البشر على الأرض وستؤدي لخروج الدجال قال يسوع فمتى نظرتم رجسة الخراب قائمة في المكان المقدس حيث لا ينبغي لها فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية أي الضفة الغربية اليوم إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ديابه وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام إنجيل متى قبل أكثر من ثلاث سنوات عندما كنت في الحج تعرفت في مكة على مهندس فلسطيني من أراضي 48 يحمل جواز السفر الإسرائيلي استطاع بشق الأنفس أن يستخرج إذنا بالحج كما قال لي لأنه يعمل بموقع حساس وقد دار بيني وبينه حديث طويل أخبارني فيه عن مشاريع ومباني عبلاقة ومنشآت عسكرية ضخمة يتم بناؤها بسرية وخاصة بالقرب من الموقع المسمى هرمجي الدون وتتضمن المنشآت ملاجئ حديثة على شكل مدن متكاملة تحت الأرض مجهزة بكل شيء وتستوعب ملايين اليهود وأخبرني عن بعض الصور التي التقطها للمواقع سرا وأنهم يعدون لملحمة نووية ووعدني أن يرسل لي الصور لكنه لم يفي بوعده في ذلك الوقت لم أكن متعمقا جدا بعلم آخر الزمان والمرة الأولى في حياة التي سمعت فيها بعبارة هلكة العرب كانت من فم ذلك المسلم القادم من إسرائيل لقد قال لي بالحرف الواحد أن العرب اليوم في الوقت بذل الضائع ولينقذهم شيء إلا الخلافة لم تعجبني كلماته في ذلك الوقت لأنني كنت منتشيا بالربيع العربي لكنها استفزتني أن أقرأ أكثر وشاء الله أن يهيئ لي الفرصة والمكان والمناخ الملائم كي أبحث وأقرأ أكثر في هذا الموضوع وعلى مدى أكثر من سنة كنت متفرغا تماما لهذا الأمر هذا ما يمكن أن نقوله في عجالة عن عمران بيت المقدس فماذا عن خراب يدرب هل حدث خراب المدينة المنورة في عصرنا هذا أم أنه سيحدث للحديث بقية المقال الثالث المدينة خراب يدرب نعيد الحديث عن معادن بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يدرب وخراب يدرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ذكرت في المقال السابق أننا نعيش اليوم في مرحلة عمران بيت المقدس والعمران الذي تعيشه القدس اليوم هو عمران مادي واضح للجميع مع تسارع البناء والاستيطان في القدس وهو كذلك عمران معنوي مع تصدر القدس وأخبارها واجهة الاهتمام الدولي فماذا عن يدرب وفق هذا الحديث هل هي الآن في حالة خراب؟ وهل الخراب مادي فقط؟ أم هو خراب معنوي فقط؟ أم الاثنين معا؟ حسناً هذه المرة سأقول لكم الجواب فوراً وبدون مقدمات ومن الآخر خراب يدرب اليوم هو الاثنين معاً هو خراب مادي كبير يكاد يكون شبه تام وخراب معنوي أكبر وهو خراب واقع ومحقق اليوم أي في الزمن الحاضر الذي نعيشه الآن لقد قلت لكم بالإضافة للمنهجية التي أتابعها كي أفهم النبي في آخر الزمان وأسميها النظرة البانورامية الشاملة يوجد أيضاً ثلاث اتجاهات فكرية أو ثلاث فرق أخرى في مقاربة أحاديث آخر الزمان دعونا في البداية نستعرض كيف يفسر كل فريق من الفرق الثلاث الأخرى موضوع خراب يدرب في ضوء هذا الحديث وفي ضوء الواقع اليوم الفريق الأول وأسميهم أصحاب الاتجاه العقلي الدنيوي ويمثله عدنان إبراهيم وغيره هؤلاء سيرفضون كالعادة بكل رعوانة أي حديث في كتب السنة فيه ذكر الدجال أو الملحمة أو غيرها من فتن آخر الزمان التي لا يؤمنون بها أصلاً لذلك ليس عندهم تفسير إلا الإنكار ولي يقدم لنا شيئاً أما الفريق الثاني أصحاب المدرسة السلفية والتفسير الحرفي للنصوص فإنهم سينظرون إلى المدينة المنورة اليوم بنفس الطريقة التي ينظرون بها إلى النصوص والأحاديث فسيرون بعيون البصر حراكة عمرانية نشطة في المدينة واستثمارات مزدهرة في القطاع العقاري وسيقولون أن خراب يذرب لم يحدث بعد وسيتركون الحديث كالعادة للمستقبل كي يفسره لنا الفريق الثالث أصحاب اللغة الرمزية وشطحات الخيال سيفسر كل واحد منهم الخراب على أنه خراب معنوي فقط وليس خراباً مادياً وكل واحد منهم سيجتهد لتأويل كلمة خراب يذرب على طريقته عمران حسين على سبيل المثال سيقول أن الخراب دمعناً مجازي ويقصد به تراجع الدور السياسي للمدينة المنورة مقابل صعود الدور السياسي للقدس فالمدينة اليوم لا تلعب أي دور سياسي لا على المستوى الدولي ولا الإسلامي بل ولا على المستوى المحلي وهو محق جزئياً في هذا التفسير لكن انحصار التأثير السياسي لوحده لأي مدينة في العالم لا يسمى خراباً فالتأثير السياسي في قضايا العالم لكل المدن العربية يكاد يكون معدوم وأنا أسر على أنه كما أن عمران بيت المقدس اليوم هو عمران مادي ومعنوي فكذلك المقصود بخراب يذرب اليوم هو خراب مادي وبعنوي هو خراب مادي كبير يكاد يكون شبهتام وأيضاً خراب معنوي أكبر نحن اليوم في زمن الدجال المخادع الذي تختلف فيه مظاهر الأشياء عن حقيقتها وجوهرها اختلافاً تاماً ومن ينظر إلى المدينة المنورة اليوم بعيون البصر سيرى بدون شك ازدهاراً عمرانياً في المدينة الآن مشاريع عمرانية تكلف المليارات من الريالات والمولات والفنادق الفخمة في كل مكان وهناك أوتوسترادات وطرق سريعة وأنفاق هذا ما نراه بعيون البصر لكننا سنرى شيئاً مختلفاً تماماً لو نظرنا إلى مدينة رسول الله بعيون البصيرة لكن دعونا قبل أن ننظر للمدينة ببصائرنا دعونا نلقي أولاً نظرة بانورامية شاملة على جميع الأحاديث النبوية التي تتعلق بالمدينة في آخر الزمان لنستعرضها جميعها ونحاول أن نكتشف الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي يربط بينها دون أن يكون هناك أي تناقض أو تنافر بالمعنى ودون أن نهمل أي حديث فكل حديث نبوي أو أثر بالنسبة لنا في هذه المنهجية هو جوهرة نادرة وله محل من الإعراب فالأحاديث كما أذكركم دائماً هي كقطع الفسيفساء كل حديث يرسم جزءاً من الصورة وترتيب جميع الأحاديث معاً سيرسم لنا الصورة الكاملة ولنسأل أنفسنا بعد ذلك هل المدينة ستتعرض للخراب قبل الملحمة وخلوج الدجال كما يوحي بذلك هذا الحديث الذي يرويه معاد بن جبل أم أن بقية الأحاديث الأخرى ستقول شيئاً مختلف عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء إذا فسد الناس والذي نفسي بيده إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها صحيح مسلم ومعنى يأرز أن ينضم ويجتمع ويعود إلى المدينة كما بدأ بها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها صحيح مسلم وفي الحديث الصحيح المتفق عليه روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها صححه البخاري ومسلم هذه الأحاديث فيها بيان لحدث عظيم في آخر الزمان وهو أن الإيمان الذي خارج من المدينة أول الأمر وانتشر في أسقاع المعمورة شرقاً وغرباً ودخل فيه الناس أفواجاً هذا الإيمان سينحصر ويقل ويصبح غريباً في آخر الزمان فيعود وينزوي إلى أصله في المدينة كما تعود الحية بعد انتشارها إلى جحرها وهذا فيه دليل على أن المدينة لن يصيبها الخراب المعنوي الروحي أو الإيماني فالثلة الباقية من أهل الإيمان ستأوي إلى المدينة فيأتيهم الدجال ولا يستطيع دخولها لأنها محروصة بالملائكة وتحمى من الفتن لكن دعونا نتابع استعراض بقية الأحاديث قبل أن نقفز إلى الاستنتاج عن محجن بن الأذرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص فقيل له وما يوم الخلاص قال يجيء الدجال فيسعد جبل أحد فينظر المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكاً مصلة فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقة ثم ترتجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خارج إليه فذلك يوم الخلاص وهذا الحديث الصحيح واضح وضوح الشمس الدجال عندما سيحاول غزو المدينة ستكون مأهولة وعامرة ماديا وعامرة كذلك إيمانيا ورحانيا رغم وجود بعض المنافقين فيها وهناك حديث آخر ساطع واضح وضوح الشمس يرويه أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة أخرجه الترمدي وغيره وهو حديث حسن إذن كما هو واضح من هذه الأحاديث الصحيح أن المدينة ستبقى عامرة وليصيبها الخراب سواء على المستوى المادي أو على المستوى الروحاني والإيماني لا بعد عمران بيت المقدس ولا بعد الملحمة ولا حتى بعد خروج الدجال أما الحديث الذي رواه معاد بن جبل فيقول أن الخراب سيقع مع عمران بيت المقدس وقبل الملحمة وخروج الدجال أي أن هذا الحديث بهذا الفهم السطحي له يتناقض مع الحبل المنطقي أو نظام المعنى الذي رسمته الأحاديث الصحيحة الصابقة التي تتحدث عن المدينة والدجال في آخر الزمان والأهم من ذلك أنه يتناقض مع ما تراه أعيننا وأبصارنا على أرض الواقع الآن من حركة عمرانية نشطة تجداح المدينة المدينة المنورة اليوم هي في حالة عمران إذا نظرنا إليها بالبصر حسناً أظن أنكم في حيرة الآن لكن لو لاحظتم أن جميع الأحاديث السابقة عندما كان عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن المدينة في آخر الزمان ذكرها باسمها الجديد أي المدينة فقال يأرز الإيمان إلى المدينة وقال أيضاً يجيء الدجال فيسعد جبل أحد فينظر المدينة وقال ترجف المدينة ثلاث رجفات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة إلى آخره دائماً استخدم كلمة المدينة في جميع تلك الأحاديث ما عدا في الحديث الذي رواه معاد بن جبل فقال خراب يترب ولم يقل خراب المدينة لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في حديث معاد بن جبل عمران بيت المقدس خراب يترب ولم يقل عمران بيت المقدس خراب المدينة كي نجيب على هذا السؤال لابد لنا أن نستخدم آداتنا الأولى في مثلة المنهجية التي نتابعها لفهم كي نجيب على هذا السؤال لابد لنا أن نستخدم آداتنا الأولى في مثلة المنهجية التي نتابعها لفهم النبي في آخر الزمان وهي المعرفة الموسوعية العامة علينا أن ننظر هذه المرة في شخصية راوي الحديث معاد بن جبل رضي الله عنه لأن معادا ربما سيعطينا رأس الخيط لنعرف الجواب معاد بن جبل الذي روى هذا الحديث هو أنصاري أي هو من أهل المدينة ولد في يدرب وأسلم وعاش معظم حياته في يدرب حتى قبل وثاته ببضع شهور عندما استخلفه الفاروق على الشام وهناك مات وأمره 33 سنة ما أريد أن أصل إليه من سيرة معاد بن جبل هو أن المكان الذي سمع فيه معاد هذا الحديث من فم الرسول عليه الصلاة والسلام هو يدرب وليس مكة والزمان الذي أخبر به الرسول هذا الحديث هو بعد هجرته من مكة إلى يدرب التي ما أن وصلها حتى أطلق عليها اسمها الجديد المدينة فهذا الحديث هو حديث مدني وليس حديثا مكيا وتاريخ نطخ الرسول به هو بعد الهجرة وليس قبل الهجرة يعني لو كان هذا الحديث مكيا قيل قبل الهجرة فإنه من المنطقي أن يستخدم الرسول الإسم القديم يدرب لأن الإسم الجديد المدينة لم يكن قد عرفه الناس بعد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عبارة خراب يدرب بعد أن تم تغيير اسم يدرب وصار المدينة ماذا يعني هذا؟ ألم يكن من المنطقي أكثر أن يستخدم الرسول عليه الصلاة والسلام الإسم الجديد الذي أطلقه هو بنفسه على المدينة ليشير به إلى الخراب الذي سيحيق بها في آخر الزمان وقبيل خروج الملحمة وليس الإسم القديم يدرب خاصة أن الخراب سيحدث في آخر الزمان وإسم المدينة مناسب للموقف أكثر بالإسم يدرب لأن الحادث يتعلق بمستقبل البلدة المباركة وليس بماضيها فلماذا لم يقل عمران بيت المقدس خراب المدينة؟ أظن أن حيرتكم الآن قد زادت أكثر وأظن أنه قد حان الوقت كي نستخدم جهاز التنقيب عن الرسائل المشفرة ونصبر الأغوار العميقة لكلمات النبي الذي أوتي جوامع الكلم لقد تعلمنا أننا في قراءتنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن لا ننسى أبدا أننا نتعامل مع كلمات وعبارات عميقة ومكثفة لنبي بليغ أوتي جوامع الكلم إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الخراب المستقبلي بعبارة خراب يترب وليس خراب المدينة فيها لفتة لطيفة أن الخراب المادي الذي سيطال مباني المدينة المنورة قبل الملحمة سيصيب تحديدا كل ما هو قديم وتاريخي فيها أي خراب كل المباني الأثرية التي تعود إلى المرحلة التاريخية التي كانت تسمى فيها المدينة باسم يترب وعمليا كل ما له علاقة بأثار الرسول والصحابة وآل البيت في المدينة لأن هذه الآثار هي ما حافظ عليه المسلمون طوال 14 قرنا من يترب القديمة وبقي كثير من تلك الآثار حتى الثلثة الأخير من القرن العشرين عندما بدأت الفوبيا المصاحبة من اتخاذ الآثار النبوية مكانا للشرك وتابعتها حملة ضارية لهدم كل ما تبقى من يترب القديمة بسبب توسعة الحرم بدأ خراب يترب في الثلث الأخير من القرن العشرين وتزامن مع نفس الفترة التي بدأ فيها عمران بيت المقدس وفيما كانت الجرافات الإسرائيلية تنبش أرض بيت المقدس وتحفر الأنفاق تحت الأقصى بحثا عن أي أثر ولو ضئيل عن تاريخ اليهود في أرشليم القديمة كانت جرافات أخرى تردم تاريخ المسلمين في يترب القديمة وتعربد فوق أنقاضها بلا مبالاة ولم يبقى في المدينة الآن أي بناء قديم أو أي مكان يعود للفترة التاريخية التي كانت تسمى فيها المدينة باسم يترب كلها هدمت وخربت حتى المكان الذي شهد غزوة الخندق عند السبع مساجد ردم وطمست معالبه وقبور الصحابة في مقبرة البقيع كلها أخفيت وأزيلت شواهدها المباني والدور الأثرية أزيلت بالتوسعة ولم يبقى من يترب أي شيء تاريخي لا شيء قديم على الإطلاق حتى المسجد النبوي تغيرت جميع معالمه وصار قصرا أبيضا لقد واقع خراب يترب وبني على أنقاضها فنادق ومطاعم ومباني تجارية يمتلكها أصحاب النفوذ لكن الخراب كما سبق وقلت ليس خرابا ماديا فقط بل هو خراب معنوي أكبر وهذا الخراب يتظاهر بعدة مظاهر وأهمها خراب الدور السياسي والحضاري للمدينة فقد غاب في هذا العصر دور المدينة المنورة السياسي تماما وكأنها ليست مدينة النبي وأول عاصمة للخلافة ولم يسبق للمدينة أن عانت مثل هذا التهميش ولم يسبق للمدينة أن عانت مثل هذا التهميش السياسي في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي متى كانت آخر مرة شاهدنا في التلفزيون أو قرأنا في الصحف أو الأنترنت خبرا عن المدينة المنورة وما هو الدور السياسي أو حتى الثقافي الذي تلعبه مدينة النبي في عالم اليوم حتى عندما انتقلت عاصمة الخلافة من المدينة إلى دمشق ومن بعدها إلى بقية العواصم ظل للمدينة دورها المؤثر على كل الصعود إلا أن هذا الدور السياسي والديني للمدينة لم يتلاشى إلا في القرن الماضي وتزامن كذلك مع صعود الدور السياسي للقدس المدينة الآن هي وجهة للسياحة الدينية فقط مكان للزيارة والتبرك وعندما تتحول وظيفة المدينة المنورة إلى قبلة سياحية فقط يعني أنك وضعتها بنفس الخانة مع متحف اللوفر أو جزر المالديف أو ديزني لاند وهذا يعني أنك خربت دور المدينة الحقيقي الذي لن تعوضه أي مدينة أخرى في العالم الخراب هو خراب الدور خراب الوظيفة خراب المكانة المدينة اليوم وقد بلغ عدد مسلمي العالم مليار ونصف لا تعج بالمدارس ولا المعاهد الدينية والجامعات الإسلامية كما ينبغي أن يكون وشوارعها لا تزدحم بمئات آلاف الطلب والطالبات ولا تنتشر دور النشر والمكتبات الضخمة في كل حي كما يليق بها ولا توجد فيها محطات تلفزة إسلامية تبث بجميع لغات العالم لنشر العقيدة الصحيحة المدينة ينبغي أن تكون مركز الإشعاع الحضاري والمرجعية الأولى للعقيدة الصحيحة لكل مسلمي العالم هذا هو دور المدينة الحضاري الحقيقي وفيما تمتلئ القدس بالجامعات ومراكز البحوت لا نرى في المدينة سوى جامعة إسلامية يتيمة واحدة ذات سياسة متشددة في قبول الطلاب الأجانب الذين لا يزيدون عن بضع مئات في أحسن الحالات وبدلا من المدارس والجامعات ومراكز الإشعاع الحضاري سيرى الزائر للمدينة اليوم مئات ومئات الفنادق وعشرات المولات ومطاعم هيلتون المدينة الذي تمتلكه عائلة هيلتون الماسونية والتي لا تخفي دعمها العلنية لإسرائيل يحادي الحرم النبوي مباشرة مطاعم مكدونالد وكنتاكي لها عشرات الفروع الآن في المدينة والحجاز وهذه المطاعم أيضا تمتلكها عائلات أمريكية ثرية داعمة لإسرائيل وربما تتبرع سنويا بجزء من أرباحها التي تجنيها من خراب يدرب لعمران أورشاليم أليس كل ما يحصل الآن هو خراب معنوي للمدينة لكن الخراب المعنوي للمدينة له مظهر ثالث أيضا تجري في المدينة الآن حركة تشيع محمومة في السر والعلن وقد سمعنا منذ سنتين خبرا مر سريعا ودون تفاصيل شافية عن إلقاء قوى الأمن السعودية القبض على بعض أعضاء شبكة تجسس شيعية كبيرة مرتبطة بإيران وبعض أعضائها هم من المستوطنين الشيعة في المدينة التغلغل الشيعي صار كبيرا جدا في المدينة المنورة بسبب إما عدم الوعي بخطورة من يسبون أصحاب رسول الله أو بسبب الفساد الذي يسهل شراء الشيعة لمساحات واسعة من الأراضي لا يوجد هناك إحصائيات موثوقة ودقيقة لنسبة مساحة الأراضي التي استولى عليها الشيعة في مدينتنا ولا الأعداد الحقيقية للشيعة المتسللين إلى المدينة التي كانت منذ عهد النبي حتى عهد قريب مدينة لأهل السنة والجماعة بشكل نقي وخال من أي شوائب لكن التقديرات غير الرسمية تقدر نسبة المستوطنين الشيعة حاليا في مدينتنا المنورة ما بين الربع والثلث وهي نسبة خطيرة جدا ومؤشر كبير على الخراب المعنوي للمدينة وهو مؤشر كبير أيضا أن الوقت قد أزف لأن المدينة ستكون معمورة وقت خروج الدجال ولي يتمكن من دخولها لكن المنافقين والخبثاء والفسقة سيكونون قد عشعشوا فيها وسيخرجون إليه بعد ثلاث رجفات وذلك يوم الخلاص يجيء الدجال فيسعد جبل أحد فينظر المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خارج إليه فذلك يوم الخلاص ويجب أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف المسجد النبوي كما يراه الدجال بالقصر الأبيض حينما قال هذا الكلام كان مسجده البسيط مبني من لبنات طينية ذات لون بني وكان سقفه من سعف النخيل وعماده من جدوعها لم تستخدم الحجارة البيضاء في عمارة المسجد النبوي إلا بعد خراب يدرب وفي التوسعة الأخيرة في عهد الملك فهد ومن ينظر إلى المسجد النبوي الآن من جبل أحد سيبدو تماما كقصر أبيض لقد حدث بالفعل خراب يدرب وحدث عمران بيت المقدس وجيلنا يشهد الآن الحدثين معا وهذا يعني أيضا حسب الجدول الزمني الذي يقدمه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن جيلنا يقف الآن على أبواب الملحمة وأن طبول الحرب تقرع الآن لخروج الملحمة ولكن ما هي الملحمة؟ الملحمة هي أكبر حرب كونية تصل نسبة ضحاياها إلى 99% من الذين سيشتركون فيها وهي كما يصفها من أوتي جوامع الكلم نبينا عليه الصلاة والسلام مقتلة لم يرى مثلها قط ماذا يعني أنه لم يرى مثلها قط؟ لقد رأينا آلاف الحروب والمجازر والمدابح عبر تاريخ البشر المليء بسفك الدماء رأينا محاكم التفتيش الكاتوليكي الفضيعة التي دامت ثلاث قرون ومحت وجود المسلمين تماما من الأندلس ونفذها شبيحة أوروبا بعد أن سرق اكتشاف البحارة المسلمين لأمريكا والعالم الجديد ورأينا الإبادة الجماعية التي نفذها أبناء هؤلاء الشبيحة من المهاجرين الأوروبيين ضد الهنود الحمر وقتلوا أكثر من مئة مليون من سكان أمريكا الأصليين ورأينا الحرب النووية التي أحرقت هيروشيما وقام بها أحفاد هؤلاء الشبيحة في الحرب العالمية الثانية ورأينا المجازر الهمجية التي نفذها حلفاؤهم اليهود في فلسطين ووكلاؤهم النصيريون في الشام وكلابهم العلمانيون في مصر لقد رأينا الكثير الكثير من القتل لكن الرسول الذي لا يلق به المبالغة ولا التهويل بالكلام وحاشاه صلى الله عليه وسلم يقول بكلمات مضبوطة يعني كل حرف فيها أن المقتلة التي ستحدث في الملحمة لم يرى مثلها قط حتى أن طيور السماء التي تمر بجنباتهم لا تخلفهم إلا وقد خرت إلى الأرض ميتة المقتلة لم يرى مثلها قط سيبدو معها كل ما سبق من حروب كحفلة ألعاب نارية لأن أكبر مقتلة في تاريخ الإنسان ستنهي آخر منجزات المدينة وتكنولوجيا من كوكبنا الأزرق الصغير ومن عجائب القدر أنها ستحدث في نفس المهد الذي ولدت فيه أول حضارة مدنية ستحدث في نفس المكان الذي تم فيه تصنيع أول أسلحة القتل في تاريخ الإنسانية ستحدث في أقدم حواضر التاريخ وأجمل مدن الشرق عند المدينة الغامضة البهية الحاضرة المنسية الفاجرة التقية الملوثة النقية الضعيفة القوية أهلا بكم في حلب وللحديث بقية المقال الرابع حلب خروج الملحمة أولا ما هي الملحمة؟ الملحمة ليست معركة واحدة هي سلسلة حروب ومعارك وجميع تلك الحروب ستقع في بلاد الشام وكلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين وستتوج تلك الحروب بأم المعارك قرب حلب والتي هي الملحمة الكبرى حيث ستحدث أكبر حرب سيشهدها العالم منذ أن خلق الله الأرض وحتى يارثها الرسول صلى الله عليه وسلم وصف تلك المعركة بالعبارة التالية مقتلة لم يرى مثلها وفي رواية أخرى مقتلة لا يرى مثلها والحديث التالي يوضح سلسلة الحروب المتتالية التي تسبق الساعة التي ستقع فيها الملحمة الكبرى لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها تقاتل أعداءها كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الشام ونكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبوعه يمئ بها إلى الشام حتى أوجعها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم يصف تلك المعارك المتسلسلة في سياق الملحمة بأنها أربعة معارك ستنتهي المعارك الثلاث الأولى بنتيجة لا غالب ولا مغلوب والنصر الحاسم للمسلمين سيكون في الملحمة الكبرى وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الضبرة عليهم فيقتلون مقتله إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بن الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم الحديث ما زال طويلا فبينما هم كذلك إن سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذلاريهم الحديث البعض يتوهم أن سلسلة المعارك تلك ستكون حروبا تقليدية على الخيول وبالسيوف لأنه يأخذ بظاهر ألفاظ الأحاديث النبوية دون أن يحللها تحليلا منطقيا حرب نسبة ضحاياها 99% وطيور السماء التي تحلق على أطراف ساحة الحرب تخر إلى الأرض ميتة لا يمكن أن تكون حربا تقليدية نسبة الضحايا في أشرة المعارك التي يستخدم التي يستخدم فيها الأسلحة النارية الحالية والتقليدية لا تزيد عن الثلث والأسلحة التقليدية لا تسبب سقوط طيور السماء فلابد أن يكون الغلاف الجوي مشبعا بغازات سامة أو إشعاعات نتيجة استخدام أسلحة ضمار شامل ثانيا متى ستقع هذه الملحمة حسب الجدول الزمني الذي يقدمه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معادن بن جبل لقد حدث عمران بيت المقدس وخراب يدرب كما سبق وبينت وهذا يعني أن جيلنا يقف الآن على أبواب الملحمة وطبول الحرب تقرع لخروج الملحمة ولاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة خروج وليس وقوع أو حدوث فلم يقل خراب يترب حدوث الملحمة وإنما قال خروج الملحمة أي أنها كانت حربا باردة متقدة بشكل خفي كجمر تحت الرماد فهبت عليها رياح الدهي ماء فخرجت ألسنة اللهب وتأججت نيرانها حتى يصير سعيرها في النهاية نارا تلظى في الملحمة الكبرى وحسب منهجية النظرة البانورامية الشاملة هناك عشرات الأحاديث الأخرى يستشف منها كذلك أن إرهاصات الملحمة بدأت الآن بالخروج بدون أدنى شك نحن نعيش حاليا في سنوات توحش الحكم الجبري قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وتولد على أنقاضه الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لقد سرنا في العصر الذي ظهرت فيه الأجناد المجندة في الشام والعراق واليمن والمشرق والمغرب ونحن الآن في وعد الآخرة في الزمن الذي تعلو فيه إسرائيل علوا كبيرا ونحن الآن نغوص في الفتنة الثالثة التي دهمتنا دهما وسماها من أوتي جوامع الكلم بالدهيماء نتخبط في هذه الفتنة المظلمة التي يستحل فيها الدم والمال والفرج الفتنة العمياء الصماء التي سوف تستنظف العرب ولن يبقى أحد من الدماء إلا وتلطمه لطمة وتعرق العراق عرك الأديم وتشق الشام شق الشعرة وتفت مصر فت البعرة وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها ولن تنجلي حتى يحصر الفرات عن كنز من ذهب يقتتل عليه الناس وحتى يصير الناس إلى فسطاتين فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات كفر لا إيمان فيه نحن الآن في حين من الظهر تنبش فيه الجرافات صحن المسجد الحرام ويشق أن يقتتل فيه ثلاثة أمراء كلهم أبناء خليفة على كنز الكعبة ملاحظة بسيطة جدا مني أنا كقارئ بالنسبة لهذه الجمل الآخيرة التي ذكرها الدكتور نور حفظه الله أقول أنه لن يفهمها من لم يكن متابعا له أو سبق له أن قرأ أحاديث آخر الزمان يعني صراحة طريقته في الكتابة جد رائعة وممتعة جدا لكن كما قلت لن يستوعبها ولي يفهمها من لم يقرأ في هذا المجال خاصة أن هذه الأحاديث أحاديث آخر الزمان لا تكاد تذكر على ألسنة علماء الفضائيات وحتى لو ذكر بعضها مثلا كحاديث صلح الروم أو نوتو العيسى عليه السلام أو قتل الدجال أو إلى غير ذلك فإنه يذكر على استحياء وحتى الأحاديث والآطار التي ذكرت في الفتن لنعيم بن حماد أو أحاديث مثلا الريات السود لا تناقش ولا يحاولون إسقاطها أصلا بحجة أنها ضعيفة أو منكرة مع العلم أن الواقع اليوم أثبت صحة الكثير من الأحداث وقد صحى وصف الدكتور نور لهم في المقدمة بأنهم كسالة يعني هم يفسرون هذه الأحاديث تفسيرا حرفيا يفسرون هذه المصوص تفسيرا حرفيا ولا يغوصون في الأحداث أو إسقاط هذه الأحاديث على واقعنا اليوم وأظن بالنسبة لرأي الشخصي أن أحاديث آخر الزمان هذا هو وقت التكلم فيها والبحث واستقراء هذه الأحاديث والحمد لله الذي سخر لنا أمثال هذا الدكتور نور رغم نحن لا نقول أن كل كلامه كله نسلم له بل على العكس نحن نأخذ ما وافق الكتاب والسنة ونرمي كلام كل من خالف معتقدنا نرميه عرض الحائط الله المستعى نكمل يوشق أن يقتتل فيه ثلاثة أمراء كلهم أبناء خليفة على كنز الكعبة نحن في الزمن الذي يكثر فيه الخبت ويستحل فيه البيت الحرام من قبل أهله وإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب نحن الآن في السنوات الموجعة التي تسبق ظهور المهدي وتسبق عودة المسيح والتي سماها الإنجيل بالسنوات الضيقة العظيمة نحن الآن في السنوات العصر الأخيرة من قرن الشيطان نظام عالمي جديد يراد له قصرا أن يولد الآن وطبول حرب هرمجيدون تقرع لتسهيل الولادة نحن الآن نرتقب ذلك اليوم الذي سيأتي فيه السماء الذي ستأتي فيه السماء بدخان مبين نرتقب الكوكب ذو الذنب الذي سيغير موازين القوى على الأرض هذا هو موقعنا من وجهة نظر الآيات والأحاديث الذينية فأين نحن الآن من وجهة نظر أحداث الدنيا سياسيا هناك توازنات دولية جديدة تتشكل الآن وقوى عظمى جديدة طامحة وإمبراطوريات أخرى تتكلس أما إسرائيل فهي الآن تعلو علوا كبيرا عسكريا نحن في الفترة التي تدق فيها طبول الحرب العالمية الثالثة في كل مكان واليهود وبشتى الوسائل يحاولون أن يوقضوا نارها حرب عالمية في كوكب فيه تسع دول نووية يعادي بعضها بعضا بكل تأكيد ستؤدي هذه الحرب إلى أفول نجم جميع القوى العظمى التي تتورط فيها ومزوغ نجم دول أخرى تراقب مجريات الأحداث وتحركها من وراء الكواليس وتلك الأيام نداولها بين الناس ديمغرافيا انفجار سكاني هائل في دول العالم الثالث الفقير بينما تتجه المجتمعات الصناعية نحو الشيخوخة مع نضوب في الموارد الطبيعية غير المتجددة سادة النظام العالمي الجديد يريدون في المرحلة الأولى تقليص عدد البشر إلى الثلث والقضاء على أكثر من أربع مليار إنسان لأنهم حمولة ووزن زائد والعرب العالة طبعا من ضمن الوزن الزائد عدد سكان العالم اليوم هو أكثر من سبع مليار إنسان وخلال عشر سنوات فقط هناك مليار جديد سيضاف إلى سكان العالم ليصبح العدد في 2025 أكثر من ثمانية مليار إنسان الصين لوحدها هي خمس العالم بعدد سكان يقارب مليار وأربعمائة مليون نسمة والهند تلاحقها في المركز الثاني بعدد سكان قريب وباكستان مائتين مليون لذلك يجب توريط هذه الدول النووية بالحرب بشتى الوسائل ماليا هناك حرب معلنة من الله ورسوله على النظام الاقتصادي الدولي الحالي القائم على الربا والذي يتحكم اليهود بكل مفاصله الدولار في غرفة الإنعاش وديون الخزينة الأمريكية بالتريليونات ولا يوجد مخزون من الذهب يغطي الأوراق النقدية المطبوعة من الدولار والمتداولة في العالم ولولا أن نفط العربي يباع حصريا بالدولار لكان الاقتصاد الأمريكي منهارا منذ زمن ولا بد أن يحدث الانهيار عاجلا أو آجلا ويعود الدهب المكدس في مصارف اليهود عملة التداول إسرائيل ستحكم العالم ماليا ونقديا اقتصاديا أكثر من 60% من الاحتياطي العالمي من مصادر الطاقة الغير المتجددة كالنفط والغاز قد استهلك نتيجة تزايد الطلب على الطاقة مع دخول الصين والهند والبرازيل إلى الاقتصاد الصناعي بقوة أراضي العرب هي آخر خزان احتياطي لمصادر الطاقة وهي أيضا جسر العبور إلى أسواق العالم في الشرق والغرب ومن يحكم أراضي العرب سيحكم العالم في القرن الحادي والعشرين بيئيا معظم الدراسات تشير إلى أن الأرض مقبلة على فترة تغيرات مناخية كبيرة ستنقلب فيها موازين المناخ في العالم الثلوج تهطل فوق جزيرة العرب وموجات حر وجفاف تجداح قلب أوروبا فيضانات وأعاصير في أماكن وقحط في أماكن أخرى وبحلول عام 2025 سيعاني أكثر من 64% من سكان العالم من نقص المياه كما تقول جميع الدراسات البيئية فلكيا ناسا أعلنت مرارا عن رصد مذنبات تقترب من كوكبنا الأزرق وأيضا كويكبات ونيازك التدخل مجالنا الجوي في السنوات القادمة ولا يوجد أحد غير الله يعلم على وجه الدقة متى بالضبط ستصطدم بالأرض وأين لكنهم يرتقبون ذلك اليوم الذي ستأتي فيه السماء بدخان مبين فارتقب إنهم مرتقبون أخلاقيا واجتماعيا الإنحلال الأخلاقي وصل إلى حدوده القصوى والشيطان الآن يعبد بالمعنى الحرفي للكلمة وكل من لهم قلوب يفقهون بها لا بد لهم أن يكونوا على يقين أننا في الوقت بدل الضائع ولا بد أن تزكم أنوفهم نتانة الخبط المنبعثة من ديار العرب نحن الآن في الزمن الذي كثر فيه الخبت فويل للعرب من شر قد اقترب إنسانيا الأرض كلها امتلأت ظلما وجورا مسلمون يحرقون أحياء في بورما وتقطع أوصالهم وتؤكل أكبادهم في أفريقيا الوسطى مجاعات تطال أطفال المسلمين في الصومال وبنغلاديش بينما يتطاول أعراب الخليج الذين يصفهم الرسول الأعظم بالصم البكم والحفاة رعاة الشات العالة يتطاولون في البنيان ويمولون الإنقلابات الشريرة التي تأتي بألد أعداء الإسلام إلى السلطة ويمولون حملة صليبية عسكرية لا يستحي أصحابها أن يعلنوها أنها حرب على الإسلام وبمبلغ فلكي 500 مليار دولار أي ما يعادل ميزانية دولة جزر القمر الإسلامية الفقيرة لمدة عشرة آلاف سنة الميزانية السنوية 50 مليون دولار وعدد السكان مليون نسمة مئة في المئة مسلمين وبرصد الأحداث التي تحدث الآن سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو فلكيا أو ملاخيا وربط المعطيات والبيانات مع بعضها أستطيع أن أقول أن الملحمة الكبرى أم المعارك لن تحذث قبل أن يجري قبلها أحداث عظام ومهولة أهمها تحرير دمشق من النظام النصيري وهلكة الفرس وهلكة العرب وعودة الخلافة الحقيقية على منهاج النبوة ونزولها الأرض المقدسة أي زوال إسرائيل لذلك الملحمة الكبرى في ضابق لن تحذث خلال بضع شهور أو بضع سنين كما تأمل وتسعى الدولة الإسلامية بسداجة وإنما ستحتاج إلى فترة عشرين سنة تقريبا والله أعلم وهذا مجرد استنتاج من استقراء الأحاديث والأحداث وسأشرح كيف توصلت لهذا التوقيت التقريبي لاحقا وبالتفصيل إن شاء الله في سلسلة مستقلة لكن التوقيت الحقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى ثالثا ما هي الدول التي ستشترك في الملحمة الملحمة كما سبق وقلت هي سلسلة من الحروب متعددة الأطراف بعض تلك الحروب بين المسلمين وإسرائيل وبعضها بين المسلمين والغرب المسيحي وبعضها الآخر سيكون حربا عالمية متداخلة الأطراف ويشترك فيها جميع الدول ولا يسيما الحرب على ذهب نهر الفراط فالملحمة هي حرب عالمية سيكون فيها تحالفات دولية وستتغير التحالفات وسيكون صديق الأمس هو عدو اليوم سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتسلمون ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول فرفع رجل من أهل الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه فعند ذلك تغذر الروم ويجمعون للملحمة وروا الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده عن خالد ابن معدان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم وفي رواية من ورائكم فتسلمون وتفتحون وتنصرون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب فيتداولونها بينهم فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منهم غير بعيد فيرميه ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة فيقول الروم لصاحب الروم كفيناك حد العرب فيغذرون فيجتمعون للملحمة فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اتنا عشر ألفا وفي رواية أخرى للحاكم ستصالحون الروم سلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتفتحون ثم تنصرفون بمرج فيرفع لهم رجل من النصرانية الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليهم فيدق الصليب فعند ذلك تغضب الروم فيجتمعون للملحمة وفي حديث أخرجه البخاري يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ست علامات ويذكر من بينها فتنة لا يبقى بيت العرب إلا ودخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفى فيغضرون فيأتونكم تحت ثمانين راية تحت كل راية إثنى عشر ألفا والفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته هي فتنة الدهيماء التي نعاصرها الآن وبعدها ستحدث حرب كنز نهر الفرات العالمية ستعود الخلافة على منهاج النبوة وهذا سيجبر العالم المسيحي المكسورة شوكته بعد الحرب الطاحنة أن يعقد هدنة مع المسلمين مكرها لمواجهة القوة الصاعدة بعد الحرب لأن الغرب المسيحي كما هو ثابت من خلال تاريخه لا يلجأ إلى الهدنة إلا إذا كان في موقع المنهزم أو العاجز عن تحقيق نصر صاحق بعد الهدنة والصلح سيكون هناك تحالف ضد عدو مشترك وسيحقق هذا الحلف نصرا على هذا العدو الجديد وسيعتبر المسيحيون أن الصليب أي المسيحية قد انتصرت وهذا يعني أن العدو الذي سيحاربه المسلمون مع المسيحيين ليس عدوا مسيحيا وإلا لما قالوا انتصر الصليب وهذا العدو هو أيضا ليس من المسلمين لأن هذا الحلف سينشأ بعد عودة الخلافة على منهاج النبوة التي ستجمع كلمة المسلمين تحت قيادة موحدة وليس مع أنظمة الحكم الجبرية الحالية التي تحارب المسلمين والتابعة للغرب أصلا العدو المشترك إذن ليس مسلما وليس مسيحيا من هو هذا العدو؟ لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد شالوم هنا إسرائيل نعم إنها إسرائيل ستتغير التحالفات بعد الحرب العالمية الثالثة وقيام الخلافة وأعداء الأمس حلفاء اليوم وبدون رفع الغطاء الغربي عن إسرائيل سيصعب هزيمة إسرائيل الدولة النووية التي ستحكم العالم لفترة وجيزة بعد الحرب القرآن الكريم أخبرنا عن تحرير الأقصى في وعد الآخرة وهناك أحاديث كثير أخرى ذكرت قتال اليهود وفصلت وشارحت عملية تحرير القدس بواسطة أصحاب الرايات السود القادمة من الشرق والتي لن يردها شيء حتى تنصب في إلياء القدس لكن لماذا لن يردها شيء؟ وأين ذهب مجلس الأمن؟ كي يتمكن أصحاب الرايات السود دك حصون اليهود في فلسطين دون أن يردهم حدود أو جيوش أو فيتو لا بد من حصول حدث كوني أو فلكي يكسر شوكة أمريكا خصوصاً ويغير موازين القوى في العالم ولا بد كذلك من زوال النظام الأردني كلب الحراسة المرابد شرق نهر الأردن ولا بد أيضاً من رفع الغطاء الغربي والعربي عن إسرائيل وتغير خارطة التحالفات الدولية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ارتقب إنهم مرتقبون أول تلك السلسلة من الملاحم قبل الملحمة الكبرى هي ملحمة هارمجدون وهارمجدون والملحمة الكبرى في حلب هما أمرين مختلفين تماماً وهي غير مذكورة بالإسم في الأحاديث النبوية لكنها مذكورة بالوصف وليس لأحد أن يحتج بعدم ورود الإسم صراحة في الأحاديث على عدم الوقوع فالذي يحكم الأمور هو قانون الأسباب والمسببات الذي يجري به قدر الله بما يشاء وقوعه حدثت أمور عظام كثيرة في التاريخ ولم تذكرها الأحاديث صراحة بالإسم فما هي هارمجدون؟ تقع هارمجدون في مراج بن عامر بالقرب من مدينة جينين والذي حسب التوراة سيشهد أشرس جولات الحرب العالمية الثالثة والتي ستشترك فيها جميع أمم الأرض وستحدث بعد جفاف نهر الفرات كما يقول الكتاب المقدس إذن هي نفسها ملحمة كنز نهر الفرات العالمية المذكورة بالأحاديث الصحيحة والتي طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلمين عدم الاشتراك بها أما الملحمة الكبرى في نهر أما الملحمة الكبرى في حلب فهي حرب بين المسلمين وثمانين دولة مسيحية والرسول أذنى على كل من يشترك فيها من المسلمين وأنهم خيار أهل الأرض يومئذ فيقاتلونهم فينهزم ثلث ولا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية الملحمة الكبرى في حلب حثى الرسول المسلمين على خوضها وأثنى على من يستشهد فيها على عكس هارمجيدون أو ملحمة نهر الفرات الخدعة اليهودية التي انطلت على الدولة الإسلامية ومعظم الناس هي أن كل الملحمتين ملحمة واحدة حتى عمران حسين يترجم الملحمة باسم هارمجيدون وهذه خطيئة كبرى جدا وخطيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا أنجو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا والمعنى واضح على المسلمين عدم الاشتراك في ملحمة هارمجيدون أو ملحمة نهر الفرات وفي هذه الأحاديث المتعلقة بملحمة نهر الفرات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقتتل عليه الناس ولم يحدد فئة ولم يقل المسلمين فالحرب تشمل كل الناس وهي حرب عالمية سيشترك فيها كل حكام أو ملوك الأرض وهناك أيضا نص في التورات يذكر ذلك بوضوح ويربط بين جفاف نهر الفرات وملحمة هارمجيدون ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير نهر الفرات فنشف أي نهر الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك القادمين من مشرق الشمس أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل الأرض لتجمعهم للقتال في ذلك اليوم العظيم يوم غضب الله القادر على كل شيء فجمعهم أي الملاك إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هارمجيدون سفر الرؤية القص بيلي جراهام كان قد صرح منذ عام 1977 ميلادية بأن يوم غضب الرب هارمجيدون على المشارف وأن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة هارمجيدون وأن الجيل الحالي سيكون آخر جيل في التاريخ وأن هذه المعركة ستقع في الشرق الأوسط النبي إيليا يقول عن هذا اليوم انفخوا في البوق في صهيون اهتفوا في جبلي المقدس ارتعدوا يا جميع سكان العالم يوم غضب الرب مقبل وهو قريب يوم ظلمة وغروب يوم غيوم وضباب إسرائيل تستعد الآن لهذا اليوم ماديا ومعنويا وتدفع الأمور في العالم كله في هذا الاتجاه والدولة الإسلامية وكذلك أمريكا وبقية العالم وقعوا في الفخ الإسرائيلي هناك حملات دينية مكثفة داخل الجيش الأمريكي مؤخرا بالتزامن مع الحملة الأمريكية ضد الدولة الإسلامية وأحد برامج الشحن المعنوي للجنود صلاة مقررة تدعى صلاة إيليا تدعو لإعادة بناء هيكل سليمان في القدس وأنه سيسبقها أحداث عظيمة هنا رابط فيديو على موقع اليوتيوب يظهر في الفيديو جنود في قاعدة كاليفورنيا أثناء إعدادهم دينيا وهم ينشدون من جبل سهيون يأتي الخلاص وهذه أيام عبدك داود إعادة بناء هيكل سليمان هذه أيام محن عظمى من مجاعات وظلام وسيوف ما زلنا الصوت في الصحراء يصيح فلتبدأ المعركة في صناعة طريق الرب إذن هارمجيدون ليست هي نفسها الملحمة الكبرى في حلب وإنما هي ملحمة ستقع قبلها بعدة سنوات رغم أن الملحمة الكبرى هي أيضا حرب عالمية وفيها تحالفات دولية وسيجمع الغرب المسيحية الحلفاء من ثمانين دولة وكذلك سيجمع المسلمون بعد عودة الخلافة الحقيقية الحلفاء والأنصار من جميع أنحاء العالم الإسلامي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني؟ قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة رواه مسلم رابعا أين ستقع الملحمة الكبرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الملحمة الكبرى فسطات المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ وفسطات المسلمين يعني القيادة العامة للجيوش أو معسكراتهم ولا يعني ساحة المعركة أو المكان الذي سيجري فيه القتال إذن أين ستكون ساحة المعركة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بذابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ صحيح مسلم والألباني في السلسلة الصحيحة الأعماق أو سهل العمق هو سهل يقع غرب حلب قرب مدينة إنطاكيا وصار ضمن الأراضي التركية منذ عام 1939 من الناحية السياسية هو حاليا في لواء إسكندرون ذو الغالبية العربية على الحدود مع محافظة حلب السورية ويسميه الأطراك إقليم هاتاي تبعد الأعماق عن حلب حوالي 75 كم فقط أما مارج دابق فهو سهل فسيح ذو تلول شمال مدينة حلب وفيه قرية تاريخية اسمها دابق تبعد عن حلب 35 كم فقط مدفون فيها الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وجرت فيها معارك تاريخية فاصلة وحاسمة في التاريخ وأهمها معركة مرش دابق عام 1516 التي انتصر فيها العثمانيون على المماليك ودخلوا منها إلى الوطن العربي ودام حكمهم أربعمائة سنة وسواء نزل التحالف الدولي بالأعماق أو بذابق أو بكليهما فكل الموقعين قريبين جدا من حلب كما أن حلب قريبة جدا من نهر الفرات ويبعد عنها 75 كم إلى الشرق الدولة الإسلامية استبسلت في حرب استنزاف كي تسيطر على ذابق ورغم أنها تسيطر الآن على كامل شرق محافظة حلب ومعظم حوض نهر الفرات لكنها لا تمتلك في شمال حلب إلا هذا الجيب الصغير في ذابق أما تركيا وهي أحد أعضاء حلف الناتو والذي يفرض عليها التحالف أن تقدم أراضيها وقواعدها العسكرية لقوات الحلف في حال اندلعت الحرب الكبرى فهي اليوم تسيطر على الأعماق لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بذابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ المدينة المقصودة في هذا الحديث ليست المدينة المنورة لأنها بعيدة جدا عن ساحة المعركة والرسول استخدم حرف العطف الفاء بين نزول الروم بذابق وبين خروج جيش من تلك المدينة إليهم ليدل أن خروج جيش من خيار أهل الأرض سيتم فورا ومباشرة بعد نزول الروم في ذابق فلابد أن تكون المدينة التي تضم هذا الخزان البشري من الأخيار قريبة جدا من ساحة المعركة وأغلب الظن أنها مدينة حلب نظرا لأنها أقرب مدينة لساحة المعركة وقد تكون دمشق رغم بعدها النسبي لأن معسكر المسلمين والقيادة العامة في غوطتها افتتح جوجل إيرت وضع نقطة على قرية ضابق التي تقع شمال حلب 35 كم ونقطة ثانية على الأعماق التي تقع غربها بـ 75 كم ونقطة ثالثة على نهر الفرات عند موقع أكبر سد في النهر سد الفرات عند الطبقة الذي تسيطر عليه الدولة الإسلامية أيضا أوصل بين النقاط الثلاث سيتشكل لديك مثلث وستجد أن حلب هي في مركز هذا المثلث تماما لكن لماذا حلب؟ خامسا لماذا حلب؟ فتنة الدهيماء التي بدأت منذ ثلاث ثنوات وستدوم ما بين 12 إلى 20 سنة حسب الأحاديث هي فتنة عامة لا يبقى أحد من الناس إلا وتلطمه لطمة هذه الفتنة كما سبق وشرحت هي لتطهير الأمة وتنقيتها كي تسقط الأقنعة ولتمييز الخبيث من الطيب من أجل أن تخرج الأمة كلها بعد ذلك من حالة التفكك والهوان الذي نحن فيه وهذه الفتنة ستلطم كل الأمة ولن تبقي مدينة أو إقليم إلا وتعركه عركا وتشهد لأهل الحق وتفضح أهل الباضل لكن العجيب أن هذه الفتنة لن تنقشع تماما إلا بعد الملحمة الكبرى لأن الناس عندئذ فقط سيكونون قد تميزوا بشكل واضح وتام إلى فسطاتين لا ثالث لهما فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات كفر لا إيمان فيه وكأنها وعذرا لهذا التشبيه تصفيات لنهائي كأس العالم بين الحق والباطل بين الإيمان والنفاق والمباراة النهائية من هذا المنديال ستقام في أرض الملحمة حلب وهذا التمحيص والتمايز إلى فسطاتين ضروري أن يحدث قبل خروج الدجال لأنه بعد خروجه لن ينفع نفس إيمانها ما لم تكن قد آمنت من قبل الرسول يشرح كيف تتم آخر عملية تمايز في حلب من خلال هذا الجزء من الحديث فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا لأن هذا الثلث هو آخر دفعة من المسلمين ستنظم إلى فسطات القفر الذي لا إيمان فيه ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا وليفتن هذا الثلث أبدا لأن عضويتهم قد قبلت في فسطات الإيمان الذي لا نفاق فيه لكن أعود وأسأل لماذا حلب؟ هناك سببين وهذا رأي شخصي نتيجة تأمل وتحليل وليس نتيجة نصوص دينية السبب الأول يتعلق بالمكان والثاني يتعلق بالسكان أما ما يتعلق بالمكان فهناك معطيات جغرافية وطبغرافية تتعلق بحلب كالموقع الجغرافي الذي يقع في قلب العالم وقربها من أوروبا وأيضا من البحر المتوسط حيث يسهل القيام بعملية إنزال البحري وكذلك وجود السهول الفسيحة المناسبة لمعركة برية حاسمة وكبيرة لكن هناك سبب آخر يتعلق بمكان حلب أو بالأصح مكانتها التاريخية من يقرأ طريقة وصف الأحاديث النبوية لوسائل الحرب والاتصالات أثناء الملحمة ثم يقرأ الوصف بعدها لابد أن يلاحظ أن البشرية بعد الملحمة في حلب ستعود للوسائل القديمة في النقل والحروب فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون اتصاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ يعلقون سيوفهم على الزيتون يبعثون عشرة فوارس للاستطلاع ألوان خيولهم ألوان خيولهم إلى آخره كل هذه التفاصيل توحي أن معركة فتح القسطنطينية التي ستحدث بعد الملحمة ستكون بالأسلحة البيضاء لأن حرب الملحمة قدت على التكنولوجيا نهائيا لا شك أن منجزات الحضارة والتكنولوجيا العسكرية الحالية ووسائل الاتصالات الحديثة ستتراجع وتزول جزئيا في حرب هارماجيدون النووية هي نفسها ملحمة نهر الفرات التي تسبق الملحمة الكبرى في حلم ولا شك أيضا ستتعطل معظم وسائل الاتصالات اللاسلكية القائمة على الأقمار الصناعية بعد أن يضرب المذنب الأرض وتأتي السماء بدخان مبين لكن سيبقى بعض التكنولوجيا العسكرية أثناء الملحمة وهذا يفسر نسبة الموت الكبير فيها 99% وسقوط طيور السماء إلى الأرض ميتة ولكن ما سيحدث فيها سيكون القشة التي قسم الظهر البعير الملحمة الكبرى ستقضي تماما على ما تبقى من التكنولوجيا الحربية ووسائل النقل والاتصالات الحديثة كلها ستزول نهائيا بعد الملحمة الكبرى في حلب وستدخل البشرية في حقبة جديدة علماء الآثار واليونيسكو سبق لهم وأعلنوا عن اكتشاف معطيات جديدة تثبت أن حلب هي أقدم مدن العالم على الإطلاق وهذا يعني أن منها بدأت أقدم الحروب بين المجتمعات البشرية وتم تصنيع أول أدوات القتل فربما والله أعلم اقتضت الحكمة الإلهية أن تموت حضارتنا العسكرية القائمة على القوة والمتش في نفس المكان الذي ولدت فيه كل ما سبق هو أمور تتعلق بالمكان لكن هناك سبب آخر يتعلق بالسكان وربما هذا الجزء لن يفهمه إلا السوريون منذ حوالي عشرين سنة ذكر لي بعض أصدقاء العرب الذين عاشوا في حلب فترة طويلة ودرسوا في جامعتها انطباعهم عن السكان الذين عاشروهم هناك وقالوا لي جملة لم أفهمها في حينها حلب مدينة متطرفة أخلاقيا الصالح فيها تجده أقرب إلى المثالية وكأن ليس في قلبه ذرة شر والطالح فيها تجده خبيثا ماكرا أنانيا فضا جلفا وكأن ليس في قلبه ذرة خير هذا ما قالوه جميعنا فينا الخير وفينا الشر بذرجات متفاوتة لكن في حلب تجد أن معظم الناس بشكل عام كأنهم فستاطين وهذا بدى واضحا بشكل أكثر بعد الثورة في نصف القرن الأخير استطاع حافظ أسد أن يدمر حلب أخلاقيا واجتماعيا بل ودمرها دينيا عدد تماثيله قبل الثورة فاقت المليون في كل ساحة رئيسية ومدخل قرية هناك صنم للأسد سوق المدينة الأثري والذي احترق ببراميل بشار أسد كان مرتعا للسفقات التجارية الكبرى والقائمة على الرباء العلاقات الاجتماعية قبل الثورة صارت شبه معدوبة وصار فستاط النفاق الذي لا إيمان فيه هو الطاغي والأكبر حجما التمايز إلى فستاطين في سياق فتنة الدهيماء الحالية التي سوف تستنظف العرب هو أحد السروط قبل أن يتحقق الوعد الصادق بحكم الخلافة الراشدة على منهج النبوة لكوكبنا الأزرق طوفان الفتنة والملاحم سيغمر الجميع وأمواجه ستلطم كل الناس ولا بد أن يهيئ الله مسرح الأحداث الأرض التي ستستقبل هذا الحدث وأن يعطي الجيل الجديد من أبنائها الذين سيشهدون أهوالها اللقاح الواقي كي يسمدوا في تلك المقتلة الكبيرة كرة أرضية جديدة سوف تولد بعد الملحمة وسيصطفي الله سبحانه وتعالى أفضل السلالات الإيمانية كي يكونوا في سفينة النجاة الأخيرة وكما أن دودة القز القبيحة تنسج حول نفسها شرنقة وتلبث فيها الوقت المعلوم ثم تخرج منها فراشة رائعة الجمال كذلك فإن سلالة إيمانية جديدة تتشكل الآن في حلب وسائر بلاد الشام الله الذي يخرج الحي من الميت سيقضي على الجيل القديم المتعفن الذي هتف يوما ما في مسيرات التأييد في حمص وحلب خصوصا حلك يا الله حلك حافظ يقعد محلك استغفر الله رحضي لا إله الله مع أنه الغفور الرحيم إلا أن لديه قوانين صارمة ولا يحابي أحداً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذون ذلك نحن اليوم أمام عملية استبدال كبرى وهجرة جديدة لخيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم حيث سفينة النجاة وأنجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سكان جدد من العالمين سيجيؤون إلى بلاد الشام وسيحملون الراية والرسول عليه الصلاة والسلام ظل يشير بإصبوعه إلى الشام حتى أوجعها وقال عليكم بالشام الحكمة الإلهية اليوم تعد الشام وحلب خصوصاً لهذا الأمر الجلل العظيم جيل جديد سينشأ خلال السنوات التي تسبق الملحمة الكبرى وهذا هو الاستثمار الأهم للأمة الأطفال الذين سرقت منهم براميل بشار وصواريخه براءة طفولتهم الأطفال الذين خشوشنوا وكبروا في ظروف الحرب في مدن يتوفر فيها الحد الأذنى من مظاهر الحياة والتكنولوجيا هؤلاء فقط من يستطيع تحمل ويلات الملحمة لا ينصر المهدي شبان لا يجيدون في الحياة إلا التسكع في الحارات والدرتشة على الأنترنت ستتغير التركيبة السكانية كثيراً بعد تقسيم سوريا المؤقت ولا سيما بعد كسر شوكة الدولة الإسلامية في العراق أو اختلاف المجاهدين فيما بينهم وفرار أهل السنة ومعظم المجاهدين إلى الشام السنوات القليلة القادمة ستشهد في سياق هذا التمايز إلى فسطاطين تحول أخيار العراق إلى الشام وسيتحول كذلك إلى الشام المقتدرون من الأجناد المجندة المنتشرون في بقية أقطار العالم حلب بعد الملحمة سيكون فيها أكثر من سبعين ألف مسلم من أصول أوروبية وهم الذين سيفتحون القسطنطينية بعد ذلك وفي سياق هذا التمايز إلى فسطاطين ستتخلص الشام كذلك من أشرارها وستفتتح الرايات السود دمشق وسترفع عن النصيريين المستوطنين فيها الرحمة لثلاث ساعات وكل هذه الأمور يجب أن تحذط قبل الملحمة كي يكون فيها فسطاط المسلمين وكي تكون عقر دار الإسلام ومن شواطئها تبحر سفينة النجاة الأخيرة أما طائفة الشبيحة وكذلك الذين ارتدوا عن دينهم إلى الجاهلية الثانية من القوميين العرب والكرد وكذلك المسلمون الدايت دوي السعورات الإيمانية المنخفضة كل هؤلاء غير مدعوين للصعود إلى سفينة النجاة ولا مكان لهم هناك أصلا قال رسول صلى الله عليه وسلم ستكون هزرة بعد هزرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق مسند الإمام أحمد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طسة من ماء فلا تجدونه ينزوي كل ماء إلى عنصره فيكون بقية الماء والمؤمنين بالشام عن ابن حوال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق فقال ابن حواله خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك قال عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجدبي إليه خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنيكم واسقوا من غدركم فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم والذهبي وقال الألبني في تحقيقه لكتاب فضائل الشام صحيح جدا تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم كالبخت المجللة أصحاب شعور أنسابهم القرى وأسماؤهم الكنى يفتتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات الفتن لنعيم بن حمد الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك ألا إن عقر ذار المؤمنين الشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث صحيح الألباني سنن النسائي مسند الإمام أحمد رقم الحديث 16621 تاريخ دمشق بن عساكر الله الحكيم هو الذي اصطفى من بقاع الأرض المترامية بلاد الشام لتكون الأرض التي بارك فيها للعالمين ولتكون مسرح الأحداث في آخر الزمان وعقر دار الإسلام والمكان الذي ستوضع فيه الأسس لعودة الخلافة الراشدة العالمية على منهاج النبوة والتي ستكون بعد الملحمة الكبرى الدولة العظمى على الأرض وبعد الملحمة الكبرى التي ستدور مجرياتها في حلب ستكون الوجهة التالية هي فتح القسطنطينية لكن لماذا يتجه المسلمون إلى إسطنبول لفتحها مرة ثانية رغم أنه قد تم فتحها سابقا وصارت مدينة إسلامية منذ عام 1453 وما مصير حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في تركيا المقال الخامس إسطنبول فتح القسطنطينية عن معاد بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يترب وخروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب معاد بن جبل بيده على فخذ أو منكب عمر بن الخطاب ثم قال إن هذا لحق كما أنك قاعد ها هنا حديث حسن الحديث الشريف السابق يذكر أربع أحداث متلاحقة ستحدث في آخر الزمان وقبل خروج الدجال في أربع مدن هي القدس المدينة حلب وإسطنبول وقد رأينا أن عمران بيت المقدس وخراب يترب يحدثان الآن ونحن الآن حسب هذا الجدول الزمني الذي يقدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الملحمة والتي بدأت ألسنة لهبها تخرج من تحت الرماد حتى تصير نارا تلضى في الملحمة الكبرى عند حلب تقريبا خلال عقدين من الآن كحد أقصى والله أعلم وبعدها سيعاد فتح القسطنطينية مرة أخرى وهذا يعني أننا يجب أن نقوم الآن بقفزة إلى المستقبل كي نرى كيف سيتم الفتح ولماذا تفتح مرسا ثانية وطول هذه القفزة هي ست سنوات وذلك بعد أن تضع حرب الملحمة أوزارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة أي مدينة القسطنطينية ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة صحيح سنني أبي داود هناك أثر آخر لكنه ضعيف يقول ست شهور ويخرج الدجال في الشهر السابع بعد الملحمة إذن نحن الآن في المستقبل ربما في أواخر العشرينات أو في منتصف الثلاثينات من القرن الحادي والعشرين كرة أرضية جديدة ولدت قبل سنوات انتهت فتنة الدهيماء والناس اليوم فسطاتين اثنين لا ثالثة لهم فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات كفر لا إيمان فيه والكوكب اليوم كله بدون تكنولوجيا بعد أن كان قرية صغيرة أرضنا اليوم بدون أنترنت وأقمار صناعية وأيضا بدون حاملات طائرات وأسلحة ضمار شامل ست كوارث كبرى متلاحقة كأنها حبات منظومة في سلك فانقطع فتتالت الحبات وراء بعضها الكارثة أو الحبة الأولى هارماجدون أو الحرب العالمية الثالثة النووية التي اندلعت شراراتها الأولى ما بين 2016 و2018 ثم الكوكب ددنب الذي أتت به السماء بدخان مبين وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وجزيرة العرب ثم الملحمة الكبرى حول حلب صار العالم بعد هذه الزلازل والبلابل والأمور العظام يشبه تكنولوجيا ربما ما كانت عليه البشرية في القرن السادس عشر قدت هارماجدون أو الحرب العالمية الثالثة التي كتبت بعض فصولها عند كنز نهر الفرات على القوة العسكرية والاقتصادية والبشرية لجميع الدول والإمبراطوريات الكبرى التي اشتركت فيها أعداد كبيرة من الصينيين والهنود والباكستانيين والكوريين وشعوب جنوب شرق آسيا كثيرة العدد أحرقوا بعضهم البعض بأسلحة الدمار الشامل ولم تكن روسيا وأمريكا والغرب بأسعد حظ في صراع الديكة النووية فدمرت معظم المذن ونجت البلدات الصغيرة النائية والبوادي وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورة صورة الإسراء خسرت جميع الديوك ولبحت ديك الإسرائيلي الهزيل الذي أوقد نار الحرب وحرك خيوط الأحداث من وراء الكواليس وجعلته الملاجئ الضخمة المعدة مسبقا والمخابئ والحصون المبنية تحت الأرض يخرج من الشتاء النووي بأقل قدر ممكن من البلل انهارت العملات الورقية لجميع الدول وعاد الذهب والفضة المكدسان في مصارف اليهود عملة التداول وحكمت إسرائيل العالم اقتصاديا وماليا مؤقتا ولسنوات قليلة وحاولت أن تحقق حلمها التوسعي ما بين الفرات والنيل فأفسدت في الأرض وعلت علوا كبيرة ولك أن تتخيل كيف سيكون حال العرب أعداؤها التاريخيين في عالم تحكمه أحقاد إسرائيل الشريرة وتكون فيه قاضي الأرض والقوة العظمى الوحيدة لا تسأل عن هلكة العرب في عالم يتربع على قمة هرمه يهود الخزر القادمون من أرض يأجوج ومأجوج في هذا اليوم انهار كل ردم يأجوج ومأجوج والشر الذي كان يقترب من العرب منذ أكثر من 1400 سنة صار الآن أمرا مقديا استمرت إسرائيل بحربها البيولوجية على دول الجوار ولا سيما مصر التي سيطر الأقباط على أطرافها فيما أبيد ما تبقى من المسلمين الدايت المزدحمين في الدلتا والوادي في حرب بيولوجية موت أخذ بالمصريين كعقاص الغنم فالشعوب التي تهلل لكل من غلب وترضى أن تعيش كقاطيع من الغنم لا بد أن تهلك كقاطيع من الغنم بينما نجت أعداد قليلة من أهل مصر من الغرباء في الزمن الذي عاد فيه الإسلام غريبا فعاشوا في قورة إسلامية في الأقاليم البعيدة وشعب الجبال أو الأجناد المجندة الذين هاجروا في هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم الشام أما مسلموء المغرب وإفريقيا فقد أشعلت فيهم القوة العظمى الجديدة الحروب الأهلية المجنونة ونزعت عقولهم وساد الهارج في إفريقيا والهارج كلمة إفريقية تعني القتل عرب إفريقيا الأمازيغ الأفارقة العلمانيون والإسلاميون يقتلون بعضهم بعضا حتى يقتل المرء جاره وابن عمه وأخاه أما صريح العرب في اليمن والجزيرة فقد خبطت فتنة الدهيماء الجزيرة العربية بيدها ورجلها وهلك معظمهم في الحروب الجاهلية القبلية وفي قتال الأمراء الثلاثة أبناء الخليفة وكذلك في الفتنة الحالقة على أيدي أصحاب العلامات السوداء القادمين من فارس أولئك الذين يدعون لآل محمد وهم أبعد الناس عنهم أولئك الذين يتابعهم خشارة العرب وقتل في الجزيرة آلاف العرب المطرفين قتلا لم يقتله قوم قط ولم يسلم من الفتن التي أقبلت كجباه البقر إلا من كان يعرفها قبل ذلك إلا من كان يفهم النبي في آخر الزمان طبعا هنا يقصد حديث حديث بن اليمان الذي ذكره ابن حمد في الفتن قال حديث بن اليمان رضي الله عنه هذه فتن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك الحمد لله الذي جعلنا نبحث ونحاول أن نعرف هذه الأحداث سأل الله يتبثنا نكمل ثلاث سنوات فقط مضت على حكم إسرائيل للعالم بعد هرمجدون فالأقوياء عصي بيد الرحمن ينتقم الله بهم ثم ينتقم منهم وإذا جار الأمير وحاجباه وقاد الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاد الأرض من قاد السماء وجاء العقاب من قاد السماء سريعا جاء يوم غضب الرب المرتقب الكوكب ذو الذنب الذي سيغير تضاريس الأرض وموازين القوى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سورة الدخان غرقت أمريكا هلكت عاد الثانية وغمرت أمواج تسونامي جميع جزر المحيط الهادي وانتهت كذلك الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الإسرائيلية المتفوقة وابتلعت الخصوف الثلاثة في المغرب والمشرق وجزيرة العرب أراض بأكملها فيما تقادفت أمواج الخليج أشلاء أبراج دبي الفاجرة التي تطاول بها من وصفهم رسول الله بالصم المكم الحفاة رعاة الشات العالة واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سورة الدخان بعد هذه الكوارث كان الروم الأوروبيون في ذلك الوقت أكثر الناس عددا فالبنية التحتية المتقدمة والتضاريس الحصين لبلادهم واستعداداتهم المسبقة والعدل النسبي الموجود في بلادهم جعل خسائرهم البشرية أقل نسبيا من غيرهم من شعوب العالم الثالث الفقيرة كالهند والصين وإفريقيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس وكان الروم الأوروبيون هم أول من استعاد وعيه بعد المصيبة وأدركوا الفخ الكبير الذي نصبه اليهود لهم وللعالم الروم كما يصفهم داهية العرب عمر بن العاص فيهم خصالا حسنة إنهم لأحلموا الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة عند مصيبة وأوشكوهم كرة بعد فره وأمنعهم من ظلم الملوك وفي عالم فقدوا زعامته وصارت تحكمه إسرائيل دون أن يعود المسيح كما كانوا يأملون فلابد لهم أن يستيقضوا ويردوا الصاع صاعين لليهود بعد سنوات الخديعة الطويلة تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت لذلك جاء الوقت كي يكون هناك صلح آمن وتحالف مع أعداء الأمس مع طائفة من المسلمين المرابطين في الشام منذ زمن طويل لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خد لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لم تستطع إسرائيل أن تقضي في مواجهة برية على مجاهدي الشام الذين عاركتهم الحروب المتلاحقة فليهود الجبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر ولم تستطع إسرائيل أيضا أن تستأصل شأفتهم بالحرب البيولوجية كما فعلت مع مصر وجنوب العراق والجزيرة وذلك لقربهم الجغرافي من عقر ذالها ولتبعثر مناطقهم في الشام كتبعثر الشامات على جل الإنسان وعدم وجودهم في مناطق كثيفة سكانية مركزة في بقعة جغرافية محددة هل عرفتم لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام؟ ولماذا جل العرب أن ناجون من الهلكة سيكونون بالشام؟ ولماذا ظل يشير بأصبعه إلى الشام حتى أوجعها؟ في ذاك أبي وأمي نعم الطائفة البنصورة كانت تعيش في عقر ذار إسرائيل كما كان موسى يعيش في عقر ذار فرعون ربما الآن سيفهم الغافلون الآية التي جعلها الله للجيل الأخير من بني إسرائيل عندما سمح الله باكتشاف ممياء بدن فرعون في نفس السنة التي عقد اليهود مؤتمرهم الصهيوني الأول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سورة يونس إذن صارت الهدنة أو الصلح الآمن مع الروم ملاحظة بالنسبة للصلح الآمن هناك من أسقطه في زمن الحرب الباردة التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والسوفيات حين كان العرب على صلح تام مع أمريكا حيث تحالفوا معهم في قتال السوفيات هذا رأيهم هذه وجهة نظرهم هم لديهم أدلة لديهم أدلة كثيرة وهناك إسقاط آخر قريب منه بعض الشيء يسقطونه على الحرب التي تمت بين العراق بين عراق صدام في الثمانينات ودولة إيران يعني هناك كان صلح ما بين الحكومة الأمريكية وبغداد وباقي العرب ضد العدو الذي يعتبر هؤلاء الذين أسقطوا هذا الحديث يعتبرون أن العدو الذي وراءنا هو إيران هناك من يعتقد أن العدو الذي وراءنا هو الصين هناك من يعتقد أنهم السوفيات وقد مروا هناك من يعتقد أن العدو مثلا كهشام كمال عبد الحميد وهو أظن أنه مصري يعتقد أن العدو الذي من ورائنا هم الأمريكان واستدل بأدلة كثيرة يعني كل له وجهة نظره وكل له أدلة نحترمها ونحترم وجهته مدام لا يطعن في الكتاب والسنة مدام لا يطعن في الصحابة مدام لا يطعن في معتقد أهل السنة والجماعة نحن نأخذ منه نحن نحترمه إذن صارت الهدنة أو الصلح الآمن مع الروم والتحالف هو مع الممثل الشرعي الوحيد للمسلمين على الأرض في ذلك الوقت دولة الخلافة الفتية الإرهابية سابقا التي أقامها في قلب الشام في بداية العشرينات من القرن الحادي والعشرين وفي عز قوة إسرائيل شاب أجل الجبهة وأقنى الأنف هنا يقصد المهدي نصره الله على جيش الخسف وعلى بعث كلب كلاب إسرائيل وهرب من مكة إلى الشام بعد أن بويع ما بين الركن والمقام ورفع في الشام دولة الخلافة على القاعدة التي وضعها قبل سنوات قليلة أصحاب الرايات السود قبل أن يختلفوا فيما بينهم وأتاه عصائب أهل العراق وأبدال الشام وأبدال أهل الشام وكثير من المجاهدين جاءوه حبوا على الثلج وأقبلت الرايات السود من المشرق من خراسان أفغانستان يقودها عباد الله أولي البأس الشديد ولم يردها شيء حتى نصبت في إلياء القدس ونزلت الخلافة في الأرض المقدسة وولى اليهود الأدبار إلى الوطن البديل المؤقت أصفهان حتى الوقت المعلوم في ذلك اليوم كان الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم سورة الأعراف وكان النصر المشترك والله هو الذي غلب وليس الصليب ثم كان غادر الروم فجاءوا في جيش مليوني وتحت ثمانين راية ونزلوا في الأعماق وضابق وكانت الملحمة الكبرى هذا باختصار شديد ملخص لأحداث أخطر عشرين سنة في تاريخ الأرض قفزت فيها على الكثير من التفاصيل حتى أصل إلى المستقبل وإلى يوم فتح القسطنطينية وسأقدم إن شاء الله قريبا جدولا زمنيا تقريبيا ومدعما بالشواهد من القرآن والحديث عن أحداث العشرين سنة القادمة في العالم كله لكن لنبقى الآن في المستقبل وتحديدا في السنوات الأخيرة من العشرين سنة إذن نحن لا نزال في المستقبل الملحمة الكبرى انتهت منذ فترة قصيرة والجثث المتفسخة لقتل الروم تملأ المروج حول حلب وطيور السماء لا تزال تخر إلى الأرض ميتة وجنود المسلمين يضمضون جراحهم ورغم النصر الصاحق على الروم لكن لا أحد يقسم ميراث أو يفرح بغنيمة وبدأ أمير جيشنا ونعم الأمير هو ذاك الأمير ونعم الجيش ذاك الجيش بدأ يعيد تنظيم قواته في الثلث المتبقي من جيشه الذي انتصر الثلث الذي لن يفتن أبدا ويجهزها للمرحلة التالية فلا وقت لالتقاط الأنفاس في هذه الأيام فنحن في زمن البلابل والزلازل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من يدي إلى رأسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده على رأس ابن حواله لكن لا يزال على هذه الأرض ما يستحق الحياة بالنسبة لحديث نعم الأمير أميرها الذي يفستح القسطنطينية هناك من يسقط هذا الحديث على محمد الفاتح العثماني لكن الدكتور نور هنا يقول رأيا آخر عقليا ويستدل بعدة شواهد لإثبات صحة أن الأمير أو أن هذا الحدث أو فتح القسطنطينية ليس المقصود به فتح القسطنطينية الأول على يد محمد الفاتح بل هو فتح بل المقصود به هو المهدي في البداية قام الأمير بإحصاء من بقي حيا ولم يستشهد من الاثني عشر ألفا من جيش عدن أبيا خيرة أهل الإسلام من أجناد اليمن الذين ناهضوا لنصرة جيش الخلافة ودخلوا حرب الملحمة في اليوم الرابع ونصروا الله ورسوله جيش عدن أولئك الذين وصفهم رسول الله بأنهم خير من بيني وبينهم أمرهم حفيظ رسول الله بإسراج خيولهم والعودة إلى شبه الجزيرة العربية شبه الخالية من سكانها العرب فالعرب يومئذ قليل وسيعرجون في طريق عودتهم الطويل من حلب إلى اليمن على عاصمة دولة الخلافة في القدس كي ينطلقوا منها لفتح جزيرة العرب ثم أرسل كتيبة أخرى من الجيش إلى الشرق لتجميع المجاهدين كي تفتح فارس كما بعث سرية صغيرة إلى ثكاناتها حيث القيادة العامة للجيش وفستات المسلمين في غوطة دمشق وحملها تعليمات عاجلة من الخليفة للدمشقيين لتحصين البوابات حول جامع دمشق الكبير وتهيئة المنارة البيضاء الشرقية لاستقبال وفد دبلوماسي من مقام رفيع سينزل قريبا من السماء على أجنحة ملكين كي يكتب الفصل الأخير من التاريخ عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال نافع لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم صحيح مسلم وبعد إعادة تنظيم القوات بقي في حلب من جيش المهدي القليل من المقاتلين العرب ومن مجاهدي الشرق وروقة المسلمين من أهل الحجاز الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم إضافة إلى سبعين ألفا من الأوروبيين المسلمين من بني إسحاق وهؤلاء تحديدا لديهم مهمة عظيمة عليهم أن يقوموا بها فمن أجل هؤلاء قامت الملحمة أصلا ومن أجل هؤلاء انتهى التحالف مع الروم الذي كان من ثماره القضاء على إسرائيل الدولة العظمى التي حكمت الأرض في ذلك الوقت لبضعة سنين خلالها رمجيدون وبعدها ومن أجل سبعين ألف من مسلمي أوروبا والغرب اندلعت أكبر مقتالة بين المسلمين والعالم المسيحي في التاريخ لأن مسلمي الشرق رفضوا تسليم إخوانهم الإرهابيين لذولهم الأوروبية لا والله كيف نخلي بينكم وبين إخواننا والمهمة الجديدة لإخواننا من مسلمي أوروبا هي فتح إسطنبول أعني القسطنطينية ثم غزو الروم في وطنهم الأم أوروبا لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بذابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سوبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله كيف نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث ولا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية صحيح مسلم لكن أين جيش تركيا المصنف حاليا كثامن أقوى جيش على مستوى العالم ولماذا إسطنبول القسطنطينية محتلة اليوم ومن يحتلها الآن من تبقى من الروس واليونان والبلغار بعد حرب خرم جيدون استجمعوا قواتهم البحرية ولملموا شتاتهم وأقاموا تحالفا أردوكسيا فغزوا القسطنطينية منطلقين من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود ومن جذر بحر إيجة ومستغلين انشغال المسلمين والغرب البسيحي الكاثوليكي البروتستانتي بالمنحمة الكبرى في تابق واحتلوا إسطنبول أو إسلامبول وأعادوا للمدينة اسمها القديم القسطنطينية وسيطروا على مديقي البوسفور والدردنيل آيا صوفيا اليوم عادت كاتدرائية ومقرا للكرسي البابوي للأردوكس آيا صوفيا أصلا هي الآن ليست مسجدا حتى تعود كاتدرائية يعني هم هم كما يقول المغاربة وأقيم مذبح للرب في جامع السلطان بايزيد الذي ملأت السلبان جدرانه فيما تقرع الأجراس من المآذن الستة لمسجد السلطان أحمد الذي صار يسمى بالكنيسة الزرقاء والغربان السوداء طردت الحمائم التي لطالما استوطنت أرصفة ميدان تقسيم وأوكل الخليفة مهمة إعادة فتح القسطنطينية لهؤلاء المجاهدين المسلمين الأوروبيين وهم الذين تركوا جنة الدجال في أوروبا وهاجروا إلى سوريا قبل سنوات وبعضهم جاء محاربا في معركة هارماجيدون ثم أسلم في الشرق وقاد المهدي هذا الجيش الذي قوامه الرئيسي من مسلمي أوروبا والغرب مع أقلية من مسلمي الشرق وروقة المسلمين من أهل الحجاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش رواه الإمام أحمد في مسنده ومضى الجيش إلى المهمة العظيمة يشق طريقه عبر بساتين الزيتون في سهول كليكيا ومرسين ويتقدمه مجموعة من الفوارس تداعب شعورهم الشقراء المرخات رياح الأناظول وفي عيونهم الزرقاء كزرقة شاطئ كيليوس تسبح صور لغابة بيلغراد وبحيرات بورصة رجال صارت أسماؤهم الكنى وأنسابهم القرى ربما ولد بأسماء أخرى مكسيم أو فرنسوا وربما كانت أسماء آبائهم جاك أو جون كلود أنا لا أعرف أسماءهم الحقيقية لكن هناك رجل قال أنه يعرفهم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ الله تعبير جميل صراحة دكتور نور حفظه الله كتاباته ممتعة كأنك تقرأ رواية ما شاء الله سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوموا الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال تغزون القسطنطينية ثلاث غزوات فأما غزوة فتكون بلاء وشدة والغزوة الثانية يكون بينكم وبينهم صلح حتى يبني فيها المسلمون المساجد وتغزون معهم من وراء القسطنطينية ثم ترجعون إليها والغزوة الثالثة يفتحها الله لكم بالتكبير فتكون على ثلاثة أثلات يخرب ثلثها ويخرق ثلثها يقسمون الثلثة الباقي كيلا أخرجه الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد في كتاب الفتن أما الغزوة الأولى غزوة البلاء والشدة فقد حدثت في عهد معاوي بن أبي سفيان الذي أرسل جيشا بقيادة ابنه يزيد وكان من ضمن المجاهدين في صفوفه الصحابي الجليل الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري والذي استشهد عند أسوارها ولم يتمكن ذلك الجيش من فتح القسطنطينية كما هو معروف أما الغزوة الثانية فقد تحققت على يد السلطان محمد الفاتح وجيشه عام 1453 وتم فتح القسطنطينية فتحا أسكريا وبالفعل بنيت فيها المساجد وانتشرت الجيوش العثمانية وراء القسطنطينية وفتحت كامل منطقة البلقان وقلب أوروبا حتى وصلت إلى النمسا ثم ما لبثت أن حصرت رقعة الإسلام في أوروبا وتراجعت إلى جيب صغير شمال بحر بارمرة هو كل ما تملكه تركيا في قارة أوروبا حاليا أما الغزوة الثالثة فستكون على يد المهدي وهذا الفتح سيحدث آخر الزمان قبيل خروج الدجال وسيكون بدون قتال وبالتهليل والتكبير وفتح القسطنطينية الأخير على يد جيش قوامه الرئيسي من مسلمي أوروبا وبالتهليل والتكبير وليس بالسلاح فيه إشارات ومعاني عديدة ونبوءة مستقبلية تحققت وهي أن الإسلام سينتشر في أوروبا وكثير من الأوروبيين سيكونون في صفوف المجاهدين قبل الملحمة وهذا أمر نرى إرهاصاته بوضوح الآن ونشهده حاليا فالإسلام هو الدين الأكثر انتشارا والأسرع نموا في أوروبا كما تشير جميع الإحصاءات الغربية وأيضا كون الفتح الثاني بالتهليل والتكبير وليس بالسلاح ففيه إشارتان أو نبوءتان الإشارة الأولى أن سكان القسطنطينية عند الفتح الثاني سيكونون من المسلمين فأطراك إسطنبول الذين أفسادتهم العلمانية سيكونون في حالة حنين شديدة للإسلام في ذلك الوقت خاصة بعد أن تحتل مدينتهم من قبل الحلف الأرثودوكسي لذلك لن يقاوم الفاتحين المحررين وهذا فيه إشارة ضمنية إلى الفتح الأول على يد محمد الفاتح الذي أدخل الإسلام إلى القسطنطينية أول مرة ففتح العثمانيين للمدينة عام 1453 كان تمهيدا للفتح الأعظم وخروج القسطنطينية معنويا من أيدي المسلمين منذ أن تبنت جمهورية كمال آتاتورك النظام العلماني المتطرف المعالي للإسلام وانضمت إلى التحالف الذي يضم اليهود والنصارى في حرب ضد الإسلام كل هذا سيؤدي في النهاية إلى خروجها ليس فقط معنويا من أيدي المسلمين وإنما ماديا أيضا والإشارة الثانية هي أن الانتصارات والفتوحات في الفصل الأخير من تاريخ البشرية لن تكون بقوة السلاح وإنما بقوة الإيمان فالإيمان والتسبيح والتهليل هو السلاح الوحيد الذي سيكون في حوزة المسلمين في فتنة المسيح الدجال العظيم الوشيكة ومع خروج الدجال ستدخل البشرية حقبة جديدة في أعظم فتنة منذ أن خلق الله الأرض حتى يرثها لكن هذا حديث آخر من أحاديث آخر الزمان تم الكتاب بفضل الله الشكر الجزيل للأخ أحمد غنيم من مصر الذي ساعدني في تصميم الصور وتنصيق الكتاب وإخراجه بهذه الحلة القشيبة والشكر والإمسنان للأخ أبو أنس اليماني الذي بذل جهدا في تخريج الأحاديث النبوية جعله الله في ميزان حسناتكما اشتركوا في القناة